طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في جلسة يديدة من جلسات مجموعة الباحثين السودانين اليوم السبت 18 يوليو 2020 واليوم الموضوع بتاعنا إن شاء الله عن الاقتصاد عنوان الجلسة إجراءات الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة الانتقالية العقبات ومكبرحات الخلوة تحدث في الجلسة دي ألو سابنا باحث الدكتوران في الاقتصاد جاوة إيرس روتردام في هولندا ودكتور حسام حسن عباس إسماعيل اقتصادي قياسي وخبير استاتيجي الجلسة دي بالتسجيل يعني الناس السجلوا التوماتيك اللي بيصلهم الرابط للدخول لزوم ومكثوثة برضو عبر مجموعة الباحثين السودانيين في الفيسبوك فيه يزول ممكن نحضر هناك هنأخذ المداخلات بتاعت الناس والأسئلة بتاعتهم يا إما من داخل الزوم هنا يا إما من الناس اللي بيحضر البث المباشر عبر الفيسبوك في أي سؤال ولا كده الناس هتأجلوا بعد ما يدي تغطى المحاور بتاعتنا كلها المحاور المحاور بتاعتنا على الوضع على الاقتصاد الراهن التحديات الفيو والآخري والمدارس الاقتصادية والسياسات وزارة المالية وكده وفي بعد ذلك تقييم عامل الأداء الاقتصادي في شهور الفاتحة التضخم ورفع الدعم وزيادة المرتبات والتبعات بتاعتها التحويلاتها المباشرة وإمكانياتها مؤتمر المانحين والتأثير الاقتصادي لCOVID-19 والعقوبات الاقتصادية دي كلها حيات مغطيها هنا ده فالناس يعني الحريصين على أنه عارفوا أنه إحنا وين زي مع كل الناس نفترض أنهم حريصين يصبروا شوية ويعني يكونوا زي يقولوا في تركيز عامل فحنبدأ مع دكتور حسام عن التقييم للوضع الاقتصادي العام في البلد دكتور حسام مرحبك في الضبط شكرا لك دكتور أنور وشكرا لكم لاستضافتنا في منصتكم العريقة لات السمعة الطيبة شكرا دكتورة سبنا ودكتورة نعم الفاتح وكل المستمعين والمشاهدين الله فاضل أنا هخش قواري في الموضوع عشان أوفر الزمن ويكون في زمن أكبر للنقاش والتفاكم ولأن المتيريزي هتكون متاحة قريب طيب الواقع الاقتصادي الراهن الآن في يوليو 2020 أنا بلخصه في الآتي عندنا تضخم يبلغ 136.36% التضخم ده بدأ في ديسمبر اللي هو يلينا الشرق البدأ بعد تولي حكومتنا الانتقالية للصد بدأ ب57% بحسب الاستاتيستيج بتاعة الجهاز المركز للإحصاء في ديسمبر 2019 تواصل بمتوسط 15% وزاد 22% في آخر شهر يوليو اللي هو بعد ما الناس بدأت تطلع من الكورونا من البارش الوقداون أو اللوكداون وبدأت تظهر آثار الـ SAP الـ Structural Adjustment Program عندنا عاجي بتاع موازنة بيبلغ 1.8 مليار دولار اللي هي ما يعادل 91 تريليون بالقديم بـ $55 ده دولار الحكومة الان الموازنة لغير المتخصصين اللي هو عندنا زي بلانس كده بلانس شيت فيها إرادات وفيها ممصرفات الإرادات اللي بيتيجي في الاقتصاد مجمل للنشاط الاقتصاد الموجود بيدنا اليمين بيجيب لنا إرادات ومجمل الممصرفات اللي بيستهلك مننا أن الاقتصاد ينفاق على التعليم على الصحة على الأمن على الدفاع على البيئة على كده تمام عندنا عجز منصرفاتنا أكبر من إراداتنا ودي من أهم المقاط اللي سيحن يتناول في الحلول بعدين عندنا عجز في الميزان التجاري 5 مليار دولار بمعنى نحن بنستورة أكتر مما بنصدر ودي مشكلة هيكلية في الاقتصاد السوداني منذ الاستقلال واحتمال من زمن السناريين يعني العجز ده كمين نقداره 5 مليار دولار يعني منصدر بما يقارب تقريبا 9 منصدر 4 4 مليار دولار صادراتنا 4 مليار دولار ده شحيح بالمقارنة باقتصادات عظيمة يعني ومنستورة بـ 9 نص شوية كده عشرة إلا عندنا جهد ضريبي 5 في الميزان جهد ضريبي يعني يعني قيمة الضرائب المتحصلة بالعلم المحلية مكسومة على الناتجة القوم الإجمالي بتساوي 5 في الميز 5 على 100 تارجيت إنها تكون 20 في الميز عشان تأخش في الحلول حاليتكلم عن أو 40 في الميز عندنا 80 في الميز من كتلة النقضية بالقروش بالجنيهات دي بر نظام المصرفي وده فيه دليل على عدم السيقة في النظام المصرفي عدم السيقة في العملة في قروش مخزنة تم إنه الناس اشترد بيها سواء كان من النظام البائد يعني اشترد بيها أصول حربة عبر دولار أو كده أو المواطن العادي السوداني بيحاول طبعا لما يحس إنه العملة يعني قيمة خفضت بمجيب التضخم بيحاول اشترد بها دولار أو دهبة أو عقارات أو عربات يحفظ بها خيب دي متوسط دخل الفردة القومي اليومي الفردة اللي هو واحد وثمانية دولار لليوم يعني ما زي الإحصائية بتاعت ربيع عبدالعاط دي تمام بيحنا طبعا معناها 80% السكان تحت خط الفقر وليس 65% زي ما قالت الإحصاءات الشوارع بتاعتنا منتهية الكهرب بتغطي 40% من السكان ربع السكان قاعدين في العاصمة ودي this is urbanism في اقتصاد التنمية دي حاجة ما كويسة ما يدول على إنه الأرياف ما منتجة أمية بتاعتنا 39% دي آخر استاتيستيك رسمية قد تكون أقل شوية لأن استاتيستيك دي مبنية على ما قبل فصل الجنوب لكن ما بتفرق كتير يعني تعليمنا الجامع منتهي تلمز الصناعية بتاعتنا ما فيشة عندنا ثقافة مجتمعية عرقية عندنا غبائن عرقية موروسة نحن شعب يعني ما بنحافظ على البيئة الثقافتنا الإنتاجية دائرة معالجة تفاصيل زي الديمغرافي socio-demographic أو socio-political تفاصيل برضو بتأثر على الجانب الاختصادي عندنا فساد عندنا قطاع مصرفي مسيطر عليه من الانتهازيين والتجار وفلول النظام عندنا مضاربات في العملة من تجار العملة بدوا يتاجروا في العملة من التمنينات وتضخم ساعدهم على كده عندنا اقتصاد عسكر أمجا جويلي حجم العمل بتاعه تقديرا تقديرا ممكن يعني إلى درجة عالي من الدقة بمعنى الموارد المتاهة احتيادين من أراضي زراعية من معادم من أكسس على البنوك من علاقات في السبلاي تبلغ 170 مليار دولار هذا حجم العمل يا جماعة هذا ليس الإرادة إراداتنا السنوية منقدير بزي 10 مليار في تعتيم في تعتيم على الاقتصاد العسكري لكن يعني ممكن نحن نتحصل على معلومات بشوية إنتليجينس عندنا شركات رمادية ما بتدفع الضرائب تكلمت عنها لجنة التفكيك شركات رمادية بمعنى هي ما معروفة لا مدنية ولا عسكرية أو تكون مثلا جوزو مدني 60% مدني 40% عسكري أو كونتر تمام عندنا اقتصاد السياسة المؤسرة على الاقتصاد عندنا محاور إقليمية تحريصة على أنه تتدخل في اقتصاد السودان وفي سياسته عندنا مشكلة بتاعة Dangerous Gold ذهب بتسيرك بتمرر بقنوات ما رسمية ويشال للاقتصاد عندنا تعديل لليورانيوم عبر الروس عبر بعض الجهات النظامية تحديل الدعم السريع عندنا مشكلة بتاعة مويا كلنا احنا مطابعين مشكلة سد النهضة عندنا خوف من أنه نحن نتعامل مع العالم الخارجي في أزمة الاقتصادية عشان بس نسترضى المعسكر بتاع الصندوق والبنك الدولي ما قادرين نتعامل مع الصينيين ما قادرين نتعامل مع الروس في كيانات محورية حتى من الدول الشقيقة اللي احنا نسميها شقيقة حريصة عن أن السودان يظل في الوضع لأنه إذا مشه قدام السودان بلد عملاق هما مصالحهم بتتهدد والميز الاستراتيجية اللي بلقوها حاتتهدد عندنا تاريخنا الاقتصاد السوداني أصلا تعبان يعني المتتبعين من الأكاديميين اللي يشتغلوا بيبرز ودراسات في الاقتصاد السوداني من زمن السنارين عندنا مشاكل هيكلية نحن اقتصاد ما منتج أو ما قادر ينقل المواطن من مرحلة أنه يكون مستهلك إلى أنه يكون منتج وبالتالي يحصل له الرفاه اللي بتسعليه كل النمازج الاقتصادية بتوجهات تتبعنا عدد من الأنظمة الاقتصادية على حسب هفوات أو آراء السياسيين في كل حقبة سياسية مرة كنا يقطاعين زي ما كان حصل في الدولة السنارية والعثمانية والمهدية مرة بقينا لبراليين زي ما حصل بعد الاستغلال لمدة سنتين أو لحد الفترة بتاعة عبود بقينا اشتراكين في زمن نيميري سنتين ثلاثة ثم بقينا بعد شوية تاني رجعنا للنيو لبرال نيو لبرال ستايل بقى شوية بقينا كليبتوكراتيك كليبتوكراتيك اللي هو اقتصاد مبني على حكم اللصوص كليبتوكراسي لحكم اللصوص يعني الحرامية يكون هما بينها بموارد البلد وهما نفسهم الحكم اقتصاد اقتصاد ماليشيوي في منظم اوقاته من بعد التمانينات وين تجاي عندنا اقتصاد ماليشيوي زي ما هو حاصل الآن الماليشيات المسلحة بتتدخل في الاقتصاد سواء كان ماليشي زي الدحم السريع أو زي ماليشيات غير جيوش مع تقديرنا لكفاحة ونضالة وكده لكن بالنسبة لنا اقتصادي يشوف انه برضو بتخش في تحديد سمة الاقتصاد العام عندنا اقتصاد برضو الانتهازيين الموجودين تماما وقعدين في كل عصر في عصر الانقاذ موجودين في الديمبراطية الثالثة في زبن الميري هالسا الآن موجودين ده برضو عملين في الاقتصاد اقتصاد اقتصاد نبيعاني في الربع في النصة الأول من انكماش ب يعني متوقع انه الحرب ديسمبر ينخفض النمو بتسالب 9% دي حاجة خطرة جدا فده في تقدير ده الواقع الاقتصاد الراهن زي عدد من يعني لو إحنا خطينا رسمنا كده في سفير كده حيكون عدد من المعادلات اللاخطية وشكل بكون جايد جدا لكن ده ملخص نصي فأعتقد انه ده ملخص ده ملخص نحن بنظارات نعين به للحاصل شكرا لكم شكرا جزيلا دكتور حسام طيب دكتور سبنا سبنا يا ريد ترينا الوضع الاقتصاد الراهن نعم لأمي يوت من عندك طيب السلام عليكم ورحمة الله شكرا جزيلا علي تحت الفرصة ومرحب بالحضور ومرحب بدكتور حسام ودكتور نعم وكل الحضور إن شاء الله وشكرا لك دكتور أنور رد فع الله علي تحت الفرصة الجميلة في المنبر العام والموضوع في غاية الأهمية شكرا دكتور حسام على الممتاز الذي قدمته أنا أتفق معاه في الوضع الاقتصادي نحن ممكن نختصر بأن نقول نحن في حالة تضخم ركودي خصوصا أنه آخر الريبورتات ذكرت أنه نحن تضخم 136 وده طبعا نسبة غير مسبوقة للتضخم في السودان يعني قبل كذا وحاجة مؤسفة بتتزامن مع ركود ناجم عن أنه الاقتصاد أصلا طبعا مما انفصل جنوب السودان ما قدر توريكوبر من الشوك اللي حصلت وفي نفس الوقت الكوفيد 19 جاء عشان زي بقوله يعني يعمق الجراح بتاعت الاقتصاد السوداني أكتر وأكتر لكن وذن الصورة القاتمة دي في برضو كتير من الأمل وفي opportunities يعني دايما الproblem هي برضو يعني بتخلق فرص دايما لما انت تكون في مشكلة دايما برضو بتخلق قناة الفرص إحنا الليلة حنتكلم عن المشاكل وبرضو حنتكلم عن what are the opportunities for سوداني economy عشان يمرق من عنق الزجاجة وشنو الفيوتر يعني في الميد واللونجران what can we do which model we prefer to follow يعني أحسن نموذج عشان نحن نخط الإقصاد السوداني في سبعة سنوات في المكان المفروض يكون فيه إقليميا ودوليا طبعا إحنا عارفين طبعا إنه هو أتكلم الدكتور عن الوضع الراهن في budget deficit budget deficit ده بعادل 3.5% من الميزانية وده رغم كبير جدا بنسبة المواشرات الاقتصادية وهو أتكلم ومعشرات يعني إنسانية وكده لكن أصلا الاقتصاد unstable مش بس لأنه الانفليشن عالي ولكن لأنه الانفليشن نفسه بيزيده بيانقص يعني فيه fluctuations الفلكشويشن دي أو التقلبات هي أمر طبيعي في الشورت رن لكن الاقتصاد السوداني على مدار سنوات طويلة جدا كان مصنف بأنه هو اقتصاد unstable وعنده مشكلة يعني تاريخيا تقريبا خلينا نقول من منذ حتى وجود الإنجليز يعني كثير من الناس برضو بيفتكروا إنه الاقتصاد السوداني ده في عهد الإنجليز كان أفضل لكنه الاقتصاد السوداني حتى في قبل الفترة بتاعت الإنجليز كان دائما بيتسم بالنستابلتي وبالضعف بتاع النمو ودمين اللي بيرجع لإنه هو اقتصاد primary يعني economy بمعنى إنه هو بينتج منتجات ما صفستيكات ما معقدة غير قابلة لإنها للتداول الدولي وأسعارها متناقصة عالميا يعني سواء كانوا القطن أو السمغة العربي أو البترول مرورا بالبترول نحن ستشاهفين طبعا تناقص إنه إحنا دخلنا في الإيرا بتاعة محلال النفط برضو لأنه في النهاية هو primary product ودائما التكنولوجيا بتضغط في تجاه إنه هي تزيح الموارد أو إنه الأسر للموارد لأنه الموارد بتكون موزعة جغرافيا أن إيفن لي يعني ما بيكون توزيع عادل فده السبب الأساسي السبب الثاني لإنه الإقصاد السوداني أنستابل كونومي لأنه هو برضو في عوامل سياسية يعني لها علاقة عشان كده أنا دايما بحب أنوه لنقطة مهمة جدا جدا في منهجية التحليل الاقتصادي السوداني إنه أغلب الاقتصاديين أو نحن كلنا بيصفها عامة كاقتصاديين كنا بنميل في طريقة التفكير بتاعتنا للتجريد الأبستراكت وده شيء طبيعي مش عيب لأنه إحنا بدرسونا كده إنه إنت لازم تجرد المشكلة الاقتصادية من عوامل الاجتماعية والسياسية فالموديل ده نحن لازم نغيره نحن لازم تنكوربريت سبشال في السودان لازم ندخل العوامل السياسية والاقتصادية لأن لعبة دور كبير في برهنت عن نفسها في شكل تقلب مستمر وتناقص للويلسة السودانية أنا لو عاوز أعرف الحالة الحالية للاقتصاد السوداني هي حالة إنه إحنا حصل الروجا للسروة السودانية حصل تناقص مستمر من سنة ستة وخمسين للسروة السودانية ووصلنا حد الفلاس يعني لما انتصل دولة لإنها هي مستعدة تدي دول أخرى أراضي بأبخص الأتمان ده معناها هي دولة بيقات بتاكل من سنامة أو دولة بيقات بتشيل الأسيتس بتاعتها لما دولة يكون الدهب بتاعتها بيتهرب لما دولة يكون النفط ينتج فيها على مدار 15 سنة وماشي منعكس في البنية التحتية لا في الطرق ولا في الجسور معناه هو ما عمل للسروة بتاعت الدولة يعني ما حصل ويزيد ويزيد باستمرار الحصل إنه ناتج الإجمالي المحلي باستمرار لعدة عوامل بالنسبة للمدارس الاقتصادية زي ما زكر الدكتور إن إحنا تقلبنا في المدارس الاقتصادية والتقلب ده برضو كان نتيجة لتجاذبات سياسية ولكن أنا بقدر أسمي حاجتين أساسيتين اللي هما الانفتاح الاقتصادي اللي كان عمله لماري وطبعا برضو لأنه انت بمجرد ما تمشي تأكسس المنظمات الدولية تطلب دين أو تطلب قرض أو تطلب دعم أو منحة حتى ولو هما بيشترطوا عليك أنه انت لازم تدخل في النظام الدولي تندمج أو نسميه اندماج الاقتصاد السوداني في الاقتصاد الدولي والاندماج في الاقتصاد الدولي بيعني أنه انت تفتح حدودك لمنتجات الغير وبالمقابل حدود الغير تفتح لمنتجاتك الحكاية دي جيم إذا منتجاتك أضعف من منتجاتهم ربما هما حيكونوا ربحانين وإنت حتكون خاسر يعني دي جيم فيها رابحين وخاسرين يعني أنا بفتح لك حدودي بزيل كل القيود على التجارة الدولية وهو بزيل كل القيود على التجارة الدولية ولكن إذا كان هو اقتصاده بينتج سلع صفيستيكيتد يعني بينتج تكنولوجيا أفتكر زمما بدأ الانفتاح كانت التلفزيونات والإلكترونيات والسيارات هي يعني أكتر حاجة الآن بنلاحظ بيجد فيه السبير بارتس والموبايلات وكده لكن طبعا كل الأسماع لنا الحياة اللي أنا ذكرتها لكم الآن دي السودان لم يكن في أي يوم من الأيام منتجا لها أو حتى السبير بارتس منها أو حتى للايم بتاع إنتاج واحد لذلك معركتنا الأولى خسرناها يعني أول من فتح الاقتصاد السوداني على العالم هو ودي لأسباب كتيرة لضعف الاستثمار لضعف الإنوفيشن في الاقتصاد لضعف تحتيات المنجمنت لإنه نحن اقتصاد ريعي ندخل في الجانب السياسي شوية يعني اقتصاد أصلا ريعي الاقتصاد الريعي هو الاقتصاد الزراعي يrocket doom يعتمد على الرعوي الاقتصاد يعتمد على الموارد يعني الموارد الأولية يعني حتى اقتصادات الدهب اقتصادات النفط سبا كانت الموارد دي بتزرع فوق الأرض أو بتأخذ من تحت الأرض يعني هي كلها بتولد نموذج اقتصادي ريعي وده عنده تداعياته الاقتصادية والسياسية فنحن صاح مشروع الجزيرة كان حاجة ممتازة لكن برضو الزراعة هي أفضل من النفط للاقتصاد لكنها وأفضل كمان من الدهب يعني عشان احنا تخطينا مرحلة النفط طالعن احنا بقينا في الدهب يعني لكن الزراعة أفضل لأنها هي بتخلق طبعا يعني بتخلق روابط احنا بنسميها أمامية وروابط خلفية بمعنى إنها بتطور الصناعات اللاحقة في الفاليو تشين وبتطور الزراعات السابقة لها صناعات فبتدعم في الاتجاهين فالاقتصاد بيتوسع وفرص العمل بتتوسع وكده لكنها في النهاية بتنتج مادة أولية المادة الأولية دي سعر العالم المتناقص باستمرار مش لأنها ما مهمة لكن لأنه دي اللعبة العالمية في التجارة الدولية لأنه في دول كبرى مسيطرة على الأسواق ولن تسمح لك بتحرص عليه إنه سلعة تكلمتها بتبيعها دي لازم سعره يكون متناقص وسعره هونهون يكون متزايد لأنه نحنا من دخلنا في اتفاقية بريتون وودز والبيترو دولار وببيتدولار هو العملة أصبح الاقتصاد الأمريكي الأضخم لا ينتج يعني الأمريكان ضحوا بالإنتاج الحقيقي في مقابل الربح الفاينانشيال بمعنى إنه أي دولار الآن يطبع في الولايات المتحدة الأمريكية هم بربحوا عليهم لأنه الدولار نفسه تحول إلى سلعة فهم لما يطبعوا عشان يمولوا العمليات حقا التجارة الدولية محتاجين طبعا التجارة عشان تسيل ما بيقى هو الهيموغليبين بتاع التجارة الدولية هو الدولار لما يكون في انفلو للدولار في العالم يعني لأنه التبادلات بيتم بالدولار يعني فهم منه بيطبع الدولار من أين يأتي الدولار؟ يأتي من الاحتياط الفدرالي الأمريكي فبالتالي فهم أي دولار بيطبعوه سواء كان يعني لو السودان والصين اللي اتنين بيبيعوا بيشتروا مع بعض هم محتاجين دولار وسيط الوسيط ده هو الولايات المتحدة الأمريكية ذن ليه أنا إذن أنت الفورد ليه أنتج الكمبيوترز ليه أنتج تخلوا عن الصناعات دي لدول زي اليابان وكده وأصبحوا هم بيتربحوا من هذا الدولار عشان كده هم ما بيخلوك أبدا إنك انت في لعبة الدولار دي تنتصر فهو عملة قوية جدا طول ما هي مربوطة بأهم السلع الدولية وعشان كده جاتنا القصة بتاعت وتقلباته وأصبحت أنت عشان تستاند up for yourself لازم تنتج سلع صفستيكتد وبعد ما أنتجتها which will take very long time زي عشرة سنوات learning by doing يعني وفيها تضحيات وتبتسب المعرفة بعدين بدي التحدي بتاع الماركتشير يعني ما بكرا السودان ضيصل نعمة عنا بكرا خلاص حيبيع لأنه انت يونيد ماركتشير يعني أنا إذا انتجت موبايل سوداني بكرا هل تفتكر إنه الناس حتشتريه وكده بس عشان هو جاي من السودان most probably ما في زول حيشتريه وحتى لو هو من أجود الأنواح حيحاربوه كانت في دعاية بتذكر في زمان بيقولك البضاعة الصينية بضاعة سيئة دي كلها كانت نوع من الحرب الإعلامية لما نصيني ابتدت to flourish to stand up وتاخد حييزة وكده في الاقتصاد الدولي يعني and so on so forth إذن نحن الضربة الأولى جاءت للاقتصاد السوداني قصة الانفتاح الاقتصاد السوداني خسر معركة التجارة الدولية يعني خسر معركة الانفتاح بعد كده دخلنا في التجربة طبعا بتاعة اللي هي دخلنا بعد كده في إنه أنت بجد بتخسر بيقى عندك budget deficit وطوالي وبتمول بالعجز بيقى عندك طبعا عجز في الميزان التجاري زي ما قال الدكتور دايما الاقتصاد السوداني إذا رجعت الآن 30 سنة لأورا دايما كان عندنا عجز دائما حتى إيذن في فترة البترول أعتقد فقط سنة 2000 و2010 و2008 دي فقط الثلاثة سنوات ما بين 1999 و2020 اللي كان فيها سير بلس في القصة بتاعة التريد بلانس دا لكن إحنا دايما كان عندنا عجز في الميزان التجاري يعني دي صفة مش وقتية أو مفاجئة دي صفة أصبحت ملازمة للاقتصاد السوداني منذ السبعينات منذ أن خسن معركته في التجارة الدولية وستستمر إذا نحن استمرين على النموذج بتاعنا دا وما واجهنا الحقائق دي شاهد في الأمر إنه منذ أن حدث هذا الأمر خلاص إحنا دخلنا في الاريا دي جاءت الفترة بتاعة نيميري عدت لكن ما فيش يتغير يعني الناس السياسات الاقتصادية نفسها والنماذي والنماذي وإحنا دخلنا في دوامة الديون طبعا وأصبحت أنت برضو ما تنتجو أو استدفع للديون يعني فترة التسعينات عملوا إصلاحات اللي هي ابتدينا نحن طبعا نستقبل موظفي البنك والصندوق ويقولوا ليك طبعا المشكلة فيك أنت المشكلة عندك جوا أنت عندك budget deficit لأنه أنت بتدعم لأنه أنت يعني ما بتنتج لأنه أنت كده طيب أنا أعمل شنو أنت تطلع تطلع الدولة من الاقتصاد تماما تطلع من التعليم تطلع من الصحة لو بتدعم توقف الكلام ده ما جديد يعني الكلام اللي إحنا بنعيشه الآن حصل لنا منه pause أو وقفوا كده pause بس فترة البترول وبعد كده خلاص البترول مشى والحكومة اللي كانت هي السبب يعني في المشاكل الفاتت دي كلها مشت رجعنا تاني لنفس الكلام حق التسعينات نفس الوصفة ما فيش تغير على الرغم من مرور الزمن على الرغم من تغير الأوضاع جاء البنك والصندوق ليخدموا نفس الرشيدة مرة أخرى أنه المشكلة فيك أنت وإنت لازم تجلل صرفك وكده وهناي فالمهم في العشرية الأولى الإنقاذ هي أفضل حكومة طبقت وصفة البنك والصندوق خلينا نسبت الحكاية دي البنك والصندوق دائما كانوا موجودين في السودان هما لم يأتوا الآن عشان الحكومة مشت هما في مندوب دائم موجود عشان إحنا ما قاعد نهجم المؤسسات دي كموقف عدائي ولا بنقول إن السودان ما يتعامل معه ولكن ما نريد أن نشدد عليه إنه نحن بحاجة لإنه نحن نجيف ونقيم الوضع السوداني كله كناحية اقتصادية ونقيم التجارب بتجرد ونتوقف عن حكاية إنه ناخد كل فترة براء ونفتكر إنه ما فعلته الإنقاذ كله نحن خلاص نجفل عليه زي ما إنه الإنقاذ قالت ما فعله نيميري والديمقراطية القصيرة يعني بعد وكله نجفل عليه ونبدأ من الصفر لا إحنا عاوزين ندرس الوضع كله من منذ أن خرج الإنجليز من السودان فالمهم أشاهد في الأمر أنه البنكي كان دائما موجود الإنقاذ كنظام إسلامي لأنه النظمة الإسلامية طبعا يعني ما أحد كلم في الفنسة فلكن إحنا بناستمد الفكرة الاقتصادية الإسلامي بيستمد يعني وحيه من مقدمة ابن خلدون مقدمة ابن خلدون بتعترف بالملكية الفردية وبتعتمد بتعرف بوجود فقراء وأغنياء لأنه نحن في الدين الإسلامي بنعترف بالحاجة دي أصلا فبالتالي المدارس الإسلامية الاقتصادية هي أقرب من المدارس الشيوعية للرأس مالية يعني النظام الإقتصادي الإسلامي هو نظام رأس مالي أو أقرب للنظام الرأس مالي مع بعض الاختلافات الطفيفة طبعا متعلقة بالربا والأمور دي لكن هو في فلسفته جوهر عشان كده هما لما نجوه بحكم فكرة هنا الإسلامي ده ذي انفصايز ده القصة بتاعة خروج الدولة من الاقتصاد خروج الدولة من الاقتصاد كان عنده أثرين الأثر الأول إنه الدولة فقدت السيطرة على الاقتصاد نفسه يعني أصبح الاقتصاد ده كده زي الحاجة المرمية وكل زول ينهش على قدرك يعني الرأس ماليين يعني أنت لو من تطلع الدولة لو من تطلع بتطلع جراديولي بتطلع وبتضع يعني مثلا أنا الليلة ممكن أقول أنا قطاع الكهربائي هائع وزطلع منه كدولة لكن أدي الريجوليشن قاور بتاعتي السيادية أديها لي جهاز معين لكن ما بطلع كده ما ببيع الكهرباء وبطلع أنا تماما أنا مالي داعي إنتوا تستفلوا مع يعني ما مش بالطريقة اللي أنا بسميها البلغر أتمت بيها عملية خروج الدولة من الاقتصاد السوداني وبعدين يكفي التداعيات تانية أنتوا عارفين ما موضوعة اللي هي كيف بيعت هذه الأشياء شنو هي المؤسسة كات خاسرة وكات رفحان المهم إنه الدولة فقدت السيطرة عشان كده الليلة نحن لما نجينا عشان تاني نعم الولاية على المال العام اكتشفنا إنه بنك السودان بر الدولة شركات كثيرة تغولت على أدوار الدولة التعليم العالي في نفوذ رهيب للجامعات الخاصة لأنه أصبحت أغنى من الجامعات الحكومية المدارس الخاصة بدأت أقوى من المدارس الحكومية بالتالي نحن سياساتنا التعليمية نفسها لو تلاحظوا الآن لو عملنا إحصائية يعني ممكن نكتشف إنه بمعنى إنه في الوقت اللي إحنا كنا دايرين الناس طبعا أنت ما تدرس مدرسة انترناشنال بتدرس كوريكولم ما بتدرس منهج الدولة نفسها بالتالي هذا الطفل الذي ينشأ في هذه المدارس هو ما بيأخذ الثقافة المحلية هو بيكون جلوبال سيتزين فمعناها شنو؟ معناها أنت العملية التربوية نفسها فقدت السيطرة عليها فقدت قدرتك عن التأثير على المواطنين من خلالها وهكذا يلا نمشي للصحة برضو نفس الشي بنلاحظ تماما إنه المستشفيات الخاصة تغولت على كل أدوار وتضأض محلط المستشفيات العامة وهكذا وأدوارها فلما جات الدولة الآن تفتش عن إنه أنا ما كنت أفعل في الإيقانومي إذا أكتشفت إنه أي وزير مالية مش دكتور البدوي الوحد هيكتشف إنه ما عنده لديه شيء لديه شيء لأن الأدوات كلها تحولت إلى آخرين في رأس مالية احتكرت المواد الاستراتيجية تم توزيعها في شكل احتكارات وده برج ليه حصل الكلام ده حصل لأنه إحنا طبقنا النظام الرأس مالي في جسد الدولة الريعي طبقنا النظام الاقتصادي في جسد الدولة الريعي الاقتصاد السوداني أصلا اقتصاد ريعي علاقات الإنتاج الريعية فيه ناس اكتسبوا حقوق تاريخية يعني وأصبح فيه علاقات قوية الأحزاب ذاتها بنيت على الحاجة دي فالعملية الريعية دي جع عليها نظام بتاع خدمة مدنية عملوا الإنجليز حديث لكن ظلت الدولة التحت دي دولة ريعية جع عليها نظام بتاع اقتصاد رأس مالي لكن الدولة هي تحته لسه تحت البطوم لير of the country is يعني رينتال ستايت عشان كده البوعد السياسي في المسألة مهم فالرينتال ستايت دي ما بتعترف بحق الفرد وإنما تزوّب الفرد في الجماعة الجماعة دي قد تكون حزب الجماعة قد تكون التنظيم إسلامي المهمة الجماعة المسيطرة الجماعة المسيطرة أو الجماعات المسيطرة بيشكلوا دولة المصالح المتجزرة اللي هم ديل اللي هم تنافسوا في مرحلة تاريخية على ريع هذه الدولة وتقاسموه يعني مثلا لما نمسك الأسر أنا ما عاوزة هنا تونيم ناس لكن النخبة السودانية تتلاحظون أنهم بيكون عندهم أراضي كتير لما كانت السودان دولة ريعية زراعية تتلاحظون أن الناس ديل بيمتلكوا كم هائل من الأراضي ما بيمتلك المواطن السوداني العادي ليه؟ لأنه دا الريع ما أنت عشان تحكم لازم تكون أنت مسيطر على هذا الريع لأنك أنت الرائي وهما الرائية يعني أو الزي فكرة الإقطاع أنت الماستر وهم البيزنس الشغالين عندك يعني ولما انجنفت حصلت نفس الحكاية لكن يبددوا كمان يخشوا لاعبين جدد لأنه الأزمة السياسية السودانية تعمقت فمثلاً السيد رئيس الدعم السريع مثلاً فور إكزامبول هو شخص قدر يخش في القصة حقة الريع دي يعني وليس في المستقبل الحركات المسلحة وكل ذلك يخش في المعادلة السودانية بيقول لك أنا داير منصب أنا عاوز مكان دا مش تنافس على المصالح المناصب السياسية زي ما بيقولوا دا تنافس على الريع بيسموه الكنتستينك فور رينت الكنتستينك فور رينت هو ظاهرة اقتصادية بتؤدي لإنه الاقتصاد يحصل فيه يعني إزاحة للموارد بتاعة الاقتصاد من القطاعات المنتجة للرينت لأنه رينتي دا معناه شنو الرينتي معناه بمجرد ما أنا حصلت على منصب سواء إن كان بالسبب قربي من السلطة أو سواء إن كان بإنه تزوجت في عائلة نافذة أو سواء إن كان إن انت ميت لحزب كبير أو طائفي أو ديني أو غيره أو انت ميت لجماعة الإخوان المسلمين في الفترة بتاعة الهناي أنا بحصل على جزء من الريع دا بحصل عليه بعدة أشكال بحصل عليه إذا كنت موظف دولة من كبار عن طريق إني أنا أتنفذ وأتسلق المناصب بحصل عليه إذا كنت في الجيش إذا كنت أنا ضابط مطيع وكده فبترقب سرعة بحصل عليه طبعا إذا كانت عندي علاقة مباشرة بالمنظومة دي بحصل عليه إذا كنت رجل أعمال قريب من السلطة فبكل ذلك بيأخذ نصيب من هذا الريع وبتنافسهم في بعضهم عليهم فالدولة الريعية دي لازم في الأول يعني تتفكك عشان نحن نقدر بعد كده نضع على نظام رأسمالي فأي نظام رأسمالي زي ما مثلا هس الخطة بتاعة البنك والصندوق الأخيرة دي لماذا نحن بنقول أو وقفة مش خلق شان ما نكون راديكاليين ليه بنقول خلونا كده نرق شوية كده قبل ما نمشي للمؤسسات الدولية لأنه فيه في الاقتصاد السوداني فيه عوائق هيكلية أهم عامل فيها هو القصة بتاعة الدولة الريعية ما لم تحل المسألة دي الدولة الريعية دي برضو ليها طبعا ارتباطات بالقصة برضو بتاعة السلام طبعا إحنا عارفين إنه ما فيه سلام ما فيه سلام حقيقي مش سلام اتفاقيات يعني ما فيه سلام حقيقي بمعنى سلام يفكك الدولة الريعية ما حتنجح أي خطة وما حيبارح الاقتصاد السوداني مكانه يعني this is bottom line يعني الانفصال ليس حلا لأنه أنا حس عندي ورقة وبكتف فيها إن شاء الله وين it is published ممكن الواحد تشارت أنا تتبعت الدولتين يعني تتبعت جنوب السودان مع شمال السودان عشان أشوف كل دولة بعد عشر أسنين من الانفصال مشت على وين I have discovered إنه الدولة الوليدة أخذت معاها عيوب الدولة الأم أو جينات الدولة الأم فالمستقبل بتاع دولة جنوب السودان شبيه حيكون بمستقبل السودان الشر بره وبعيد إن شاء الله يكون نجران أخونا الجنوب السودان يفلتوا طيب حنا مشي في المحور الثاني هو التقييم شنون منهج منهجة الاقتصاد الانتقالي يعني إحنا الناس كلها استفشرت حرية سلام وعدالة والناس ضحت بدماء الشهداء الشباب وكل الناس مؤملين في حال كبير منهجة الاقتصاد الانتقالي في أول من خمسة في أول عشر أشهور دكتور حسام لو عندك تبدلين بالحطة دي تقييم جدا طيب جدا هو يعني المنهجي بتاع الاقتصاد الانتقالي إذ بنت على تصور الحكومة الانتقالية للفرص المتاحة والتحديات الموجودة نحن الشعب عندنا موارد عايشين في رقعة جغرافية فيها موارد كفيلة بينها تجعل السودان دولة عظيمة عندنا استوقات ضخمة من المعادن ممكن ما تخلص لحد ما الحياة دي يمتهي على هذا الكوكب مثلا جبل طولو في جنوب كوردوفان براه فيه ريزيرف بتاع عشرين مليون طن حديد يتخيل نحن ممكن بس نكون عايشين على الجبل ده من غير ما نتكلم عن الموارد المعادنية التانية من نفط من دهب من نحاس من غيره عندنا رقعة زراعية 200 مليون فدان ما عليش كتبت هنا خمسين كنت دار أعديل عن الطفائية 200 مليون فدان صالحة لإنها هي تتزرع عندنا موارد بحجم تريليونات وكوادريليونات الدولارات قاعدة تحت الأرض لفرص عندنا الشعب الزكي الأي كيو بتاعه يعني معدل زكاة وعالي بالمقارنة مع الشعوب كثيرة جدا عندنا شعب الشاب ممكن يعني قوتنا العاملة تكون كبيرة الشخصية السودانية شخصية لطيفة ما شخصية خطرة ولا نقدية ولا حادة يعني بحيثوا إنا مثلا يتقارن بكثير من الشخصيات العنيفة في الأرض يعني دي فرص عندنا تحديات لكن برضو عندنا جانب فاضي من الكو مفترض نحن برضو نكون صريحين فيه نحن شعب عرقي وقصة المشاكل القائمة الآن في السودان هي مشاكل العرقية تولدت من المشكلة العرقية النانيات و اصطفافات جهوية واقصاءات والكلام ده ما جديد يعني ما بدأ في الإنقاذ الكلام ده من زمن السينارين دائما بحاول السوق الهيستوريكال صايد للمشكلة والمشكلة دي إذا ما تحلت ودي واحدة من الأهداف الكبيرة بتاعت الصورة إن هذا وبدأت التشريعات تدعم في الخضة لو ما تحلت المشكلة العرقية دي نحن ما بنقدر نمشي جدام مهما طبقنا أي نموذج لأنه الإنسان لو ما احترم المختلف معاه في الثقافة ده الإطار السوسيولوجي الاجتماعي للاقتصاد ما في الاقتصاد في الدنيا بيقوم من غير استقرار مجتمعي من غير الإنسان يكون إنسان واعي وقبلان المختلف معاه في الثقافة انظر إلى كل الحضارات الجامعة وإلى كل الدول الآن دول عظيمة فيها درجة بتاعت تجانس عالية أنا ما بقول لك 100% هي عالية ما بين مقوناتها والاضطرابات بتحصل لما نتجانس دي إجل عندنا نخب سياسية نمط تفكير ما يتغير من 56 تكلم دكتور رسبنا بإسهاب عن الحاجة دي إحنا يعني بنعتبد على الضرار السياسي ونأسلوب هلال من ريخ في حل إشكالاتنا السياسية وده بأسل على الاستغرار الاقتصاد والوضع الاستغرار الاجتماعي عشان كده هل طوال متقلبين ما بين الديمقراطية ضرار كل الحزاب الثلاثة الكبيرة والأربعة الكبيرة الأمة الاتحادي الشيوعي الإسلاميين طوال هم في حالة بتاع التبادل أدوار زي ما وصفها أستاذنا مسورو خالد بالدافور السياسي اللي بيتخرج بيقوم بيشيل كورته وبينفسه وبيمشي عشان كده حقوالي ما استيبه طيب الخلفيات دي بإيجاز اللي هي الفرص والتحديات دي حدد بالحكومة الانتقالية إنها تتبع المنهج النيو لبرالي دا على حسب وشاة نظرة ووصف الدكتور رسبنا تماما المنهج النيو لبرالي بيودينا وين بيتجارب سابقة في السودان وزي ما حنجي نشوف في معرض ونساتنا دية في العالم عام الشمال المنهج النيو لبرالي بيؤمن بone size fits all بمعنى مقاس واحد روشيتة واحدة اتصرفت لماليزيا للبرازيل لكوريا لباناما بيتنفح في السودان وفي مصر وفي الصومال وفي مقديشو وبيؤمنوا بالمعيرة مقابل الأمثالية يعني هما بيحاولوا ينظموك في القميص بتاعهم والقماش بتاعهم دا انت تقوم بطريقتك بقدرة قادر تخش في المقاس بتاعهم عشان كده دايما بتحصل اضطرابات ما بيؤمنوا بالأمثالية أو الoptimization نحن زي ما نسميه في الاقتصاد الرياضي في طريقتين يا دكتور أنور والسادة المشاهدين بيتحلبون العالم الحديث بعد 45 بعد ديتمولس إما الطريقة بتاعت ما يسمى بيجمع واشنطن دا تطوير للمدرسة النيوليبرالية حصل في التمانينات أو الطريقة بتاعت إجمع بكين دي حصلت في السبعينات زي إجمع اتفاق على اقتصادي على تكوين نمازج محددة بتتعاون بتخلي الاقتصاد دي يقوم النيوليبرالية اللي هو المنهج المتبع من قبل حكومتنا الانتقالية بدأ يشتغل حقيقة طبعا مع حريصة خش في تعريفات طويلة أنا مفتكر بكل المستمعين يكون مروا عنها لكن ممكن أن نجاوب عليها في الأسئلة بعد الويبنار زي ما قال دكتور أسبنا عنده مواصفات عنده معايير انت لو ما اتبعتها بتقديرهم هما انت لو بتكون قابل أو مستحق انك انت تتلقى الدعومات هل هما بالدولك عشان تحصل نقلة نوعية في اقتصادك طبعا صندوق النقب مع منظمة التجارة الدولية مع البنك الدولي دي كلها منظمات بتشتغل مع بعض بتتكاتف شولدرينج اتش اثر عشان يمرروا فلوسفي يعني في الاقتصاد جميع عنده فلسفة ودي الاشكال احنا سي بنحاول نقابله دائما انه البحصل ده ما بحصل ساكد كده ما بحصل لوجه الله يعني او انسان يعني اي نموز الاقتصادي وراه في فلسفة بتاعت اقتصاد احنا في جامعات يندر ما تلقى انه ناس يدرسون فلسفة الاقتصاد ممكن مروا لنا بسريع بسراع كده ده بيعمل كده المنهج ده بيعمل كده والمنهج ده بيعمل كده لكن وراه في شنو انا دائر امشي ليشنو دائر استهدر في قيامي الثقافية والاجتماعية والسياسية دائر امرير عبر المنهج اقتصادي ده الا زول يمشي يطلع فيها براه ويشوف الحاصل شنو فلسفة المدرسة النيوليبرالية انه الدول اللي بتطبق النموذج بتاع بتاع ده تكون قاعدة في الفلك بتاع المعسكر بتاع الغربة الولايات المتحدة الامريكية تحديدا وده ده ستايل اظرف من الاستعمار العسكري الانتهى في الخمسينات والستينات انه لك مكلف ومهلك ذات الدول دي اتعابها فتقوم تستبدله بالاستعمار الاقتصادي والكلام ده ما مبرئين منه بالمناسبة والمدرسة اليسارية عشان ما يقوموا اليسارين يفرحوا ويقولوا لا خلاص دين انتو يتكلمت لين عن الامريكان كل الفلسفات دي وراها في تبعيات طيب مباشرة في الموضوع الحرية والتغيير الحاضن السياسي طرحت برنامج اقتصادي من سبتمبر 19 بعد ما تكونت الحكومة البرنامج الاقتصادي ده اجمع الى اقرب الى ما يسمى باجماع بكين باجين كونسنسوس يعني شنو يجمع بكين اجمع بكين ده مجموعة من الخطوات والنماجك والاجراءات لتهدف على ان الدولة تقوم شوية شوية على رقلينة عشان ما تعمل صدمات لشعبها الاصلا ما بيتحمل والصدمات دي اصلا هي بحاولوا ينافسوا بيها او يحلوا بيها العيوب الموجودة في النموذج بتاع ميلتون فريدمن او المدرسة بتاعت الصندوق الاسم التجاري لا مدرسة الصندوق نبدأ شوية شوية نحل المشاكل السهلة اول حاجة نستثمر في قدراتنا نحاول ندعب الانتاج حتى لو كان بطريقة بسيطة يعني ندعم التعاونيات شوية نقلل الفقر بعد شوية نكبر 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 شوية والنموذج ده طبق طبق في الدنيا ويعني نجح نجاح خلق خلق نموذج اقتصادي يعني قدر يستمر بس بياخد زمن اطول فالبرماني بتاع الهريو التغيير كان بيتبع المنهجي دي في جزئيات كبيرة منه ما كله ما كله لانو برضو فيه بعض المختبسات من المدرسة الرسمالية كان برضو فيه يعني جزء من المنهجية اللي سألت عنها دكتور أنور إنه يتم تحديد داخل المؤتمر الاقتصادي ليه؟ عشان تتجاوز التناقضات السياسية الموجودة في الحاضن السياسي نفسه الحاضن السياسي كتل كتل سياسية نداء السودان التجمع المجتمع المدني وكذا الكتل تجواها في برامج اقتصادية والبرامج اقتصادية دي ما على اتساخ ما عندها نقاط مشتركة يعني مثلا عندك الحزب الشيوعي عنده برنامج الخاص به هو اللي هو توتة اللي يختلف تماما على البرامج اقتصادي الحزب الأمة أو للمؤتمر السوداني ده برنامج نيوليبرالي تقريبا كان المؤتمر الاقتصادي دي وما نفل يا دكتور حسام ما نفل برضو الجيش لأنه قبل ما تتكون الحكومة كان في المجلس العسكري وكان عنده لجنة اقتصادية وعنده منظرين وعنده الاخرين جدا نايا عيدانا حاجيك في الموضوع بتاع الجيش ده عنده سلايد له الخاصة به فكانوا حاولوا يتلموا في المؤتمر الاقتصادي ده يتفقوا على انه جمان هنعمل شنو ياهو نبقى مدرسة الصندوق اللي هي روحت نيميري وروحت الديمقراطية التالتة وروحت الكيزان نفسه في تطبيقهم في 2013 عملت هبة سبتمبر فقد نفعت 300 شهيد رحمهم الله بدأنا بأن احنا ديسمبر 2018 دي كلها كانت تداعيات المدرسة النيوليبرالية ومجرب الوقت ده كانت مجربة في 2019 بوليفيا طلعت الشارع الإكوادور طلعت الشارع شيري طلعت الشارع العراق بره في الشارع غير الطرابات السياسية إيران كانت عاملة مشكلة برضو لبنان الآن برضو العالم كله كان جايب من المدرسة النيوليبرالية كان مفترض الكلام ده يتناقش في المؤتمر الاتصادي للأسف تم دهسه والالتفاف عليه بحركة سياسية المستشارين السياسيين لبعض الأحزاب جو دفروا وساعدتنا الكورونا في كده تم الالتفاف على المؤتمر الاقتصادي ومرر النموذج النيوليبرالي بين عشيطنا وضحاها أمر دبر بليه وللأسف نحن بناء نوجه انتقاد هنا حتى ذاته لرئاسة المدرس الوزراء على أنه ليه حصل حصلت حاجة زيدي من غير ما يحصل اتفاق من غير ما يحصل اتفاق تم الاتفاق على مؤتمر المانحين أصدقاء السودان في باريس كلنا حضرناه وبباله كان في إجراءات وفي شغل عمل يعني عمله سيد وهي المالية الأسبق وطلبوا متطلباتهم تكلمت عنها دكتور سبنا لازم ترفعوا الدعم عن الحال نحن ما ممكن نجديكم قلوشيتوا تدعموا لنا البنزين والجاز والعيش لابد إنكم ترفعوا يدكم من الدولة لابد إنكم تعملوا الوصفة المعيارية تكلمت عنها في بداية المنهجية بتاعتنا في حاجة برضو خطر جدا حصلت رغم إنه الأحزاب الحاضنة السياسية الحاضنة السياسية في المنهجية الانتقالية دية دعمت البرنامج بتاع النيول الفبرالية إلا إننا نحن كنا مستغربين كاقتصادين مستقلين ليه كانت انتقدته في 2012 و2013 أنا قبل فترة كان رفعتها في الحاجة بتاعي صفحة صورة كان فيها رئيس المؤتمر السوداني الوقت داك السيد إبراهيم الشيخ معاه الصادق المهدي عن حزب الأمة معاه صديق يوسف معاه الترابي الوقت داك كلهم كانوا ضد رفع الدم فجأة الكتل دي ذاته بيستثناء الشيوعي وعنده موقف باعتبار برنامج السياسي قالوا نحن مع الدعم مع رفع الدم كانوا ضد رفع الدم بيقوا مع رفع الدم مالكومة يا جماعة قالوا والله زمان كان الدعم بيمشي للكيزان والفساد لكن هسا نحن متأكدين كماما على إنه رفع الدم حيمشي للتنمية دم وضوح هل رد عليه لاحقا أنا دار أكون محدد في الأسئلة بتاعتكم اللي هي منهجية الاقتصاد الانتقالي دي باختصار النيو لبرالي الاقتصاد الانتقالي الانتقالي قرر على إنه يمشي تجاه النيو لبرالي ودار أقول حاجة لسادة المشاهدين والسيدات المشاهدات في كل فترة انتقالية من 64 نحن بيجينا وزير مالية جاي من مؤسسات بريتين موتس سنة 64 في الفترة الانتقالية جان مرغاني حمزة كان جاي من مؤسسات بريتين موتس وكان ينتمي إلى حزب سياسي محدد سنة 85 في الفترة الانتقالية جان بشير عمر حسب ما أذكر برضو كان جاي من بريتين موتس وتم إقالته بسبب الضغطة عن نقابات الوكيد داك وجاب عدو عوض عبد المجيد برضو جاي من مؤسسة بريتين موتس وأظنه كان جاي من البنك الدولي وبرضو كان بيتبع لنفس الحزب في 2011 جان في الفترة الانتقالية وزير مالية من مؤسسات بريتين موتس جاي من البنك الدولي وبرضو بيتبع لنفس الحزب ألا أعتقدينه دا باترن دا نمط نفترض نحن نجيف فيه لماذا وزراء ماليتنا في الفترات الانتقالية جاي من حزب الأمة من حزب الأمة أو من بريتين موتس وده كلام مصداغ لما ذكرت الدكتورة سبنا يعني ما هو لازم أنت يعني النيوليبراليين ما بخلوك ما بخلوك أنك أنت يعني دائما عندهم الدعم لوزراء مالية في الفترات الانتقالية لأنه بعد أنت في الفترة الديمقراطية أصلاً هتكون جاري كوابل كيبلز وأسلاك من الاقتصاد بتاع الفترة الانتقالية والغريب أن الفترات الانتقالية كلها ما استقرت وكلها أورثة الديمقراطيات اقتصاد مريض ونحن لسه مصرين كل سنة نقع فينا كل فترة انتقالية وربنا يجعلها دي آخر فترة انتقالية في الحياة لحد ما الحياة تنتهي على هذا الكوكوب بينسبة للسودان فباختصار دي المنهجية أن نحن دائرين نتبع وللأسف المؤتمر الاقتصادي نتمنى أن نسعين نضغطين ضغطين على أن المؤتمر الاقتصادي ده لازم يقوم لما تقول نحن الدور بتكون قاسد منه نحن أنا بتكلم عن ما أسميه بالمقاوم الاقتصادي أو الاقتصاديين المستقلين اللي هي منه هم مجموعة من الاقتصاديين تقديم نموذج اقتصادي سوداني مستقل لا هو اقتصاد نيوليبرالي أو لا هما نيوليبراليين أو اقتصاديين ماركسيين دالين نحن نشتغل مع بعض كلنا نكون حريصين على أن نقدم اقتصاد نموذج اقتصادي بشبهنا نحن بنقدر نعبر بيه من الانتقالية والحاجة نسبت الكارسة الاقتصادية تشوّر الاقتصادي الموجود في الانتقالية ونورس للديمقراطية الرابعة اقتصاد صحي فيهم جزء لأن الكلام ده يتلحق تأكيد أي شيء يتلحق أي شيء يتلحق إذا نحن اتفقنا وتجاوزنا الأدواء بتاعتنا فباقتصار إجابة على سؤالك الاقتصاد الانتقالي حتى الليلة حتى الليلة هو اقتصاد نيوليبرالي شكرا لكم من جزيرة طيب هنبشي نحن للجزء الثاني الاقتصاديين اللي هم العرض وسياسة وزيرة وزارة المالية اللي هو تغطاوا دكتور حسام سبنا لو عندك أي يعني فول عب في الحتة دي تفضلي عاملها ميوت تفضلي أيوة أيوة صحيح أنا سجلت بعض النقاط من كلام دكتور حسام عشان نتخذها يعني مبدئيا كده يعني أول حاجة هو اتكلم اتكلم عن نقطة مهمة جدا اللي هي المعيارية ودين احنا في كتب الاقتصاد دايما بنسميها الجنراليزيشن يعني هما بيقوم يخدوا موضل والموضل ده طبعا هو موضل رياضي وبيصلوا فيه لنتائج اللي هي طبعا دايما النماذة الاخصادية الكلية بتوريك انه كيف تزبط الانفليشن والانمبليمينت والجي دي بي يعني يكون عندك نموذج كده يوصلك في النهاية لزيادة في الجي دي بي وانخفاض في معدلات البطالة وانخفاض في معدلات التضخم لانه دي المؤشرات الاقتصادية المهمة اللي هما بيرضوا بعيروا بيها الاداء الاقتصادي لأي دولة يعني وحتى البرامج بالمناسبة الانتخابية في كل الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية بتقيم على الأساس دايما حتزيد للجي دي بي وحتزيد لنا البطالة يعني حتنقص البطالة بجدر شنوم وده اللي بتحدد انك تفوز ولا ما حتفوز والاستابيليتي اوف دايكونومي اللي هي المتعلقة بالإنفليشن توليس كستانت يعني دي ما الحاجة الأساسية لكن اهم شي انه الاقتصاد يزيد يعني عشان كلام بتاع السرواء انه احنا نتأكد انه سروتنا كدولة بتزيد كل سنة وانك انت تخليق لي جوبز يعني انه انا لما اطلع من الجامعة او من اي حتة اشتغل لازم اي زول اشتغل يعني فإذا انت فشلتك رئيس وزرع في انك تفلفل الحاجة دي انت رئيس وزرع فاشل يعني او حتى في الانتخابات ما ممكن تفوز الحاجة اللي جابت لنا الفكرة بتاعت الجنراليزيشن دي ودي من عيوب النماذج الاقتصادية كلها انها بتفترض انه ما ينطبق على النموذج ينطبق على كل شيء وما هو صحيح طبعا انت لمن بتدرس النموذج بتدرسه في حالة دولة معينة ويقوم الاقتصاديين يفترضوا انه النموذج دي طالما هو نجح مثلا في الاقتصاد الامريكي او تشيلي او الارجنتيني او البرازيلي زي مثلا النظرية العامة بتاعت جون ماينز كينز هي طبقت في مرحلة ما استجابة لمشكلة ما في الاقتصاد الامريكي والآن أصبحت تدرس الجامعات على اساس انها تصلح لكل مكان وزمان يعني بفهم بتاع الجنراليزيشن دي اللي هو ذاته من الاشياء اللي احنا في فلسفة الاقتصاد بننتقد فيها النمازية الاقتصادية حتى لما ندرس الاقتصاد وندرس المدرسة والنموذج بننوه في عيوب النظرية انها هي جنراليز دا الحاجة عشان كلا هما بعملوا لنا القميص بتاع البنك الدولي فهم ذاتهم نفسهم معزورين يعني هما ذاتهم ناس البنك الدولي والصندوق كاقتصاديين هما نفسهم ما الجهل بتطور النمازي نحنا ما حصل لنا تطور كثير في النظرية الاقتصادية من فترة طويلة جدا يعني وبالتالي هما فالمؤسسات دي تحولت مما تكونت تحولت لمجموعة من الموظفين المستفيدين الذين يوصفون هذه الوصفة لكل اقتصاد زي ما هو قال وما عندهم فأنا الان أنا مش ضد البنك والصندوق ولكن بقول انه نحنا كدول نامية او نحنا المصنفين او المعنيين بهذه البرامج كاقتصاديين It is high time for us انه نحنا to feed back يعني بعد سنوات طويلة من التدريب تحت البنك والصندوق بعد سنوات طويلة من تجربة انه نحنا كنا يعني ماذا راقول كلمة في اران تجارب لكن داي راقول الناس اتجربوا فينا الحاجات دي بتمنى انه انه نحنا الآن اكتسبنا الخبرة الكافية في انه نحنا نقوم نكتب كمان نرد ما عرف اقوله كيف لكن نرد يكون عندنا مجموعة بحسية او شغل بحسي لتقييم هذه المؤسسة وتفيدت باك يعني ندخل نحنا في negotiations مع ناس البنك والصندوق والمؤسسات الدولية كلها انه نحنا بنفتكر انه براملكم دي نجحت في الجوانب دي وفشلت في دي وبنفتكر انه سبب الفشل كده دي بتدين ان احنا هو الحاجة contribution for knowledge وبتساعدهم ذاتهم بكوز اي فيل بيتي فور ديم يعني انا برضو بشعور احيانا بالاسى لانه هما اصبحت هي مؤسسات بتاع الموظفين نفس الشي بانطبق الان على الاتحاد الاوروبي كتيرين ما بيكونوا عارفين انه ليه دكتور سبنا انا نحتي بزات دارامسيكا اذا كان انا كنت موظف جاهي من البنك الدولي واجيت راجع بكتوة وزير مالية ولا وكيل مالية ولا كده ولا بتاع فانا الرول موديل بتاعي الحتة الكبيرة شايفة زي عندك موظف جاهدو خرطوم ايوه طلاب اللي بيتخرجوا من بعده حتى لو جاء واحد تاني بيقى في مؤسسة اعلم انه لسه بعين دكتوره دبيع كبار وكده هي موجودة في الكرشرة السودانية الثوار والشيخ والآخرين صحيح هل عندنا نحنا بتاع الاقتصاد سواء كان مروا بالمؤسسات دي البنك الدولي صندوق النقد صندوق العربية اللي عندهم الكمبيتنسي والكونفيدنس الحتة دي مهمة الكمبيتنس المناسب لاننه يقول والله يا خيسمع this not يعني the right way انحنا عندنا the Sudanese way الممكن نعمله customised الحتتنا هل الحيدي موجودة هذا سواء مهم جدا شكرا على سؤالك يعني هو سواء مهم أنا بشوف إنه من ناحية الـ capabilities عندنا يعني أنا كل الاقتصاديين السودانيين يعني اللي اتطوروا نفسهم في الجامعات السودانية الموجودين لوكالي والاقتصاديين بيشتغلوا أبرود سواء كان في مؤسسات أكاديمية أو في الصندوق والبنكي نفسه هم عندهم capabilities and knowledge والمعرفة كافية والتجربة إنهم ينقضوا تجربة التفكير لما نقول ينقض، النقضي ما بكسود بيه، بكسود بيه كلمة في الإنجليز بسمه critical تكريتيك يعني مش إنك تقول الحاجة دي غلط لكن تنقض نقضي بناء عشان هيت تطور يعني هما when they feed you, you feed back يعني مثلاً أنا درسوني النظرية الكلاسيكية في الجامعة مفروض أنا لما نصل مرحلة الـ PhD أقوم في مرحلة إني جادرة من الخبرة والمعرفة إني أنا تكريتيك النظرية دي، مش بس إني أنا أفهمها وإنما عندي القدرة على رؤية جوانب القصور فيها أن تfeed back والعلم بيتطور كده، والعلم بيتطور كده، والعلم بيتطور كده فده بس للإجابة على سؤالك فهم مصرين لسبب ما ويمكن، وأنا بتمنى إن السودان يأخذ المبادرة أتمنى من هنا إنه السودان يأخذ المبادرة في إنه تستارت، وبين ذيك حاجة رسالة لكل الجامعات السودانية والمراكز البحسية إنه إحنا تجربتنا الطويلة في المدرسة بتاعة البنك والصندوق دي، بعد ذا نكون مستهدين إنه إحنا تكريتيكت وناخد يعني تفيدت back يعني هما they feed us, we need to feed them back ودي أنا دايماً بطلق عليها هناي في تعبيراتي بقول It is high time إنه إحنا ندور الاقتصاد كموظفين Let us move لإحنا ندور الاقتصاد كمحترفي اقتصاد إحنا الآن عندنا الكيبابليتز إنا نبقى محترفين المحترف ما زي الموظف اللي بيقولوا لو سوي وسوي ودايماً زي ما إنت قلت عنده الهرار كده إنه ما إنت برضو البروفيسور ده بتاعك ده ذات وإنت بعد فترة بتكون صحي شايفه كبير كده لكن بعد شوية لما إنت ذاتك تكبر بتجي مرحلة إنت بتنقض حاجاته ذات يعني ممكن هو يكون كاتب بيبر إنت تكتب بيبر A critique of Mr. Kida كده كده يعني ممكن إنت تنتقد نظرته وفكره وهو هيكون very happy بالحاجة دي It is high time for us to do that وديب تدخلنا في مرحلة الاحترافية في قيارة الاقتصاد السوناني اللي هي ده بالنسبة للمنتالي الاقتصادية اللي إحنا اللي إحنا ذات وينيد in the future يعني And we are trying working to create في نقطة تارية قالت الدكتور المهمة اللي هي طيب إذا إحنا أصلا هو قال إنه إحنا فعلا الآن خلاص بشكل أو بآخر أنا ما حادخل في التعقيدات السياسية بتاعة قحت وغيرة بشكل أو بآخر إحنا اخترنا في consensus يعني أي جماع إنه الناس هتواصل في القصة بتاعة المدرسة النيوليبرالية دي السؤال هنا هل فعلا يعني المدرسة النيوليبرالية دي هتستطيع إنها تقدم نقلة نوعية إحنا قلنا historically it doesn't يعني historically ما حصل الكلام ده هي ما قدرت تعمل النقلة النوعية الوعدونة بها يعني ما يعني شو النقلة نوعية شو نكون دقيقة النقلة النوعية لأي اقتصاد إنه ينتقل حسب النظرية النيوليبرالية مش رأي أنا يعني إنه اقتصادك دي ينتقل من إنه هو اقتصاد أولي لإنه هو اقتصاد بينتج مواد قابلة للتبادل الدولي بسميحنا تريدابلس تريدابلس جودس يعني إنه إنت اقتصادك دي يكون منتج زي مثلا الإقتصاد الألماني الهولندي سلع بتقدر تتبادل مع العالم وتحتل بيع ماركت شير وتو فارتيسفات انت بلوبال فاليو تشين دا دا دي الحاجة اللهم بيوعدونا بإنه إذا إحنا اتبعنا الوصفة هنصليع أنا قلت جزو جبالك إنه لأسباب سياسية وهيكلية في الاقتصاد السوداني we failed to meet الحاجة دي many times وأدت النتيجة طبعا للنتائج عكسية طيب ليه مثلا النقلة النوعية دي ما حصل ما نحنا برضو تجربتنا لازم نجاوب قبل ما نمشي لإنه واتز البديل خلينا نوري الناس ليه فشلت أصلا طيب ما هو نموذج اقتصادي وفي علماء أحسن مني ومن كل الموجودين وناخدين نوبل وكدا وبتاع why it fails it fails في السودان تحديدا لأنه النظام الرأسمالي دا هو كان نتيجة ما كان سبب يعني إحنا كلنا عارفين إنه Adam Smith هو اقتصادي مخضرم أوروبا كانت دولة إقطاعية بعدين حصل تطور تكنولوجي معين اقتضى إنه الاقتصاد الريعي دا بيقى ما بزيء إحنا دائمًا دائمًا النموذج الاقتصادي بيصد الحتة كده بيستكى بيستكى بمعنى شو بمعنى إنه بيبقى ما غير قابل لزيادة الوالث زي المرحلة هسي اللي إحنا دخلنا فيها هسي هسي الـ Global Economy دخل في الحتة دي إنه الاقتصاد العالمي لم يعد ينمو وده حاصل منذ الأزمة المالية العالمية 2008 الاقتصاد الدولي لم يعد ينمو والاقتصاد الأمريكي طبعا متراجع ونحن تراجعنا معاه يعني كل العالم تراجع معاه ليس فقط لأنه في أزمة مالية عالمية ولكن لأزمة في النموذج الاقتصادي نفسه طبعا إحنا وصلنا أصلا للـ Dead Point وأصبح الآن النظام المركينتايل system ده لازم ينتقل لعمر جديد أو جنريشن جديد إحنا داخلين الآن على المرحلة العاشرة منه يعني ففي المرحلة التاسعة دي نفسها إنت عشان تنتقل كان في متطلبات يعني أوروبا دي كانت دولة إقطاعية فيها سادة وفيها مزارعين بيشتغلوا بحقهن بعد شوية دخلت الآلة واقتضى إنه الإنتاج يزيد وكدا فجاءت الفكرة الـ Individualism ده إنه حرية الفرد ومسألة بتاعة الـ Freedom والمسألة بتاعة الاعتراف بحقوق الأفراد ولكن ليه؟ لأنه الفلسفة بتاعة Adam Smith ذكرت الدكتوري نحنا بنا ندرس سلسطة الاقتصادي دي حاجة مهمة جدا الفلسفة بتاعة Adam Smith بتقول إنه لأنه هو Adam Smith كتاب وهو مين ليش؟ السؤال الأساسي في Adam Smith تساؤلات حول أسباب سروة الأمم ليه الدول دي بتتكون سروة كيف؟ ما هي الأسباب؟ وهو وصل بعد نغاش طويل مع نفسه كده يعني إنه السروة بتحرك الغرائز الإنسانية والـ Desire My desire to grow My desire to grow My desire to grow My desire for being successful فمن هنا جات الـ individualism فانتقل النظام الرأسي ما لمرحلة الإقطاع اللي هي زي ما قلنا بتزوب الفرد في الجماعة اللي هي المرحلة اللي إحنا فيها طبعا السودان الآن هو يزوب الفرد في الجماعة انت كفرد ما عندك لشان كده بلاحظة الإنسان بيقتل بسهولة في السودان ده ما اعتباطا يعني ليه الأرواح رخيصة ليه حصل فضل الاقتصام ليه الناس بتموت في دارفور ليه الناس كانت بتموت في جنوب السودان لأنه الإنسان ما هو محور القضية في السودان لأنه نحن دولة ريعية إقطاعية تزوب الفرد في القبيلة زي ما قال تزوب الفرد في الحزب تزوب الفرد في الدين تزوب الفرد في اللون تزود الفرد في البعد الجغرافي المهم في كيان انت داخل فيه جعلي شايقي أسوأ ضبيض مسلم شيعي سني مسيحي زيب انت فيه مختفي وأصبحت قيمة الإنسان هي The last thing in the last ده نموذج زي ده لا يمكن تنجح فيه النيوليبرالية لأنه النيوليبرالية بتعتمد على الحرية المطلقة للإنسان حرية التنقل، حرية التدين، حرية الامتلاك حاجة اسمه my property يعني بيت ده حتة دي ممكن في أمريكا انت إذا دخلت حديغة زول من حقه يشيل السلاح ويرمي فيك طلقة وتموت وما علي وزم يعني ممكن حاجة زي ده بيقولك you are in my property ده ده النظام الرأسمالي الحتة الممكن ينجح فيها النموذج البنك والصندوق الحالة الثانية اللي إحنا مثلاً عشان كده إحنا مين اللي قاعدين نفشل لأنه إحنا بنحاول نزاوي طبعاً في بعدي ديني لكن أنا دار خليل ال background يعني دي حاجة اسمه background factors منت الليترون إذا سمح الوقت يعني من background factors برضو القصة بتاعت الدين إحنا ويتمعات لسه عندنا اللغة والدين وطبعاً النظام القبارة الفلاسفة الآن العقولة المدورة العالم زي ما قال الدكتور إنه إحنا ما ماشيين ساي بيروا إنه الإنسانية دي عندها إحنا مقبلين الآن على حاجة يسموها الplanetary civilization يعني الplanet بمعنى إنه إحنا حنسيطر تماماً على القصة حق قواتوا المجموعة الشمسية دي بمعنى إنه أنا الآن كسبنا لم أعود مخلوق سوداني لكن أنا مخلوق كوني أو كوكبي الثقافة الكوكبية دي في عوائق أساسية لها العائقة الأولى الدين barriers يعني عوائق هيكلية الديانات هم بشوفوا كده إنه الديانات دي بتفرق الناس حتى أنه أنا بكون مسلمة وبعندي راي فيك أنت مسيحي وعندي راي في اليهودي واليهودي عنده راي فيني يعني كده فعشان كده بنلاحظ الحكاية حق محاربة الأديان دي هم مش بعملوا كده لأنهم هم بحاربوا الأديان هم بعملوا كده لأنه بفتكروا الفلاسفة ديل إنه الدين بيمنع البشرية من إنها هي تُفلاي للنكس هي للنكس سيبليزيزيشن ستاج يعني هم عارفين تماماً فيزيكاً ناس الفيزيكس بيعرفوا كلامي ده كويس ناس الكوزمولوجي بيفهموني كويس إنه الإنسان الحالي ده حيسيطر على الكواكب المجموعة الشمسية في ثلاثة أو أربعة ألف سنة من الآن حيكون عندنا سيطرة كاملة على دربة تبانة والجالكسي ذا البعادة و we can do that يعني النمازي يقديري عضية موجودة وهما بيقولوا إنه عوائق اللغة يعني تُصمي كستانت إحنا بقيت عندنا اللغة الإنجليزية هي الـ Global Language Now خلاص في العالم ما شو فيها كويس لكن الدين ده ما ما شو فيه كويس فالدين برضو من العوائق اللي عندها ارتباط كبير جداً جداً بإنك أنت الناس طبعاً بيقولوا وصفة البنك هي الدعم وتعوي مصر فالعملة لا وصفة البنك أنا بقولها أكثر شمولاً اللغة الإنجليزية فصل الدين عن الدولة تماماً والقصة بتاعة الأشياء الاقتصادية نحن دائماً بنناقش الأشياء الاقتصادية فيها وبننسى العوامل الأخرى حتى لو رفعنا الدعم وطبقنا كل الحيات دي وظل المجتمع السوداني غير قادر على أن يلد Global Citizen شخصية كوكبية نظامنا التعليمي نظامنا الديني نظامنا الاجتماعي ما ولد لنا الشخصية الجلوبال دي حيفشل ألف مرة وصفة البنك والصندوق حتستمر في الفشل ده 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 اللي نحن فشلنا طيب هل نحن ريح طيب الحلول شنو ما عارف أنا إذا ليسا ما وصلنا الحلول إحنا ما عارف الموضوع بتاع الإنفليشن التضخم وأسبابه وبعدين نناقش كيفية إعلانه حساب ممكن تبدأ التضخم، التضخم ده حصل ده شنو يعني؟ نحن قروجنا في البنك التاكلت سائعة طيب والتضخم ده بتبسيط له هو عبارة عن شنو؟ هو عبارة عن عدد من الأعراض، يعني نحن منعرف التضخم بأعراضه وممكن نعرفه برضو بمسبباته انخفاض القيمة العملة الوطنية، قوصات العملة العالمية لسي بلد أكتر شهرة تنزيمة، كلمت عنا دكتور سيبنا، ده واحد من أعراض التضخم ارتفاع الأسعار ده واحدة من أعراض التضخم، ارتفاع تكاليف الإنتاج ده واحدة من أعراض التضخم التضخم هو ايه؟ كمية من القروج موجودة في المكانة بتاعت الاقتصاد أكبر من كمية السلع والخدمات ده من أبسط تعريفات التضخم الإكواجن، الإكواجن المارشالية والكيميزية بتقول شنو؟ لا بد أن يكون المعادلة كمية السلع والخدمات في وقت ما في اقتصاد ما تساوي كمية النقد الموجود بأشكال النقد المعروف أسوأ، كان نقد ورقي أو سندات مطبوعة أو أي شيكات أو غيره لما يكون كمية القروج أكثر من كمية النقد بيحصل نوع من الجلبطة يعني بيكون في كمية كبيرة جدا من السيولة درداقة بتاعت القروج بتشتري ليك كيلو بتاع طماطق التضخم ده أسبابه كثيرة، أول حاجة أنواعه ذات كثيرة، الأنواع بتاعته في تضخم زاحف في استقفليشن، اللي هو الرقود تضخم، بتكلمت عنه ديتور سبنة، ده أسوأ أنواعه أو تاني أسوأ نوع بعد التضخم الزاحف، قد يكون أخطر نوع اللي هو ده زي الضغط والسكر في وقت واحد يعني اللي هو يكون عندك رقود، الناس ما قادر في منتجات موجودة في داخل اقتصاد، الرفوف مليانة، في نفس الوقت في تضخم في كمية بتاعت القروج ما قادر تشتري المنتجات الراقدة في الرفوف ديه أو في المصانع ديه أو في المخازن في تضخم جزئي بيحصل في نوع محدد من السلع في الوقت محدد يعني ارتفاع مجموعات سلعية في وقت ما بسبب سيزونالتي موسمية أو كده فده أنا دائر يعني أمور بسرعة على التضخم ده ليه؟ لأنه حريص على مناولة تناول حلوله أكتر من إنه هو ذاته شنوع الآن الإنسان العادي البسيط عارف إنه التضخم ده عبارة عن إنه يكون عنده قروش كثيرة ما بتشتري لك حاجة وده تعريف سليم، ده تعريف سليم بالمراسة حصل ليه؟ نحن لازم نقسم الدكتورة التضخم ده ما بين قبال سبتمبر 19 اللي هو تولي حكومتنا حكومة الانتقالية للسلطة وما بعد سبتمبر 2019 أنا قاعد أمين للحاجة، ده تضخم عمله الكيزان على مدى 30 سنة وزاد التضخم ده في 17 و 18 ومن 16 بده لأن الكيزان بدوا يطبعوا قروش كثيرة جدا عشان يشتروا الذهب وده ما السبب الأساسي بالمناسبة ذاته بدوا يطبعوا قروش عشان يمشوا منصرفاتهم وهم مزابتهم في شخصهم ده نوع من الفساد أو يمشوا معهم منصرفات الدولة لأنه بيقى ما عندهم إيرادات، ضاقت عليهم الفساد كتر العالم ضايقهم، بيقوا يطبعوا كمية من النقط عشان يطبعوا يدفعوا المواهي ويدفعوا المصاريف العادية مصرفات الدولة اللي هي في الموازنة وفي تضخم نتج من 2019 شهر سبتمبر تحديدا بدأ يعني يصعد ويطير في يناير لما بدأ وزير المالية الأسبق الله يطبعوا بالخير في تطبيق صريح لسياسات النيوليبرالية، لسياسات الصندوق بدأ الكلام ده بزيادة الأجور 569% بر الموازنة، الموازنة أقرت على 168% معي دكتور رانوران زي فقدتك كده؟ معليش يا دكتور؟ السلايدي أتى؟ السلايدي هي ما موجودة الآن، لأنني سألتني عن حاجة بر السلايدي، أنا أصلاً حريص على أنه تكلم بعد ما أجاوب على سؤالك، سأقول نحن لأي عارضنا؟ نحن اللي هي المقاومة الاقتصادية واللجنة الاقتصادية؟ لكن خلينا أمر بسرعة على سؤالك، أنا حريص أجاوب على سؤالك يعني فالأسباب اللي حصلت من سبتمبر 19، وصعدت في يناير 20، اللي هي التبشير بالدعم النقدي والتبشير بزيادة الأجور 569% لما أنا أدي موظف 4% من السكان، اللي هي الموظفين الحكومة التي زادت لهم وزارة المالية غروشهم بخلق نوع من الطلبة الكلية، أجريكا الديماندا، الأجريكا الديماندا بتحول إلى شراء، أنا بمشي باشتري بالقروج بتاعتي، القروج بتاعتي، الدخلي أنا بعمل باش نومايا، أنا باشتري به، يا بوفره عشان أستثمر به، ونظرا لأن الدخل بتاعنا ما كبير شديد ذاته بسمع، لكنك تستثمر فبغم باشتري به، ولازم اشتري به به بيصور عليه لأنه أصلاً هو غيمته متآكلة يومياً بسبب التضخم، يومياً هو فاقد غيمته، خلقت نوع من الطلبة الكلية لم يقابلوا عرض كل من الجانب الآخر من المعادلة من المنحنة، فبالتالي ارتفعت الأسعار، القرار ده تم نقده وشجبه ونقاشه في أضابير وزارة المالية وفي الأسافير وفي المؤتمرات الصحفية باعتبار أنه ده قرار حيؤدي إلى زيارة السيولة وإلى زيارة التضخم، عشان كده لو أنت ملاحظ المنحنة بتاع التضخم زايد شهرياً 15% 15.9% 15.9% لحد ما وصل 22% في يوليوم، فالسياسة بتاعة وزارة المالية أدت إلى 136.36% اللي هي بتاعة شهر السيطة ديه، جبالة كان 114% أو 155% في الأرياء في الليلة، لو أنت ضربت لأهلنا في الأقاليم، ستجد أنه جانون البنزين سوق أسود، ستجد أنه العيشة بـ 810 جنيه، عشان كده المجنوعات السلعية الأساسية من الزيوت والبصل واللحمة واللبن والمواصلات وإجارات البيوت والخضروات دي كلها ارتفعت أسعار الليلة انخفاض قيمة الجنيه لزيارة العرض بتاع الكتلة النقدية، فدي ده إشكال قديمة، يعني التضخم ما جديد في السودان، وما كله فعلاً عمله وزير المالية، في جوزه منه موروس، كنا منتظرين على أن السياسات في المتين يوم الأولى، لتكلم عنه معالي رئيس الوزراء تور حمدوك، أنه يحصل سيطرة على التضخم، أنا ما بقدر أنهض بالاقتصاد بتاعي والتضخم بتاعي مدور، فلا بد كان تتأخذ مجرس، ضوابط تخلينا سبط التضخم، ونظراً لأنه أصلاً وزير المالية كان ينتوي الدخول في المدرسة النيوليبرالية، وذي حاجة بشر بها، وبناسبة كان ظهور واضح جداً من البداية، لكننا بسنا اللجنة الاقتصادية أو الكتل تحت الحرية وتغييرها اللي افتكرت على أنه ممكن في نوع من السحر بيحصل، وما تحصل الكوارس اللي احنا فيها دي ما تكلموا عن الموروضة، في اقتصادين عارضوا بشراسة السياسة دي، لكن لأنه طبعاً الحكومة في يدها في القلم، وتم اغتيال الاقتصاديين دي للأسف اغتيال شخصي، اطلعوه شيوعي، واطلعوه كوز، واطلعوه ما فاهمة، وحتى زي كان الدكتور نفسه بيصف، بيصفه نوع من الناس البالين، نوع من الناس قديمين، المهم تم تمرير السياسة النيوليبرالية، طيب، شنو الكتام ممكن نحن نعمل؟ أو نحن ليه عارضنا يا دكتور السياسات دي؟ أول حاجة لما خطينا الموازنة، لقينا إنه الموازنة اللي هي موازنة عبارة عن شنو؟ عبارة عن بلانشيت، زي قائمة ألف وبا، على يدك اليمين في الإرادات أو ليشمال، وعلى يدك الثانية في المنصرفات، لقينا إنه الإرادات بتاعتنا دي، بدل ما إحنا نغزيها بإنتاجنا، ونتظور الموارد بتاعتنا الموجودة التي هي المتاحة عندنا موجودة، يعني لقينا إنه 53% من الموازنة دي مؤتمدة على الدعم الأجنب والقروب، ودي كانت مخاطرة وقفزة في الظلام، قسمت ظهرنا الليلة في يوليو 2020، أنا ما ممكن أعتمد على 53% من إراداتي على قروض متوهمة، ما مضمونة، اعتمدنا فيها على مؤتمر الزغاء السودان الخطط له ومعالي الوزير مع مؤتمر باريس، وهو المانحين، عشان نعمل شنو عشان نغطي 50% من المصرفات، الليلة دي كانت مخاطرة، مره 70% من زمن الموازنة تقريبا، وما حصلنا 45% و 47% من الإرادات، ودبوري على أنه كان في خطأ استراتيجي، ده ما خطأ اقتصاد، ده خطأ استراتيجي، نجم من أنه ما عملنا تحليل بتاع صوت لنقاط القوة والضعف والمهددات الممكن تنتاب أو تفشل الخطة أو هل نحن لياتوا الدرجة ولياتوا احتمال رياضي نحن متأكدين أنه النازل ما هيشرونه، وفعلا شرونه، لله حساسي في المؤتمر بتاع شركاء السودان في برلين، نقدنا المنهج النيوليبرالي ذا مش لي شخصه، بو بس، لأنه نحن عارفين أسره على الواقع السوداني زي ما تكلمت عليه، هو مجرم، ولان نحن الآن ما جاهزين، وما في مانع انت تطبق المنهج النيوليبرالي ذا إذا انت جاهز، لكن إذا انت ما جاهز، أنا ما ممكن أنا قوم أجيب لي مريض طوله 180 صمت، وزنه 50 صمت، يعني فاقد وزنه 50 كيلو، فاقد كيلو جرامات، وعيان عنده سكري، وضغطه زوء تغزية، أجبكه أنتبايوتكس بالحقن الوريدي، وأديه كمية من الأدوية، عشانه يبقى حيموت، حيموت لما أنا عملت البروتوكول علاجي درجته، وصلته على الأقل إلى مؤشرات صحية محددة، بمجبعنا بعد كده أقدر أعمله الأدوية الممكن تقفز بيه بسرعة نحو التعافي، بالمناسبة للاقتصاد ده يعني من الأشياء اللي بتخلي فهمه صعب، دي هو طريقة التدريس وطريقة التصور، والاقتصاد ده بالنسبة لإدارة عن مكنة، ومكنة، أو زي جسم البشري، عشان كده دائماً بميل في القضايا المهمية، أو في شرح النمازج الرياضية الاقتصادية، أستعمل نموزج المكنة بتاعة العربية الواحدة دي، أو نموزج الجسم البشري، فتخيل أن عندك جسم بشري مريض، شفعنا الله وحمانا كلنا والمستنعين والمشاهدين، عنده ضغط، عنده سكري، عنده أنيميا، وعنده، الله يكرمك، بعض السرطانات في الدم وبعض الأرض، أنا أقوم أديه عدد من الأدوية المتضادة، والمسائل ده لأن الناس عندهم خلفية طبية يعرفوها أنه في أدوية بتضاد بعضها البعض، بتضاد، بتلغي بعضها البعضاً، وممكن تؤدي إلى الوفاة، فبالتالي ده اتطرحوه الاقتصاديين المستقلين، سواء كان من اللجنة بتاعة الهرية والتغيير، اللجنة الاقتصادية الهرية والتغيير، أو سواء كان من الاقتصادين خارج المنظومة المستقلة دي، أو أكاديميين، أو حتى اقتصادين عندهم تجارب في البنك والصندوق، مثلاً زي دكتور التجاني الطيب، اللي هو كان خبير اقتصادي سابق، وكان وزير الدولة بوزارة المالية، ومن نفس الحزب بتاع المعالي وزير البدوي، كل الناس دي التضافر عليهم أن يقول يا دكتور، الكلام ذا سينا ما يجهز له، ندرج الموضوع ده شوية، لكن حصل حدث ما حدث زي ما قال الكباشي، فالإراءات التوضيبات التي تسبق تطبيق المدرسة، ونحن مختلفين معها، لكن حتى لو ندارلنا تطبيقة، نفتكت تطبيقة ذاته حصلت بصورة ما سليمة، عندنا مشكلة مهمة جداً إنه جانب الإراءات بتاعنا الآن، مسيطر عليه الشركات باعت القوات المسلحة، بما فيها شركات الجنجويذة والدعم السريع، والأمن والقوات المسلحة، ما هو لما انجل المجلس العسكري الانتخالي عمل الشنموما ويرس التنظيم الكيزاني في اقتصاده، ونحن محتاجين للإرادات دي الآن، والإرادات دي الآن دي المعركة التي فشل دكتور إبراهيم البدوي، والآن بيفشل فيها دكتور حمدو، والكبينة بتاعته في إنه يخوضوها بصراحة، نحن إذا ما زبطنا الجانب بتاع الإرادات، وكنا واضحين وصريحين، ووصلنا الثورة بنفس زخمة، طبعاً ما ماشي نحرق لساتي كون خط متاريس إحنا في السيادي أو في مجلس الوزراء أو في وزارة المالية، لكن في الطرق محددة بتاع الضغط وتفاوض، ودي ما قدرات بتاع الاقتصادي، دي قدرات شخصية تانية، عشان أنا أقنع المنظومة دي على إنها ترفلي أجانب بتاع الإرادات، دي اقتصاد، هو وعد بـ 2 مليار، أنا بقول ليك قدرات اللي ناسي قدرناها، تتعادل 10 مليار دولار في السنة، اللي هي أكثر من عجزة بتاع الميزانية الـ 7 مليار اللي كان قدر، بتشيلنا بإرتياج هذيك ترانوح، إحنا عجزة 1.8، بناس من هنا اقتصادنا ما كبير، نحن كله 10 مليار دولار، 10 مليار دولار دي عندها 4 أو 5 تجار قاعدين في شرق النيلس، الآن بيجيبوها لك يعني، اقتصادنا ما كبير، وعجزنا ما كبير، فالقوات المسلحة والدعم السريع، والأمن اللي هو تم حل العمليات بتاعته دي عندهم اقتصاد، قمين بإنه يسدلين العجز بتاعنا ده، والشيء الموصف، واللي هو بوافغ الكلام اللي إحنا قلناه عليه، أنا عرفتها دكتور حسام إنه في واحدة من الشركات الأمنية، نعم، أو يعني شركة تابعة لناس كانوا فورمال يعني سيكوريتي أوفيسرز، بنافسه في العطاءات بتاع التوصيل الكابل البحري لأفريقيا، يعني زي سوداحتل وزي يعني شوف دي إمكانيات بتاع 3 أو 4 أفراد كانوا في الجهاز الأمن، وكمية بتاع التضار ومصالح، زول كان في رئيس، مثلاً هيئة مقومية الاتصالات، بعد السقوط النظامي مش يبقى مدير في واحدة من الشركات اللي هي برايفت، ودي يعني نسالة التمكين والمتاح، تتكلم على بليونس، بليونس، يعني مليارات المليارات، الناس بيجاء وكل في صف البنزين، في صف العيش، وإلى آخره، وفي ناس نانين في نفس دولتنا لي، ويستفادوا من موارد الدولة نفسها، بفساد وغيره، ففي حاجات فعل الحتة بتاع التنمية، الجيش، هو جيش منه أنا ما أعرف زياني، بصراحة دحية، محتاجة الناس تتكلم فيها بصراحة، طبعا دي دي ملاحظة مهمة جداً، هو زي ما قلت لك المجلس العسكري الانتقالي من أبريل لحد سبتمبر، ويرس المنظومة الاقتصادية العسكرية الكيزانية الإسلامية للأسامة، وواصل في تنميتها، ولم يلتزم بالشراكة التي هي حبرة على ورد في دعم الانتقالية الآن، في المفاوضات السيخاشة معها، وإلى الآن إحنا قربنا ننتهي من السنة، وإلى الآن إحنا لم نتلقى الـ 2 مليار دولار لو عدوا بها، وإن كان إحنا بنظن على إنه هي كلها مفترض تتخش لجيب وزارة المالية، التي ولاية المال العام تكلمت عنها دكتور سبتم، وإلى الآن الساعة بنسألهم الآن هما، هما بيعملوا بالقرش دي شنو مثلا؟ قبل ما ننتقل النقاط اللي الباجالي شوية في لماذا نحن عرضنا السياسة النيوليبرالية، هل هما الآن المنظومة العسكرية غيرت الكلاشينكوف اللي هو عند زي 300 ألف مقاتل، ده من موديل 47 جابت الـ M60 مثلا الأمريكي ده اللي هو الصحاين في جوش العالم، هل جابت الموديل الجديد من الكلاشينكوف؟ هل اشترت الدبابات غيرت الـ T-55 للـ T-72 مثلا؟ هل عملت منظومات دفاعية؟ هل اشترت فرطاقات للبحرية؟ هل زادت من العدد بتاع الدنود؟ مصر الآن اللي هما النموذج اللي بيحاولوا لحاكوه ده، النموذج المصري ده، مصر دي القروض والمنح اللي بيجاء من الصندوق والبنك والخليجيين، هل تشتري بأسلحة، بيتطور في مؤسسة الاقتصادية العسكرية، ليهوا اقتصاد موازي تماما للاقتصاد المدني، نامي بسرعة، انتوا عندكم مليارات الدولارات بتجي خاش عليكم، بتعملوا باشنا؟ السؤال الاهمة يقول رسامة، هل رجعت لنا حلائب؟ والفشقة والناخرية؟ والفشقة جايك في الحتة دي، هل رجعت لنا حلائب؟ هل رجعت لنا الفشقة؟ يعني واضح إنها هي ماشية لمخصصات عدد من الجنرالات، رؤساء مجلس إدارات الشركات، اللي هي ساعة هتكلم عنها دي، أشار لهم بها الاتحاد الأوروبي، فدي واحدة من التوظيبات، إنك انت تتدخل، الجزء بتاع الإرادات اللي هي موجود اقتصاد موازي عسكري عندك في إرادات الميزانية، ترفع جهود الضريبي، عندك 5% ترفع إلى 20% من الجهود الضريبي، بمعنى إنه نسبة الضرائب المحصلة مقسومة على العايد على الناتج القوم الإجمالي، ترتفع إلى 20%، بما يعني إن التدخل إرادات شركات رمادية، تكلمت عنها المصوفة بتاعت تمكين قبال فترة، تخش داخل المنظومة الضربية بتاعتك، عشان تتصلح على عجزة بتاع الموازنة بتاعك، عشان إنت ما تكون بتدين ببنك السودان، يمشي يضبع لك في القروش وتحصل الخلافات زي اللي حصلت قبال زي الشهر دي، برضو من الأسباب المهمة اللي خلت الاقتصادين عارضوا سياسة البدوية، إن التفاوزاته مع الصندوق كان ضعيف، يا دكتور أنور، ما في زول بيمشي للصندوق النقدي ده، بيعمل له الحاجات الهدائرة من غير ما يفاوض، إنا كنا كريمين جداً، إنا بدأنا نطبق في سياسات الصندوق، وبالما نمشي نقول ابن نتفاوض معه، الصندوق ده، لما جاي يتفاوض مع الارجنتيني يتفاوضوا مع الصندوق، ووصلوا معه للمبلغ محدد، الدهن مقدم، مقدم للقرد، مصر ديها الدهن مقدمات للقرد، مقدمة والحاجة عشان يوضيه بيه أوضاعهم، يستصليح بيه الشبكة بتاع الاتصالات، تصليح بيه الإنفرستركشور بتاعتك، تعمل بيه وتفتح بيه حسابات، تجهز بيه حالك حتى انت تطبق الوصفة الصادمة بتاعت الصندوق، نحنا كنا جاهزين جداً وكريمين وطبقنا الحاجات دي لدرجة انهم ذاتوا محلوا علينا الصندوق، النقدي دي قالوا انتم ما بتقدروا على الكلام دك، دعم لكم دعم نقدي، هو الحاجة لأننا عارفين الحقنا دي لما انتجين، اللي هو الدعم المباشر، اللي هو انا حاجة اتكلم لك عنه، الدعم النقدي المباشر، برضو من الحاجات اللي خلتنا ننتقد السياسة دي اللي هو، فنحنا عارفين تعويم سعر الصرف المعناه وشو؟ تعويم سعر الصرف المعناه الكنتينر في الجمارك هناك بدل ما يتخلص بيه دولار 55 يتخلص بيه دولار 165. وبقرة يتخلص لك بيه دولار 150. بعضو بيه دولار 155. نتبع اتبع لك انت ما حتشتغل بالتوازي على حلول، فبالتالي، انا يومياً ها يكون عندي أسعار بتاعت سلعه. بما فيها سعر البنزين الرفع عنه الدعم اللي حتكلم عنه شوية بعد شوية. فبالتالي حتى الرد على الناس اللي بيقول لك ما هو أصلا التجار في السوق وهم بيسعروا بالسوق الأسود طيب إحنا ما نقول لهم اتخيلوا إنه انتو الكنتينر خاشي ما خلص بدولار 145 حتعمل شو؟ معناها هتضاعف الأزعار ثلاثة مرات كل يوم كل يوم هتضاعف أتليست زي مرة ونص وده وضع كارثة يعني حيسوقنا نحنا للعرض بتاع زي مبابي أو لبنان الآن وبحمد الله تم رفض القرار داخل أرويقة الوزر اللي هو كان مزيد من رفع الدعم عن الوقود وتحرير سعر الصحة الحاجة الأهمة اللي هو رفع الدعم عن الوقود وهنا فيه يعني الجدل قائم إلى الآن ظهرت أسيا أساره المعلومات الجمعة وزير المالية عن سلعة الوقود اللي طبعا ديره الشيطة بتاعت الصندوق بتقول قالت إنه الناس الأغنية دين هم المستفيدين من الدعم منه الناس الأغنية؟ قال الناس السائجين عربات وهنا فيه كان اختلاف إحصائي كبير أي زول السائج عربية هو غني؟ من باب أولى منه هو الغني؟ هل الغني هو السائج عربية؟ ولا الزول السائج عربية بالضرورة يكونوا غني؟ فلما عملنا بحيوث ميدانية اللي قلنا إنه الناس السائجين عربات دين هم عبارة عن موظفين أفندية اشتروا على بعضهم ديب البنوك واشتروها بالأقصاد أو رسلها لهم أهلهم المغتربين والواحد يكب له جالون بتاع بنزينة ونوستنك عشان مشي بيه أموره وباقي الدخل بتاعه صارفوا على عربية أو صارفوا على صيانتها بيحرك اقتصاد ضخم زاده في الجالون أبو 28 ألف المرحوم ده بيحرك بهه المكانيكي بتاع المنطقة الصناعية بيحرك بهه ستة الرصيد ستة الشاي وستة اللاكلة جنبها وبتاع الرصيد وتاجر الإزبيرات وعامل الترمب اللي يقوم عند البنزين دين احنا في الاقتصاد بنسميه بالinvestment multiplier مضاعف الاستثمار بمعنى أنا لو بنت له مستشفى في حتة الماء بنت المستشفى ححرك الاستثمارات اللي حوالينا هيجيني مطعم هيجيني صيدلية في محطة بتاع تركشات حتقوم جات محطة تركشات حعمل لي بنشر بعد شوي حيكون في محل بتاع إزبيرات المطعم دي جنبه حيكون فيه محل بتاعصير ده كل استثمار جاء حوالين المستشفى المستشفى ما شغلت الاستثمارات للمستشفى المستشفى بتقدم علاج لكن حوالينا في استثمارات تضاعفت نتيجة لوجود المستشفى وعلى ذلك قس جالونا البنزين ده حوالينا في استثمارات الكامل مفترض يحصل شوء نحن نحسب الاستثمارات المحركة لإقتصاد السوداني حوالين جامل البنزين المدعون به نقايصه نعايره بالصعيدة التانية من المعادلة بما يمكن أن نوفره لما نرفع الدعم عن البنزين خد في بالك أنه لما أنا مثلا أنا كوب جالو بنزين في عربيتين الأفنددة وزي كتار جدا في السودان والناس الواحد في المئة اللي هما بيسوقوا موديل السنة اللي هو قصد معالي وزير المالية أو سياسة الليبرالية بأنك ترفع الدعم عنها لأنهم مستفيدين الطبقة الوسطدية كلها بتتعامل بتوزيع الدخل بالهرم بتاعتروزيع الدخل لطبقة أقل منها في الدخل وذلك كلهم هما جايينك من الأقاليم مهاجرين بسبب سياسات الإنقاذ ذلك لما أنا أدين قروش أو أنا أنفق جوزهم من دخلي عليهم في جالو البنزين ده بيرسلوا لأهلهم في الأقاليم أنا لما أخنقهم أخنقهم برفع الدعم حاجوم أنا أخنق كل الطبقة التحتي من الدخول الموزع دي يدخل إن عندك شجرة بتاعة توزيع كبيرة جدا حيتم خنقها نتيجة لرفع الدعم عن الوقود فبالتالي كان نحن دايرين تحصل مقايسة إذا كان حجوم الاستثمار حول دعم الوقود أكبر من حجوم الاستثمار أو التوفير حيحصل في دعم بالدعم الوقود أخيرا نحن ندعم الوقود والحاجات دي بدأت تظهر هنا تأيجة يعني بدأت تظهر هنا حتكلم عنها في الحتة بتاعة في الحتة بتاعة يعني الدفوعات بتاعة أنصار السياسة النيوليبرالية وولاية المال العام برضو من الحاجات اللي إحنا انتقدنا فيها سياسة وزير المالية إنه ما حصل حاجة يعني ما ممكن أنا أجي كوزير المالية وكون متخصص بس بس أنا أرفع الدعم بالتوازي أنا ما شغال ما شغال لا في زيادة الضرائب ولا شغال في قلعة القروش من العساكل ولا شغال في تحفيز الإنتاج ولا شغال في تمويل أصغر ده كله أنا ما شغال فيه بس شغال في قصات مشكلة رفع الدعم فأعتقد إنه دي الأسباب بسريع كده يعني اللي خلتنا نعارض السياسة بتاعة البدوي أو السياسة النيوليبرالية تحديدا في دفوعات منطقية أنا أعتقد في دفوعات موضوعية جدا يعني دفعوا بيها أنصار السياسة النيوليبرالية بتكلم عنها بعد ما بعد ما دكتور نسبنا يعني نحش في المداخل بتاعتها ودأنا خش في الحلول طوالي لأنه شايف الناس برضو بركز أنا قبيل في بداية اللقاء ذا يا أخوان الناس المتابعين في الفيسبوك قلت يا أخوان إذا اقتصاد بتاعة الدولة وفي مشاكل هيكالية وفيديوية وكذا وبتاعة فالناس سيكون مسعجلية دارير الحلول دارير الحلول دارير الحلول لو ما عارفين أننا المعطيات وعندنا مشكلة ضخمة اسمها البيانات وتوفر المعلومات ياخد ديليل بيانات خلينا أحلل وواصل للخلاصة بتاعتها براين ما تديني الخلاصة بس لأنه نزول باحث برضو يعني عندك يواني بتاني بعين لها والاقتصاد الرقم بتاعنا إلى آخر فدكتور رسمنا يتمين الحاجات لما كنا من عدل بتاع دي طبعا ياخوان نشكر الشكر جزيلا جدا دكتور نعمة الله الفاتحة الحامر هي العاملة الكونسترقتة كله اللي احنا داعدين فيه هي جابة دكتور رسمنا وجابة دكتور رسم في القصة فالقصة بتاعت عدم غياب البيانات والمعلومات وفي نهاية الموضوض ياخوان النازل سيقول لكم والتوصيات بتاعتهم والحلول المقترح وكذا ما تستعجر لكن عندما نفهم المشاكل بتاعتنا وكيف انه تأفويد نجلنا بانه نعيد اختراع عن القصة دي يعني تالي لما يجي مسألة رفح الدعم ماشا على الزول الزول يكون عارف في الراس هنا دا رفح الدعم دا والله ما انه بتدعم الأغنية ولا كمان بتدعم في موضوع كامل مفيد بالقصة دكتور رسمنا بالنسبة للتضخم الأزعار المرتبات بتاعت الناس زادت بتاعتها في اكتر من النقطة في الحتة دي تأثير اقتصادي كوفيد 19 العقوبات الاقتصادية كيف انها مؤسرة عن القصة دي ما كانت موجودة زمان القيزان وما كانت موجودة حاجات التأثير الاخرين اتفضل لك طيب أنا طبعا هي النقاط كثيرة لكن نبدأ من النقطة الأساسية اللي هي التضخم التضخم طبعا هو الزيادة المستمرة في المستوى العام للأسعار على سنوات طويلة يعني ما فترة مؤقتة لأنه زي ما قلنا من طبيعة السلوك المؤشرات الاقتصادية في المدى الزمن القصير التقلبات لكنها في المدى الزمن الطويل بتكون مستقرة يعني ممكن الانفليشن ينزل مثلا لون ديجيت في شهر ويطلع لتو ديجيت في الشهر البعض ولكن في المونجرام بتلقاه على مدار عشر أو خمسة سنوات في متوسط معين يعني ثابت فده التضخم التضخم عنده أسباب طبعا فيه تقريبا احنا في السودان اختبرنا اختبرنا بمعنى انه فيه موديلس طبعا الرياضية للعوامل المؤسسة على التضخم لكن مين اللي انا بتكلم ممكن اقول انه فيه في الاقتصاب ذاته انا ما عارفة احس انه دكتور انور ضف الله انت معاي ولا سامعك سامعك تمام اماني كويس لانه ضيقات على الكنيكشن عندك كل الناس متابعين اه التضخم المدفوع بالطلب هو بيحصل نتيجة لزيادة الطلب نتيجة مثلا لطباعة النقود بيقيت في سيولة اكتر في ايدي الناس ما قاب بلت زيادة في العرض ادت لانه يحصل شنو زيادة في المستوى العام للأسعار وانا دايما بطلب بها مثلا انه بتعطابون انه بينتج عشر رغيفات الرغيفة واحدة بجنيه وفجأة لانه في عشرة اشخاص بيجوا يشتروا منه وفجأة بيقوا في خمستاشر نفر هو ما عنده حل اذا ما بيقدر يزيد ينتج خمستاشر عيشة غير انه هو يضاعف يزيد سعر العيش بتاعه لان نتيجة لانه الناس بيقى عندها جروش في يدها ما كانت موجودة قبل كده يعني بدل ما كان في اقتصاد المغلق يعني في عشرة جنيه بيقدر في خمستاشر جنيه واستل في فقط عشرة عيشات يعني ما بيحصل التضخم المدفوع بالطلب في التضخم المدفوع بالكوست اللي هو انه ناس المنتجين نتيجة لتقلبات في الاقتصاد نتيجة للديفست في العجز المدفوعات يضطروا انهم يزيدوا تكاليف الانتاج بمعنى انه مثلا احنا دائما عندنا عجز بمعنى الواردات او مثلا تكون الصناعة المحلية نفسها بتعتمد على استيراد المواد التحويلية يعني اقتصاد ما بينتج مواد تحويلية وانما يستورد كل يعني انت بدار تصنع اي حاجة بتحتاج هنا بتحتاج انك انت تستورد الحاجة بتنتج بيها نفسها من برا في الحالة دي بيحصل التضخم المدفوع بالكوست في التضخم البيت ان البيت ان ده جزء منه زي الحاجة اللي حصلت في قصة الرواتب دي انه انت فجأة تقوم تزيد المرتبات مثلا وما فيش زيادة في الانتاج مقابلة لها يحصل انه الناس يكون عندها جروش اكثر والامتاج في الاقتصاد اجل فيحصل فارج بين الطلبة الكل والعرض الكل بمعنى إنه الطالبة الكل يزيد على العرض الكل ويكون الاقتصاد عاجز عبر السياسة المالية والنقدية عن انه تفيل الجяч طبعا لما يكون في فارج بين الفل و العرض الكل بيجي دور السياسات المالية اللي هي ممثلة في وزارة المالية والسياسات النقدية ومثرة البنك المركزي للتدخل عشان يكفلوا الجاب ده بين الاثنين عشان يرجع تاني مونحان الطلبة الكلية يتعارض تينترسكت يعني مع مونحان العرضة الكلية ويستقر الاقتصاد عند مستويات أسعار أعلى طبعا وطلب أكبر يعني فالكلام ده ما بحصل نتيجة لأنه مثلا في السودان انت زدت المرتبات لكن ما حصل بريكسرو في الامتاج ولا حصل بريكسرو في التريد بلانس بتاعك بالتالي بنك السودان ما عنده يعني سياسة المالية يعني سياسة المقدية سوري هو ضعيف ولا يمتلك الآلية البقدر من خلال انه هو يسد الفجوة دي وبرضو نتيجة لتشوهات في أسواق السلع والخدمات أيضا السياسات المالية سوف تفشل في رد ما هو فيصبح تضخم بلت إن بلت إن يعني من داخل المموزج نفسه نتيجة لزيادة بتاعت المرتبات وبيفضل موجود التلاتة أنواع من التدخم دي حصلت في يعني الرغم بتاع المية ستة والثلاثين ده هو بارشيالي بلت إن نتيجة للحركة بتاع زيادة المرتبات دي وبارشيالي أو جزئيا برضو نتيجة لارتفاع الكوست مدعوم بالكوست وبارشيالي برضو مدعوم بالقصة بتاعت زيادة الديماند لأنه الدولة كان لها فترة طوية جدا بتطبع بتطبع يعني من غير غطاء حقيقي وده أدى لأنه بيكون في سيولة كبيرة جدا في أيدي الناس وزيادة في الطلبة الكل فده ده التدخم سبب في السودان كده طيب ليه نحن ما جادرين تقنطرول التدخم نحن ما جادرين تقنطرول التدخم لضعف السياسات المالية والنقدية زي ما أنا ذكرتها السياسات النقدية ضعيفة ليه لأنه ما في دولار بيخش بنك السودان ليه ما فيش الدولار بيخش بنك السودان لأنه إحنا منذ أن ذهب النفط ما جانا بديل بديل ممكن يحيل محله لأنه الاقتصاد بتاعنا كان محتمد على النفط عشية انفصال جنوب السودان كان النفط يمثل 92% من خزينة الدولة من إيرادة الدولة وكان النفط يمثل 98% من صادراتنا يعني ده ده شكل الاقتصاد السوداني عشية الانفصال ومنذ ذلك الوقت يعني ما جانا بديل ما جانا بديل بحجم الإيرادة النفطي عشان يخلي إنه في جروش موجودة في الخزينة بتاعت الدولة أو يخلي إنه في نقضي أجنبي بيجي لبنك السودان فأضعف بنك السودان وأضعفت وزارة المالية لأنه ده السياسات اللهم بتدخلوا بها في الاقتصاد طيب الحاجة الثانية لين إحنا برضو عندنا مشكلة برضو بتاعت عدم استقرار اقتصادي بتاعت فشل اقتصاد السوق فشل اقتصاد السوق فشل اقتصاد السوق ده حالة بيعيش الاقتصاد الماء النيو لبرالي العالمي الآن وبيعيش السودان منذ سنوات طويلة والمدرسة النيو لبرالية نفسها بتقول إنه إذا فشل السوق فشل السوق معناه شنا يا جماعة المدرسة النيو لبرالية بتفترض إنه الاقتصاد ده إذا حصل فيه أي تجور بمعنى زي ما أنا قلت هس إنه العرضة الطلبة الكلي أكتر من العرضة الكلي في المدى الزمن الطويل الاقتصاد سيصلح نفسه براهم عشان كده بقول لك الدولة وات الدخل يعني في المدى الزمن الطويل سيرجعوا المحاليين دي لتلاقوا براهم تاني بفعلي آلية السوق أو اليد الخفية لكن بحصل في مرحلة ما إنه الكلام ده ما يحصل لما أنا الانفليشن عندي يستمر يا جماعة لخمسة ست سنوات لما العجز في الميزار التجاري يستمر لخمسة عشر عشرين سنة لما البطالة تستمر لخمسة ست سنوات لما الركود الاقتصادي يستمر لخمسة ست سنوات أنا هنا بعلن إنه الاقتصاد لم يصحح ذاته وبعلن حاجة بنسميها فشل آلية السوق ودي عنده أسباب منا وأسباب كثيرة واللي هي بيسموها نحن اللي هي التعليم والصحة والأمن وغيره لكن ده نقاش آخر لكن المهم إحنا بنعيش حالة بتاعة فشل اقتصاد السوق يستدعي تدخل الدولة يعني نحن الآن في مرحلة زي اللي أنه الدكتور قال ليه نحن يعني بنعارض إنه ننغمس أكتر في المدرسة النيوليبرالية لأنه نحن بنفتكر الآن ولما أنا قلت أدخل الدولة ما بكصد كمان النموذج اليساري الراديكالي بمعنى التأميم يعني ناس أدخد في بالا إني أنا دائرة تأميم لا أنا بكصد شيء نوعا ما المزيد من المدرسة الكنزية والمدرسة النمساوية بمعنى أنه الدولة لما أنت حس إنه المكانة دي زي ما هو قال خلاص عضت كله كله ما شغالة لابدنا من إنه نحن ندخل في تفكيك الريجيتيتس دي عشان تفلو الاقتصاد فإن إحنا الآن محتاجين إنه الدولة ترجع تسيطر ترجع تتحكم في بعض الأشياء عشان تكنترول لكن من غير ما إنها هي تكون متواجدة كمان بشكل ينافس القطاع الخاص ده طبعا بيتعارض مع البنك الدولي مع الوصفة أو بالضبط كده هما بيتعارض تماما هما بالنسبة لهم حكاية تدخل الدولة ده يعني حاجة مرعبة أو حاجة يعني غير محبزة على الإطلاق وإنه الدولة دي هي أكبر عدو للاقتصاد يعني نحن ما بنتفك مع الحاجة دي بنشوف إنه التدخل ناعم في الدولة للدولة في الاقتصاد دائما مطلوب حتى من أجز محبزاً ومن تدخل حقاً في سودان حين من الأول طيب الحاجة التانية في حاجة يتكلم عنها إنه العجزة مثلاً في الاقتصاد السوداني فعلاً ما كبير وفعلاً دي حقيقة لأنه نحن أصناً اقتصادنا ما كبير فعلاً احنا الاقتصاد السوداني هو ما من الاقتصادات الكبيرة ولا من الاقتصادات المعقدة ولكن إحنا عندنا اقتصاد خفي أو اقتصاد وحشانا نرجع لحيث مثل المعلومات التي قلتها، عندنا اقتصاد خفي أو اقتصاد معفا، بيسموه خفي، بيسموه غير قانوني، بيسموه، عنده مسميات كثيرة، المهم اقتصاد خفي نمى واستفاد، لأنه طبعا مزيج الدولة الريعية بيؤدي لضعف المؤسسات، الدولة الريعية المؤسسات تحت الدولة بتكون فيها ضعيفة دولة المصالح المتجزرة ده حريص على إضعاف مؤسسات الدولة، لأنه دائما بيواجه تريد أوفز، تريد أوفز بين إنه الدولة دي تكون ديمقراطية وفيها مؤسسات قوية وحكم قانون، وبين إنه هو يعظم نصيبه من الريع، إذا دولة السودانية دي مشت في اتجاه هنا تكون أكثر ديمقراطية، وأكثر عدانة، وأكثر سلام وأمن، الجماعة بتاع مصالح المتجزرة دي، نصيبه من الكيكة ده بيعاد توزيعه لأنه حيدخل الشعب، ما هس هو نصى المصالح دي، لو لاحظت كلهن عبر كل العصر، في عهد نماري ما تضرره، يعني الجيش مثلا ناخد الجيش الجيش، الجيش السوداني هو عضو أساسي في دولة المصالح المتجزرة، حما يتدى ما جيد جديد دخل في الجروب جديد، لكن أصلا المؤسسة العسكرية السودانية هي جزء من دولة المصالح المتجزرة لأنه أسست في زمن التركية على أساس الانكشارية، والانكشارية في التركيا الحب نعرف إنه هي بتمشي تغزو، ولما السلطان ما يغزو هم بيفلسوا، ممكن يقلب السلطان ويقتلوه، حصلت كثير في تاريخ الدولة التركية، وهذه هي الحكاية الجامعة عليها الجيش السوداني، وما زالت حتى الآن، عشان كده نحن بندعو لإعادة الهيكلة والعقيدة والأشياء دي، فهي جزء من دولة المصالح المتجزرة، إصرار العسكر على إنه يحكم السودان باستمرار، هو في إطار التنافس على الريع، هو هي المتجزرة الإنسية، ليس المتجزرة الإنسية، هم محبوا السلطة، هم ما عاوزين يحكموا لأنه دي دوش هاتراز، هم دارين يكرسوا لمصالح المؤسسة العسكرية الاقتصادية، اثنين، الأسرة الكبيرة، والطواقف، لشان ما نكون سبجيكتف، الطواقف الموجودة في السودان، الطواقف، ولما نقول الطواقف، ما بكصد بس بالمناسبة الطائفتين الكبيرتين، لا بكصد سلاطين، دارفور، بكصد سلاطين، جانوا بالسودان من قبل ديل جزء من دولة المصالح المتجزرة، لأنه الإنجليز لما نجوه، عملوا الإدارة الأهلية، وكرسوا من سلطتهم، فأصبح من المهم جداً إنهم هم، يعني بيقوا أغنى، هم بيقوا أغنى من الناس، ملكوا أراضي بيقوا قريبين للسلطة المركزية آنازاك، اللي هي الإنجليز نفسهم، وورثوا الإنجليز في البوسكولونيزيشن إرا، وللآن هو ذا الحاصل، كل الجماعة دين إذا تحول السودان، بالإضافة طبعاً لرجال الأعمال، رجال الأعمال دين مروا كثير، يعني كان زمان عندنا أسماء، الأسماء دين دسرت في عهد نميري، وجات أسماء جديدة، الإنقاذين، يعني بنلاحظ في كل حكم، في أوليغاركية جديدين، في رجال أعمال جدد أسماء بتلمع، كده، يعني زمان بنسمع ناس فلان ونس ونس فلان ونس فلان، وبعد شوين قم نسمع ندو، يلا هم بيناتهم علاقات اقتصادية وأسرية، وبنسمع الكلام اللي بنشوفه حاياً في الفيس، ده ما، ده ما ونست يعني هنا، ده كلام علمي، ده فعلاً ده فعلاً ما يحدث في كل نظم الريعية عبر التاريخ، هكذا تتوالد وتتطور لأنه تتقسم الريعية، إذا أصبح السودان حتى دكتور البدوي ذاته عنده ورقة بحثية مهمة، أنا يعني مهمة أكتوبة الإنجليزي، لكن أنا بفضل إنه إيزول لو لقى فرصة يطلع عليها، أعتبرها مهمة، هو عملها مع دكتور علي عبدالقادر علي، اسمها أفريكان، اسمها إكسي بلنك سودان's economic growth performance، فليس، everybody should go through this واحدة من أهم الحاجات اللي نوهلها الدكتور هنا، أو الفايندين، ستاة البابر دي، which I find very interesting، إنه ذكر إنه السودان ده لم يكن قط أدى أداء جيد إنستيوشنالي، طبعاً الحوكمة اللي هو ده جانب ده يتكلم عنه بعد لو سمح الزمن، السودان عنده مشكلة بتاعت مؤسسات، لأن الدولة الريعية زي ما قلنا بتضعف المؤسسات، لأنها anti-democracy الديمقراطية ما قاعدة ما تستقر في السودان بسبب العسكر، لا، ماذا السبب الأساسي، والديمقراطية ما قاعدة ما تستقر في السودان بسبب المشاكل الاقتصادية التي تتعرب لها، لا، لأن الدولة ذاتها anti-democracy لأن الدولة في تلكيبتها وهيكلة pro-dictatorship، لأنها ريعية، وأنا عشان أكوش على الريع ده لازم أبطهط، لازم أكون طبقي، أدي أقرب ناس وأبعد ناس، لازم أعمل genocide، لازم وعشان كلا، في الورقة حاجة البدوي هو شايف، وفيه برضو data set جميلة جداً أنا وكل الباحثين هنا يسمى ال-V-DEM ال-V-DEM data دي، دي data عن ال-institution وال-democracy موجودة free online بتقدر تنزلها من سنة 1800 وحاجة عن أي دولة في العالم ال-DEM data دي بتوريك rule of law، بتوريك freedom of expression، بتوريك democracy indicators الحاجة المفاجئة إنه السودان ده لم يكن فيه، لم يؤدي أداء جيداً قتلى في الفترات الديمقراطية ولا في الفترات الدكتاتورية في الفترات الدكتاتورية مفهومة طبعاً، مفهومة لأن الدكتاتور ده أصلاً يعني بكمي ملافواه وبعمل الحاجة ال-V-DEM was very astonishing for me من ال-data إنه السودان كان يؤدي أداء سيئاً أيضاً في الفترات الديمقراطية أيضاً معناها structural بالضبط هي دي الكلمة، هي معتعلقة ببنية الدولة الريعية إنها دولة تكمم الأفواه بس بأشكال مختلفة بتوري نفسها بشكلها الغبيح لما يكون الحاكم دكتاتور لكن أيضاً مفهومة في الديمقراطية بس بأشكال صفتر يعني مثلاً المحسوبية المحسوبية موجودة في النظمة الديمقراطية والمعدل بتاع الفتروناج أنا بتكلم عن indices مش بتكلم عن رأيي الشخصي، أرقام يعني المؤشر بتاع الفتروناج، الفتروناج معناها شنو؟ معناها الاستفادة من العلاقات الشخصية أو الأسرية في التمكين الاقتصادي والسياسي إنك أنت تحصل على منصب سياسي نتيجة لأنك قريب دا، ولد دا، معرّس دا، كده، دا كلام موجود في الديمقراطية، فالإندكس بتاع السودان is very high المحسوبية بتعني إنك تحصل على عطاء نتيجة لقربك من الحزب الحاكمة وده كان موجود للأسف حتى في الفترة الانتقالية نتيجة لريعية الدولة فدي عشان كده الديمقراطية مهمة، أنا بعتبر أهم جهاز في الدولة السودانية هو الجهاز القومي للإحصاء طيب دكتور إبراهم البدوي هو أصلاً ريسيرشر جيداً ريسيرشر الجهاز القومي للإحصاء دا ما شاء له أي تغيير في فترة أيوة، أنا كنت أتوقع والله ودي من الحاجات التي اتفاجأت فيها يعني الدكتور البدوي استاتيشيان أو إكنوميتريشيان في الأساس وباحث لا يشق له غبار يعني ذول ما شاء الله اشتغل كثير في البحث العلمي لكن كنت أتخيل إنه أول حالة أن الاقتصاد دا بيتبني على شنو؟ بيتبني على سياسة وبيتبني يعني واحدة من رؤوس المسلس للإحصائية السودانية إنه يكون عندك موارد تكون عندك سياسة والحاجات التالتة والمعلومة الصحيحة إذا أصلاً أنت ما عندك معلومة ما بتقدر فأنا يلا دا كنو بيرجعني للحتة بتاعة الاقتصاد الموازي الاقتصاد الموازي دا أو الخفي دا أصبح هو أكبر أنا الآن كسبنا يعني ما عندي رقم لكن من رؤية للاقتصاد السوداني إنه الاقتصاد الموازي أو الخفي أو الاقتصاد الذي لا تديره الدولة عشان نكون دقيقين أكبر وأكثر تأثيراً على الاقتصاد السوداني أنا مؤشرات الاقتصاد السوداني من الاقتصاد الحقيقي أنا متأكدة إنه العملة التي تطبق خارج بنك السودان هتكون أكبر بكثير من العملة البنطبع أن إحنا هو في الشئ وعندي اعتقاد بأنه إرادات السودان طبعاً من الدهب طبعاً دي معروفة لأنه إحنا هو الوزير ذات وقال إنه إحنا ما بنحصل أكتر من 10% معنا في 80% هي إرادات لا تذهب لخزينة الدولة فبتمشي وين؟ بتمشي في الاقتصاد الموازي أو الخفضة الحاجة اللي إحنا عارفين إنه في شركات أمنية دا اللي إحنا عارفينهم لكن لا لسه كمان في تجار في السوق في طابعي عملة عشان كده الناس ما نادت بإنه أن تتغير العملة ما كان اعتباطاً لأنه أفتكر إنه كثير من الاقتصادين يتفقوا معي في الرؤية دي إنه فقد بنك السودان يعني القصة أو دولة السودان القصة السيادية في طباعة العملة السودانية دي نفسها فالمعلومات والفيلد وير يعني مش المعلومات السكن داري المعلومات اللي بتتاخذ من الفيلد وده دور الجهاز القومي للإحصاء ودور الجامعات السودانية برضو إنه تتغيرها في جهاز ده مشروع أنا يعني بتمنى إنه الناس ياخدوه من هنا عشان إحنا نبني نعمل دراسات مثلاً دكتوراه وحتى في مرحلة الماجستير نفسها إنه الناس يمشوا ياخدوا فيلد ويرك يعني يمشوا يجيبوا المعلومات من السوق ليه؟ لأنه إحنا نحن نكشف عن هذا الاقتصاد الموازي ونشوف حجمه كم وحنتفاجأ بالحاجة دي يعني إذا كان حجم الاقتصاد السوداني عشرة مليار أنا متأكد إنه الاقتصاد الموازي الآن منمى وتطور ممكن يكون وصل لحد المية مليار فأصبح هو تأثيره اللي إحنا بنشوفه في الاقتصاد على التضخم والستابيليتي بقى أي حركة بتحصل في الاقتصاد الخافي الغير مرئي ده بتؤثر في الاقتصاد بتاعنا نحن نشايفينه لكن إحنا بنقول الكلام ده حاصل كيف يا جماعة نحن نفهم الأسباب النظرية بنقول الأسباب النظرية لكن عندما نحن نحن نتوقع الأسباب بنلقى إحنا ما قادرين نلمسه ليه ما قادرين نلمسه لأنه خافي لأنه ما موجود في التقرير السنوي لبنك السودان ما موجود في ريبورتات المالية وده السبب اللي أنا أخدته بعد كده للمسألة بتاعة التضخم والأشياء الحاصلة طبعا أنا بضيف للحطة بتاعة الهيكلية بتاعة الإنصاد الريعي اللي فيها مشكلة اللي هي برضو السياسة بتاعة الغطغة والديستيس اللي هو اللي هو الترانسبيرنسي يعني أسا نحن ندير متابعين من بره عايزين نعرف يعني نعرف عبر الإنترنت لو أسي ترامب الليلة تغطى شنو أنا دائر عريفة بعريفة لو دائر عريفة ترامب يأخد مرتب كم ووقفوه أدو مخالفة مرورية وين لما كان عمر الطلنطان أنا بقدر أعرف لكن ما بقدر أعرف أنا ما عارف عبدالله حمدوق بعمل فشنو ما عارف البرهان بعمل فشنو حمدتي كل يوم يومين ثلاثة ندلقى حساب بتوسق جديد وسق حساب الفيسبوك وعلى شوية وسق حساب الإستيجرام يعني ما بتعرف إحنا ما شير لي وين أيوا أيوا غياب تام للبيانات والمعلومات وبتحس إنه فيه صالوم مغلق كده قاعدين فيه شلاليات ولا نسميهم يعني أي لخبة بتكلم مع بعض ويتكى مواطن بغض النظر كنت ريسيرشر كنت دكتور كنت غيره ما في زول بيتكي كونسيدريشن يعني أسهل لما دكتور حساب بيكون إحنا في المقاومة الاقتصادية وكذا هو زول قاعد في السودان وخبير وعنده بيانات وعنده موديلس والآخرين وبحس إنه هو مارجنرلايزد ما قاعد في الطاولة بتاعت الحوار لأنه مثلا دكتور حسام أنا أتزول أي ترست بعتقد إنه والله أخي بيجي راجع الديني الفيتباك يا وريني الحصة شنو بيكتب في الفيسبوك بتاعه والغير ولا ذي لكن الناس اللعينيه الجنج العصابة الحاكمة بغض النصر عنك هكيه كيزان ولا غير هي مع إصابة، هي مصالح، هي دولة مصالح متجزدة أبسلية، أنا أقرأي أيوه، نحن دائماً بنتكلم جداً لكن هي اسمها العلم كده ممكن تبقى دولة، ممكن تبقى إصابة أيوه، ممكن طبعاً، ممكن طبعاً ما هو إبنشو اللي بتبقى كده لكن النقطة بتاعت الترانسفيرنس اللي انت أشرط لها دي مهمة جداً مهمة جداً في شنو، انت قلتها بصفة عامة في حكاية إنه الكوميونيكيشن بين الكابينت والشعب لكن الترانسفيرنسي في القصة مثلاً حقة الدهب في حاجة الآن معروفة اسمها ترانسفيرنسي، إكسراكتيب إندوسترس ترانسفيرنسي إنيشياتيبز دي أساسات الأمم المتحدة وهي بتلزم الدولة اللي بتنتج مواد استخراجية زي النفط والغاز والدهب والحديد زي ما ذكرت الدكتورة وي معادل أخرى، ماس، يورانيوم، غيره إنها تعرض أنتجت كم، وودت وين، صدرت وين، وتكون ببليكي يعني تكون أنت مثلاً أنور دفع الله، معي اقتصادي ومعندك علاقة بالموضوع ده يعني بتجوم إنت شنو تفتح الموقع في الإنترنت تعايف إنه السودان ده أنتج كم برميل بتعنفط وأنتج كم طم من الدهب ويش وباع لي منه، والريفنيو مشا وين؟ دي أنا بنادي بإنه هي واحدة من الإصلاحات المؤسسية الضرورية جداً يعني إنت لو ليلة جبت حمياتي قلت ليه يا أخي ورين الدهب ده أنت بتودي وين؟ ولا مهربي الدهب ده القبط ليك خمسة؟ نسي مقابلونها كما لكن إذا عملت مبادرات زي دي دي أجهزة ومؤسسة بتجي عندهم طرق معروفة وطرق علمية وناس مدربين جداً بذلك تطرق الحاجات دي بطرق معينة وإنت كده بتحاصر، لأنك انت بتلزم أي منتج بإنه هو تريبورت الحاجة دي وعندك طرقك إنك انت تتطرق مدى مصداقية المعلومة وخدتها إحنا في فترة النرت ما كنا حتى مراقبين في الانيشياتيف دي هو أنت بتقدم طلب بتقول أنا والله داير أدخل في المبادرة دي بيقوموا يقيموا مستواك مستوى الترانسفيرانسي في بلدك وبيقوموا يقولوا لك يا أخي والله أنت مثلا ما بتصلح إنك تخش فيها عندك هي بتمر على ثلاثة مراحل شروط بتستوي فيها في الآخر بتبقى مراقب بعد المرحلة الثانية بعد المرحلة الثالثة بتبقى عضو رسمي عضو رسمي معناها ما في أي مواطن في السودان تاني اللي هم كل الستيك هولدرز بيكون عندهم معرفة بإنه ماذا ينتج من موالد في بلد وإلى أين تذهب وكيف تصرف ولمن تباع ودي في إطار العملية بتاعت إنه يكون عندنا الـ informative economy لأنه أنت بدون الـ right information دايما حتكون طبعا قراراتك مغلوطة وغير صحيحة بالنسبة للمسألة بتاعت الأجور دي احنا تكلمنا فيها قلنا يعني إنه أنا ما عارفة طبعا الحيثيات السياسية لكن طبعا هي ديفينتلي غزة الـ stagflation يعني غزة الضخم وحتى تستمر في تغذيته لأنها built-in زي ما أنا ذكرته وأنا بفتكر إنه وزارة المالية والنقدية لو كانوا أقوية أنف وما كانت فيه structure of rigidity كان ممكن تكون السيادة دي تؤدي لزيادة الطلبة الكلي وتحفز النمو الاقتصادي لكن unfortunately this is not going to happen أجل لأنه إحنا ما كنا جاهزين لها لأنه في ريدي تز بتمنع الدولة من القدرة علينا هي تمتص الشك من الاقتصاد ده رأيي فيها باختصار يعني مرتكري إنه ده ما كان الوقت المناسب لها على الإطلاق بالنسبة للجيش بالنسبة للجيش الجيش السوداني طبعا لكن قبل ما نمشي للجيش واحدة من أهم الأشياء لأنا برضو دار أذكوري هنا في الدولة الريعية دي إنه برضو في الدراسة دي في حاجة very interesting إنه بتوري إنه الولايات السودانية الولايات السودانية المختلفة مهمة مجسمة طبعا النورث إيست اللي هي كسلة والخرطوم البلو نايل النيل الأزرق النورث ويست اللي هي كردوفان ودارفور حجم الـ population والمساهمة في الناتج الإجمالي المحلي فإنت بتجون بتلقى مثلا إنه كسلة والخرطوم مع بعض بيمثلوا 22% من العدد السكان وبيساهموا 32% في الجي دي بي بتلقى إنه البلو نايل بتمثل 20% من السكان وهي ليس يعني لكن ما 41% من الناتج الإجمالي المحلي بتاعك وبتلقى مثلا النورث ويست كردوفان ودارفور بيمثلوا من الـ population زي حوالي 30% وبيمثلوا 27% من الجي دي بي وده بيرجاننا نقطة مهمة طبعا في الجنوب برضو كان في الدراسة دي لكن الجنوب الآن ما إحنا ما معنا نبيو كتير يعني لكن دي الولايات بتاعت السودان لو تلاحظ إنه كردوفان ودارفور وبلو نايل هي بتمثل السقل الحقيقي للاقتصاد السوداني ودي الولايات اللي هي فيها طبعا مشاكل وإضطرابات على عبر تاريخ السودان الحديث على الرأي يعني مثلا زي من الأزرق دي الآن اللي هي تقريبا أصبحت يعني واصلة مرحلتنا بالطالب بالانفصال دي هي في الواقع بتمثل 41% من بتاعت الإقصاد السوداني يعني انت لما انت تخسرها هتخسر 41% من قدراتك الاقتصادية يعني الرقم دا ما هو في فترة الخمسينات أو سنة لكن هو بيعوريك حجم القدرة الاقتصادية للإغليمة المعين فإنت لما انتجي تمشي للمفاوضات حجة السلام دي يجب أن تخسر ذلك يعني لازم تكون في تفكيرك الخلفي النخبة أو الدولة المصالحة المتجزدرة هي متمكنة في الخرطوم لكن الخرطوم دي ما بتمثل أكثر من 32% من قدرة الاقتصاد السوداني يعني أنا لو دار الاقتصاد السوداني دا في المستقبل تفلاي تفلاي من الخرطوم تفلاي من النيل الأزرق ومن دارفور ومن كوردوفان دي الثقة للاقتصادي بتاع السودان يبقى الدولة، أنا بقول التفكيك الدولة الريعية لأنه طبعاً هو جنوب السودان انفصل لي انفصل لأنه الإنجليز كانوا في الخرطوم وفي نخبة كانت جريبة حدث إنه في نخبة جريبة منهم فتعلمت والإنجليزات تعمدوا إنه النمو التطور المؤسسي والتطور الاقتصادي يحصل في الجزء الشمالي وما يحصل في الجنوب كتعليم وكهيومن يعني كان في بون وعمقوا برضو الفوارق الأصلا موجودة الدينية والعرقية بسياسة الأراضي المغلقة لأنهم منعوا الأفرو وأراضي المغلقة لأنها تمشي في الجنوب فدي حاجة عملت ويحصلوا على الأمور بعد ذلك ما حاولوا إنهم يعاجوا المشكلة دي استمرت العملية بتاعتها لأن الدولة ريعية الموجود في الشمال هو بيملك الريع ومسيطر عليه وما عاوض يخشوا معه ناس تاليين لكن ابتدى عشان كده الحرب الأهلية في جنوب السودان بدت حتى قبل الاستقلال السودان يعني الآن المزيد من مظاليم النظام الريعي ده اللي هم في النويلة الأزرق وفي دارفور وفي كوردوفان برضو قدوا يعني يمشوا في نفس الاتجاه ودين بيمثلوا ثقلنا نحن الاقتصادي يعني في مشكلتين هنا في الثقل بتاعي الاقتصادي وفي نفس الوقت هم إذا انفصلوا هم ذاتهم هياخدوا عاداتنا نحن المثلا الموجودة في النخبة النيلية أو الدولة الأم أنا بسميها هياخدوها معاهم وحيخشوا هم ذاتهم في احتراب فحيكونوا سبب في اضطراب دولهم ودولنا لأنه مثلا نحن سوى الجنوب ما انفصلنا تماما نحن خلف ولينا وضع انه فيه يعني النفط في الجنوب ولكن كل البروستسيمس والحاجات الفي الشمال فنحن الآن من مصلحتنا أنه الجنوب Deيستقرم مصلح استراتيجية بالنسبةا للسودان وحيكون من مصلحتنا بالنسبة لدارفور إنها تكون مستقرة وحيكون من مصلحتنا أنه البلو نايل تكون مستقرة لكن هم ما حيكونوا مستقرين لانهم متأخدوا الحاجة لانه متعالجته دين الدولة العناي دين الدولة الأم حتى إذا قدر الله قدر لنا انه حنينفصل في المستقبل أنا بفضل إنه الكلام ده يحصل بعد ما كل دولة يعني يحصل فيها النمو المؤسسي البيمكن من إنما تصبح مشكلة لنفسها ومشكلة للدول الأخرى برضو من الحاجات الثانية إنه الآن إحنا في نموزجنا السودان ده وأنا حتكلم عن الكلام ده في الحلول لكن إن جنرال أنا قلت الكلام ده هسي ليه عشان كل المشاهدين يعرفوا إنه سقلنا الاقتصادي موجود في أماكن الاحتراب عشان الناس تفهم حجم أهمية السلام إنه هي مش قضية سياسية هي قضية اقتصادية في المقام الأول إنه إنت الحجم القوة الكبسة المعرفة نتحدث دائما عن الموارد الموارد دي أغلبها موجودة في الأماكن دي أغلبها موجودة في الأماكن دي فإنت يجب أن تساعد في التجاه إنه إنت تساعد ما يحتاجون أكثر من إنك أنت تعمق الصراع ده وإنه أي يوم بيعدي نحن بنكون في مستمرين في القصة بتاعة الحرب دي نحن في مشكلة والحاجة الثالثة والأهم من ده كله إنه لازم تكون فاهم إنه في قضايا عادلة القضايا الموجودة في دارفور ونيلا الأزرق هي قضايا عادلة لأنه فعلاً نحن لازم نعترف يعني نحن كسودانيين لازم نواجه ونعترف بأنه في فوارق تنموية وفوارق اقتصادية كانت بين الشمال والجنوب وانتهت وما أديرت بالشكل المطلوب فأدت إلى انفصال الجنوب ونفس المشاكل دي نفسها الآن هي موجودة في دارفور والنيلا الأزرق وبنفس الحدة وبنفس المستوى وإنه إذا إحنا ما وقفت الحاجة دي وفي ظلنا نتكلم عن إنه لا نحن ما بنفرط يعني إحنا دائماً بنناقشها نقاش نخبوي يعني بنقوم بنقول يا أخي دير الناس الحركات دي ما تعري فيه بنتكلم عن الحركات أكتب بنتكلم عن المواطن وبنتكلم عن إنه العنصرية بنقول يا أخي العنصرية يعني دا حوار ما مجدي إحنا لازم ننقل الحوار دا لحوار اقتصادي لازم نحوله لحوار اقتصادي أنا لما أضعف هذه الأقاليم لمصلحة الدولة الرئيئية الليلة زي ما ذكرت لكم ما بتضرر حتى في وجود الدكتاتور يعني أنا ذكرت لكم المؤسسة العسكرية وذكرت لكم رجال الأعمال وذكرت لكم الطواقف عشان نكون واضحة الناس دي الأصلوا ما عانوا المعاناة لأبوي عاناها أو جدي عاناها أو أبوك أو أنا لأنه نحن برا الكيكة لكن هم موجودين في الرئيئة لنبتجون عواجه هسي كان جاء أسكري تاني مسك ثلاثين سنة تاني بالمناسبة مصالحهم دي المتجزلة دي هم دي والإنفسائي الزيت إذن مور أيمشور إنه في بعض الطواقف اغتنت أكتر في فترة الدكتاتوريات مما كان يمكن أن تحصله في فترة الكلام دي طبعاً شفناه واضح جداً اللي هو في قصة التكاثر الأميبي للأحزاب يعني حزب الأمة بيقى خمس أحزاب وحزب الاتحادي بيقى خمس أحزاب لأنه في ناس تعملوا في الكيكة بس في الريع نعم واضح جداً جداً بيقى يزور بيعمل له وحزب حتى سنة عرفت إنه في مشاقين في حركات الكفاح المسلح المشاقين دي كلهم كده تلموا وعملوا ليهم تكتل جديد عشان يخش يحصلوا الله في لكن فعلاً هو التغيير المحتاج إنه تغيير جزلي لو دكتور حسام عمل بس إضاءات على النقاط الفاتد عشان يتكلموا عن الحلول ممكن يعرفنا المشاكل في حاجة أخيرة بس ممكن أقولها اتفضل يكملي تكملها دكتورا في حاجة أخيرة أو نقطع الأخيرة الجيش لأنه دي حتى برضو مهمة جداً جداً الجيش السوداني هو كجيش طبعاً مؤسسة قوية يعني قوية من ناحية رسوخة هستوريكالي من ناحية إنه هي نمت وتطورت أكثر من السيفل فورسيس يعني دائماً أنا بقول أي دولة فيها مليتاري فورسيس أو سيفي الفورسيس الحصل إنه التركيبة الريعية للإقتصاد السوداني طورت الجيش أكثر مما طورت أو زوبت الأدوار المدنية في الجيش نفسه يعني أنا لما أقول لما نحن نهاجم الجيش أنا بسمع كثيرة ناس بتهاجم الجيش في نقطة أنا برضو لازم هنا أحاول أن نوهلها مثلاً البدوي كان بيقول إحنا حنقلل الصرف على الجيش دي برضو أنا بقوم بشوفها كوحدة من أهداف الميزانية كانت التقليل الصرفي على الجيش ده عنده توقيت يعني أنت ما ممكن الآن عندك المشاكل في الفشقة ومشاكل في حلايب يعني وإحنا دولة طبعاً فاشلة دولة فاشلة بالتعريف الاستراتيجي والعسكري هي الدولة الغير مسيطرة على حدودها والنتيجة الطبيعية طبعاً الحكاية حقاً التهريب دي أنا بفتكر إنه أكثر من إنها هي مربوطة بالدعم هي مربوطة بفشل عدم قدرة الدولة على السيطرة على الحدود وعندنا طبعاً الاحترابات الأهلية بظل الوضع ده تقول بصادفك إنه أي زولي يقول لك أنا حأقدر عملياً حقيقةً يعني أنا دار أقول إنه الادعاء ده كان يعني ما واقعي إنك إنت تقول في وقت مصر ممكن تخش في حرب مع الحبشة في وقت في حروب وفي حروب جاية نحنا داخلين على حروب توسعية حرب القادة وحرب المياه وحرب المياه وحرب نفوذ داخلين علي في العالم كله يعني ففي وقت زي ده عشان برضو بعدينك لما نجي للحلول المواطن يكون في راس الحاجات دي كلها الحديث عن إنك أنت حتقلل الصرف على الجيش أيضا إنها حاجة مطلوبة ومرغوبة لكنها ما واقعية وعلينا أن نعلم إنه هؤلاء برضو النيو لبراليين البيجو طوالي يقولوا ليك قلل الصرف على الجيش هم بصرفوا صرف خيالي على الجيش في الولايات المتحدة الأمريكية فيها ديبات كبير جدا جدا عن إنه الصرف على الأمن والدفاع في الولايات المتحدة الأمريكية بتصرف يمكن أكتر من 50 أو 60% من ميزانيات السنوية منصرفات على الأمن والدفاع الصين بتصرف صرف خيالي حتى دول الجوار بتصرف لكن بجي يقولوا ليك أنت لا الصرف على الجيش ده حاجة سيئة يعني نحن ضد إنه الجيش يدخل السوق نحن ضد إنه تكون في شركات أمنية وعسكرية ولكن بنفتكر إنه الجصة في خضم الصراعات الدولية اللي إحنا مقبلين عليها والإقليمية والتحديات الماثلة حكاية إنك ما تصرف على الجيش دي مش واقعية إحنا محتاجين مزيدا من سيطرة الجيش على حدود الدولة يعني لكن يطلع من السياسة ويطلع هو من البيزنس لكن نستمر إحنا في تطويره هو كجيش يعني مسألة رفع الدعم دي إنه هو الأغنياء رفع الأجور برضو عندها مشكلة هيكلية تانية حتعملها إنه حتزيد الدخول حكا نقطة مهمة ما ذكرتك بل حتزيد المتوسط بتاع دخل الفرد في السودان وده بيقلل في المستقبل من قدرتنا على جذب الـ foreign direct investment لأنه لازم لما نرفع الأجور نتأكد إنه إحنا دايما عندنا أجور أقلة لأنه المستثمر الأجنبي ده بيحب دايما يجي في دولة متوسطة الأجور فيها أكثر انخفاضا يعني رفع الدعم ده مسألة الأغنياء دي نبعت تبيره very very ridiculous طبعا زي ما قال الدكتور هو أذهب فيها إنه هي أنا بتفق معه إنه الزون الغاني ده ذاته حتى هو لو عنده يعني لو عنده business وكده بيشغل فيه ناس كتار وأصلا إحنا ما عندنا مشاريحة بتاعات أغنياء كبيرة ومفتكر إنه دي حجة ضعيفة تبرر رفع الدعم given الفوائد بعدينك الولايات المتحدة الأمريكية بتدعم وأكبر تجلل الدعم في الولايات المتحدة الأمريكية في الزراعة والدعم أيضا في مسألة الـ unconventional لما حصلت مقاطعة النفط في السبعينات من الوقت داك الأمريكا عرفت إنه لازم تعمل حاجة بيسموها energy security بمعنى إنها تستقل من حوجة للخليج في قصة النفط بي فابتلت الولايات المتحدة الأمريكية تدعم حاجة بيسموها الـ unconventional oil اللي هو الأويل الغير تقليدي الأويل التقليدي بينتج من طبقات معينة في طبقة ما مفروض تنتج منها oil دائرة تكنولوجيا متطورة تكنولوجيا متطورة يعني صرف أكتر الشركات الصغيرة ما تقدر تعمل الحاجة فقامت الولايات المتحدة رفع دعمتهم وخفضت التاكسيز وخلال عشر سنوات فقط عملت بريكسرو وأصبحت الولايات المتحدة الآن أكبر منتج للنفط والغاز في العالم وهو العمل القلبة في الحكاية النفط بكلها بالمناسبة الـ unconventional فهؤلاء الذين يقولون لك إرفع الدعم هم أكتر ناس بيستخدموا الدعم بيدعموا بيستخدموا الدعم للهيمنة الاقتصادية ولحل المشاكل الاقتصادية الكبيرة زي مشكلة الـ energy security يعني وشكرا يعني أنا بجي فينا نعم حسام نقول لك وبعده طوالي ده نفسه في الحلول الحلول في طيب أنا حخش في الحلول لأنه الشباب شايف في الفيسبوك يعني لا نحنا بس أخواننا مهم جدا دجايك معلش نوريك ونحنا بالخبرة بتاعتنا بالباحثين السودانين نحنا الباحثين السودانين نحنا برنامج في غناد النية نحنا باحثين بي نمشي للـ root causes بتاعت المشاتر والناقشة ولو احتجنا نعمل حلقة حلقتين ثلاثة نعمل سلسلة عندنا ثلاثة بتوصل إلى تسعة عشر حلقات ما من الضغط يا أخواننا بإنو الناس قالوا داري الحلول داري الحلول الناس دير القدام كل الخبر القاعدين دير دير القروا الكلام القرود في عشرات السنوات ما عشان أدوك له في كابسولة وإنما عشان نشرحوليك الوضع يدوك الـ root causes فمهم جدا دكتور إحنا نغطي كل النقاط بتاعتنا الضغط بتاع السوشال ميديا دخلوا علينا أن إحنا انتو نشرحوا لينا فهمونا أن إحنا وين وكيف نمشي لك التاعة خبرها لك طيب شكرا لك بعد الحلول أنا دائر دكتور أنور دكتورة سبنا ومعنا دكتورة نعمة والمشاهدين برضو يسألون يعني رأيكم شنو في الدفوعات بتاعت ردا على دفوعات عنصار المدرسة النيوليبالية يعني في التسعة شهور الفات الدين في دفوعات شريسة جدا برضو منطقية وموضوعية يعني الناس اللي يكفوا مع وزير المالية يعني فهذه حتة أنا برضو هتكلم عنها طيب إحنا نعمل شنو هسا في الفترة الانتقالية دية عشان نوقف التدهول الاقتصادي وعشان نحافظ على الانتقالية تكون صحيحة بدنيا واجتماعيا وزهنيا والاقتصاد واختصاد الديمقراطية الرابعة يكون قادر في سباقة التتابع دا القصة معاملة زي سباقة التتابع أبو 400 متر داك في زول بجري 100 متر بيسلم عصايا لزول بجري 100 متر تاني وانت ماشي أول حاجة احنا لابد نوقف التضخم لابد نتفق تماما على ان التضخم دا معاه لابينفع دعم نقدي الدار يعمل صندوق النقد لابينفع دخول تطوير بتاع انتاج لابد نتخذ إجراءات سياسية تتعلق بالسياسات المالية والنقدية تتكلمت عنها دكتور سبنا فينو تضخم دا يجف لابد انو نحنا الضرائب بتاعتنا ديه وجانسوا لها ساعة شايفو في المسنجر الضرائب ديه لما نجي نقول زيارة الجهد الضريبي نحن ما بنزيد الجهد الضريبي دا على المواطنين التعبانيين نحن بنرفع جهد الضريبي من خمسة لعشرين في الممية وي هاف تو تارجت مؤسسات محددة خارج المظلة الضريبية خارج المظلة الضريبية اللي دي بعني بيها الشركات الربادية تكلم عنها لاتحاد الأوروبي قبال يومين من مؤتمر برلين رسل لنا فين دياجرام كده عمله جان بارتيس قلوبان ده زول باحس جقع ترس معانا في الغيادة بالنسبة لترونور وهو مستشار الاتحاد الأوروبي في شؤون بتتعلق بالسودان رسل فين دياجرام وجود كان في الوسائط وجرد كل الشركات الشركات دي ما قاعد تدفع ضرائب دي المفتكر انه في مالا غير من 6 ل 9 تريليون جينيه ممكن تتجمع من الشركات دي بس طبعا الشركات المحترمة المجموعات الصناعية والتجارية الكبيرة دي ورقبك شوف للحكومة وقاعد تدفع ضرائب وقاعد تدفع جمالك بل ان الحكومة عايش عليها أصلا يعني سواء الحكومة البائدة والحكومة الحالية كمجموعات الصناعية الكبيرة والتجارية نقصد الشركات دي بالذات دي لازم تخوش في المظلة الضريبية وتخوش في المظلة الضريبية ده ما تغيير للمنهج أو ده ما جنوح للمنهج النيو كلاسيكي أو المنهج الكنيزي أو المجال الاشتراكي على حساب الليبنالي لا دي حاجة مفترضة تتعمل عشان نعالج التشوهات الحاصلة في الموازنة بتاعتنا محتاجا طبعا لبيانات تكلمت عن كلامنا دكتورة سبنا احنا ما ممكن نشتغل ساكلة احنا احصائيين شطار جدا انا اسق في الانسان السوداني اسق في شطارته اسق في نزاهته واشتغلنا مع سودانين كتار جدا اشطر من الانجليز والامريكان واليابانيين والاتراك والصينين انا اسق فيون والسجهاز المركز اللي احصاد له سلمت انت مشروع بتاعتخرج اللي طلب بتاعين احصى ورياضيات واقتصاد بيزبطوه لك بيزبطوه النوت عين وبأقل عدد من القرش فلا بد يكون عندنا يعني information based policy او data based policy انا ما ممكن اخذت لي بيانات بمجموعة من الحاشية اخذتهم حوالينا كوزير مالية يكونوا شغالي لي نفس الكلام اللي كانوا بقولوه زمال الكيزان سودانيدي الكاسلانين وبياكلوا في هودوك والسودانيدي بيسوقوا عربات وما تشتغل ما ممكن انا اخذت لي بوليسي زيدي من غير ما يكون عندي statistical data تعرف لي منوه الفقير ومنوه الغني والزولة انا دار ارفع عنه الدعم ودعمه دا الهرارة بتاعتدخله ده هزات وجاي كيف تمام فلا بد ان انا اتخذ سياسات نقدية مالية نقدية بمعنى السياسات اللي بتحصل في البنك المركزي والبنوك التجارية لابد انه انا افهم متين انا اعمل سياسة توسعية او سياسة انقباضية والكلام ده باختصار لابد اتناقش في المؤتمر الاقتصادي يعني نسي انا ممكن افتي فيه ويفتاءات يكتبوا رسبنا نقول فيه كلام جميل لكن عشان ما يكون جدل ورد واخد لا انتو قاصدين نقعد في المؤتمر الاقتصادي الذي تم دحسه والمؤتمر الاقتصادي ده ما افترض ما يعطل لنا المؤتمر بتاع بيرلين يعني ما نقول مؤتمر الاقتصادي اللي هو ده الحاول بوزير المالي يعملوا يعمل عدد من الاجراءات بحيشين يكون فيه دي فاكتو سياسة بتاعت امر واقع خلاص يا اخوانا مؤتمركم ده ما منه هاي فايدة لا نقول انه لازم نبؤت في المؤتمر الاقتصادي ده نحدد السياسات النقدية والمالية المحددة حقتنا احنا لا شافينا من الصندوق ولا شافينا من البنك بحيس انه تستيميوليت تستيميوليت او تنشط الاقتصادي السوداني وتحاول تحللنا جسئيا القصة بتاعت التضخم طبعا لازم اعمل حسابي من المصرفين وانا بوجه يعني لوم ظريف لأخوانا المصرفين البانكرز على انه انت ما ممكن تحيل مشكلة بتاعت اقتصاد عالم نامي بالنظارة بتاعت البنك وهم طبعا لانهم عندهم اطلاع على التحويلات النقدية وعارفين المرابحات وعارفين شنو الشغالوا بيفتكروا انه هم الوحيدين الفاهمين نحنا ممكن نحل الاقتصاد بكيف لا انا بحل الاقتصاد بتخطيط براع فيه الاشكالات الاساسية تعطي لي الفقر انا عندي مواطن فقير لازم انا اساهم في انه الفقر دي يجل فبالتالي لو انا اتبعت المنهج المصرفي اللي هو المنهج العالمي بالمناسبة في ادارة الاقتصادات اللي هو اربعة ولا خمسة اسر كبيرة في الدنيا عندها بنك واحد بموّل ذاته البنك الدولي والبنك الصندوق النقد لو اتبعت المنهج ده انا طوال اللي انا ساكون في حالة من الفقر الدائري لابد انا احدد شنون انا بعملوا اول وشنون انا بعملوا بالتوازي يعني انا ما ممكن ادعم نقديا خمسمائة جنيه ثلاثين مليون انسان وانا ما قادر اسيطر على التضخم في حلول بتاع التوالي في حلول بتاع التوازي في حلول تشتغل مع بعض وفي حلول بتشتغل بالتوالي لابد يكون عندي مركز استراتيجي قومي دي حاجة طبعا مهمة جدا يا دكتورة انور ودكتورة نعمة ودكتورة سبنة وكل الحضور نحن عندنا الشتارة في التخطيط الاقتصاد فيه نوع من الشتارة ووزارة المالية ترفع الدعم ضغطت على وزارة التجارة عشان تعمل لها برنامج بتاع السلعتها عشان تدعم لها السلعة الاستهلاكية طبعا ده نوع من النشاز انا متأكد ان نوسي الناس بالصندوق بتضحكوا علينا انا ما ممكن اقوم ارفع الدعم عن كل الاقتصاد واتوقع انه وزير الصحة يوفر لي دواء رخيص ما ممكن انا ارفع الدعم واتوقع انه عادر ابراهيم وزارة الطاقة يتقدم ليه كيلو واط رخيص الحاجة ادي ده شغل استراتيجي شغل استراتيجي بخلي المكنة اللي اتكلمنا عنها التكسيم بتاعتها بدل ما تحصل احصل النشاز اللي هو ادى الى اقالة الوزراء في الفترة الفاتتة لا بد انا احفز الانتاج انا الانتاج بتاعته بحفزه بعملة محلية وبعملة اجنبية ما محتاجنا طوال لدولار او يورو عشان يحفزين الانتاج عملة محلية بمعنى انا لا بد احفز صغار المنتجين تكلمت لقنا في بداية المداخلة عن جبل طولو مثلا طولو بتاعت جنو كوندوفاندر عن ملايين الاطمان بتاعت الدهب الموجودة في البحر الاحمر وفي كل ولايات السودان عن سروة سمكية موجودة في النيلين عن دباغة بتاعت جلود ممكن تحصل عن زراعة سريعة بتاعت برسيم او بتاعت فواء او حاجات زي دي دي كله انا لازم استخطب الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي سواء كان بطباعة نقود او باي نوع من التحفيزات عشان الاموال المقتنزة خارج النظام المصرفي سواء كان في شكل عيني او في شكل بتاع النقود او الطبقات التي تكلمت عنها ديكتور رسبنا المستفيدة من كل تشوف الاقتصاد تجد تدخل اموالها في البنوك تربحي وتحرك الفقراء لا بد تحرك الحاجة دي الكلام ده انا ممكن اعمله بكتلة النقدية وطبعا لانه السياسة اللي برالية اتخذ مع الوزير ضد الكلام ده عشان كده ما في زول تتكلم عن الانتاج لما نسئل عن انتو عملتو شنو عن الانتاج قال من البديه نحن نتكلم عن الانتاج لا انت لازم تشتغل الكلام ده بالتوالي ما هو يعني ما كان فيه فيه مشاريع بحوز وتجارب يعني ما كلام بتاعت استاذ الجامعين ساكد عن التمويل الاصغر اللي نعمل عن ادارة مخاطر التمويل اصغر ونجح التمويل اصغر ليه يشتغل ركشات ما يشتغل مثلا مصائد بتاعت اسماك ما يشتغل معاصر بتاعت زيوت متوسطة ما يشتغل مثلا فدادين بتاعت برسيم او فدادين بتاعت مثلا اي سلعة يمكن ان تقلب بزرعة او زراعة او اشتغل تمويل متوسط داخل فيه رجال الاعمال السودانيين او تمويل كبير عشان اعمل استفادة من الكتلة النقدية الموجودة ويحصل مضاعف بتاعت استثمار انا تكلمت عنه قبال شوية والاقتصاد الرقمي الشركات الستارتاب اي تي وغير وغير دي كلها بتنمو بالتوالي بعد ما المستوى بتاع الانتاج حصل انت لو انتاج ايضا حصل دي كل الستارتاب بتقوم الرياضة بتاعت الاعمال دي ما حاجات في المستوى العام بتاع الفقر الليل انا قد ايد من الصعوب عمل لي استارتاب لعمل لي استارتاب مثلا بسنس مبتدي يعني ما قادر عمل حاج واذا انا كان المواصلات ذاتة من الباقير لحد السوق السوق المحل اللي فيها اشكالات انا ما حاجر فانا لابد ابدأ ابدأ من بداية زي ما قال دكتور رسال من بداية اللي هو الانتاج ودعم الانتاج دي ونس ما كلام كلاسيك انا برضو بنتقد كتير جدا من الانصار بتاع المدرس الليبنارية بفتكر انو ده كلام عفا عليه زمن لما تتكلم عن دعم الانتاج زي الكلام كنا نكتبه زمان في ايام الجامعة داك تطوير الانتاج تطوير الانتاج تطوير الانتاج ماهو لازم تطوير الانتاج هو الاقتصاد بين مكيف من غير انت لو ما تومرت الانتاج ما بتصدر حتى لو صدرت سلعة خام في المرحلة مصنعة عشان تجيب دولار عشان ترجع الموازن الميزان التجاري بتاعك عشان انت تعاني تشيل القروج دي تدخله في مزيد من انتاج اذا ما حصلت حاجة زي دي انا ما بقدر امش اما طبعا الجانب الكبير اللي هو دل بيعمل نقلات تنموية من الحلول طبعا دي الحلول بالعملة المحلية اللي هو الشغل بتاع انو انا المشاريع بس ناهيك عن مشاريع الطاقة والزراعة والصحة والتعليم اللي ممكن تكون ضعف الرغم دا سلمناها الدين عشان يخاشين انتك اشكال سياسي اللي هو رفع العقوبات بتاع اشكال بتاع قدرات شخصية من وزيرة الخارجية رئيس الوزراء وزيرة المالية عشان يلقو بدائل لانو الوجوف في الصف بتاع الصندوق والبنك الدولي بناس بعمل الصف البنزين انت حتجي الصف طويل جدا وفترة طويلة يعني ما نفتكر انه لو رفع العقوبات الامريكان بعد بكرة بعد بكرة بعد ثلاثة يوم حجينا 91 مليار دولار خاشة في مفاصل اقتصار طوالي لا لازم المشاريع تتقييم والتقييم ده بياخد من سنة لي سنة ونص صغيرة شركات كبيرة تيجي خاش في تفاصيل كبيرة جدا اذا ما وعينا لها نحن الان واذا ما لعبنا باستراتيجية عددنا من محاورنا وبقينا ناس بنلعب بالكرود بتاعت مواردنا والنسق في مواردنا اعتقد هنرتهن وحنكرر نرتهن للصندوق والبنك وما حننفك عنه بسهولة الجزء من الحلول تعتال الإرادات طبعا لازم أزيد الإرادات يعني الحلول إنه أزيد الإرادات المشكلة التي تكلمت عنه على الضبط دكتور سبنا ليه الجيش الجيش ده ما هو ما في حل يعني والكلام ده إذ قال لهم في انتماعات المغلقة انتو لو واصلتوا في اقتصالكم الموازن احنا عارفين غيمتو ده لا انتو هتمشوا لقدام لا فيزول حيحترمكم ونحن ما حنمش لجدا هم ما يفتكروا الدعم السريع والقوات المسلحة والأمن على إنه بطريقة ديناس هتهابهم ما فيزول حيهابك انت أصلا قاعد عندك اقتصاد ما عملت به أي نهضة في فهمك انت كمقاتل ما عملت به أي نهضة في نوعية في الجيش بتاعك في التصنيف بتاعك بتشودي القرش دي وين يعني عشان انت مثلا الدوك 11% من الموازنة بتنتقب من المدنيين بتقول خلاص ما دا مدتوني 11% من الموازنة أنا أقوم أعمل لي اقتصاد موازن والفشقة بتاعتك انت ما رجعتها مجموعة بتاعت عصابات شعل لهم كلاشات انت ما قادر توقفهم مجموعة بتاعت موترجية مثلا في نيرتت انت ما قادر توقفهم وفي كتب وفي فتبرنوا ناهيك عن انك تخوش معلقة كبيرة اذا اضطرينا لها في حلائق أنا أعتقد انه الاقتصاد العسكري اذا ما دخل في الاقتصاد المدني هو نفس سيكون مهدد والاقتصاد العسكري الان بيقى عقب لانه في ثلاثة تقارير يا دكتور رانور طلعت قبل يومين او ثلاثة من مؤتمر برلين الامريكية الاتحاد الاوروبي و اول مبارح السويديين طلعوا طلعوا تقرير عبد سويس ايد يتكلموا عن الذهب كل التركات تكلمت عن انه لما الاقتصاد العسكري في الاقتصاد المدني المبيكة تحد عيونه ما يفضل يكون قروش دي واحدة من الأسباب الخلت المانحين يكونوا شحيحين جدا اصدقاء السودان يكونوا شحيحين في مؤتمر برلين هم مستقربين فعلا اذا كان انت عاملك محفظ ب2 مليار دولار محفظ للسلعة الاستراتيجية 2 مليار دولار يبتها من وين الوضا العجز بتاع موازنك انت عامل 2 مليار دولار تقريبا اذا هل انت قروش هذه مختلفة لانا دوصل 2 مليار دولار دولار داع الدعم السريع هل احنا سألنا روح السبعين الف مقاتل بتاع نحمي تيدل قاعدين يأكل ويشرب ومن وين سبعين الف مقاتل بر الموازنة قاعدين يأكل ويشرب ومن وين دي اسئلة احنا لو ما قدرنا نجاوب لو ما رئيس الوزراء بقى من القوة بمكان وخاطبة ووصل الى تفاوضات وامر حاسم احنا بالمناسبة لا حنمشي لقدام في الانتقالية ولا حنمشي قدام في الفترة الامبراطية ولا حنلقى قروش من المانحين ما حنحتاز على ثقتهم الشركات الحكومية الآن أنا عندي يا ديكتور رانور شهريا عندي ستمية مليون دولار تقريبا لازم أنا وفير عشان عمل باشنو باشتريبا جمح باشتريبا بحروقات جاز أو بنزين بس الدبال العيز بتاع الانتاج المحلي باشتريبا أدوية وباشتريبا بعض الصلع الاستهلاكية مخفضة المرونة زي الزيوت والحاجات الزيوت الستمائة مليون دولار دي انا قاعد اشهد هالسع وبباصرة مباصرة لو عملت ليش شركات حكومية شركات حكومية بتصدري الزيت وبصدري القطب وفائل الدور بتاع الشركة السودانية للتعديل وعمل شركات حكومية بتصدري لحوم حية أو لحوم مسبوحة ومحاصيل انا ببدأ براكم في دولار بتاع كرامة لانا الشركات الحكومية بيجيب الدولار من الصادر من بور سودان بيدخل لي بأن كالسودان الشركات بتاع القطاع الخاص دي سوى كان شركات الدعم السريع ولا الجيش ولا زادنا ولا الاتجاهات ولا مصدرين القطن بشيلوا دولار بودوا في دبي لانو دا حقوم بشيلوا دولار بودوا في قوانزو دا حقوم مهما أنا عملت لهم من إجراءات بتاع أو تسهيلات وقد يجيبوا لنا عايبة الصادر والله برجع لكم ما بسيخفي لانك انت زادك هما شايفين انك كحكومة شايفين اختصاص دا قاعد يمشي بره قاعد يمشي بره الليلة الدعم السريع بنوك الأرصد بتاعته قاعدة في الخليج الدولارات التخش من جلوبال ويتنس على العربات موجودة يعني هما بيفتكروا العالم دا يعني ما بشوف ولا بيفتكروا العالم دا سازج وبسيط زي ان احنا السودانيين الغضوش دي لا نحن شايف اي حاجة فلابد الكلام دا يتوصل اذا كان زي ما قالت العضو الكونجرس الامريكي بتكلم عن حميتي لازم يفهمو يفهمو ان الناس شايفاكم بتعمل فإذا الاقتصاد ما خش عندنا نحن نحن بالمناسبة يعني ما حنمشي يعني الناس بيتحاول تأجل المعركة انت لما تأجل المعركة للديمقراطية تفكر انك حتحل ها مثلا تي معركة بتخوض انت الان كحكوم الدعم السريع وكذا دي حاجة مستغربة يعني الدعم السريع يفترض انه يكون افراج انه كان واحد الازرع ومخالب القط بتاع نظام البشير يعني يعني هو للمشكلة الانية بعملوا قرار خطأ استراتيجي في انه يا اخي كل الهايات تكون تحت الامبرلا بتاعت الدولة الدولة بتاعتنا الاسودانيين الامة السودانية مش كذا نعم طبعا طبعا ما دي اللي هو دا التناقض يا دكتوران ورا الحاصل نحنا مستغربين يعني نعم طيب حلول سبنا طيب نمشي للحطة اللي الناس دايما نعم دايرين الحلول يعني انا دارب بكلامي بانه استشهد ب لما حصل 11 10 من سبتمبر طريقة بتاعت الو ايو ايو اصابت اصابت ويجي من عندك مسافة طيب اخر حاجة سمعتها متين سمعتها شنو اخر حاجة قلت انا بتاعت انه الدعم السريع مفترض انه يعتزر عن البلاء بتاعته بدل ما انه السياسيين يمشي يشكرو عشان ياخد منه شوية جريشات ايو نعم انا فعلا الانترنت زي قطع عندي كده انا قلت في الوقت ده قلت شنو على انه في مصلحة نعم احنا بعني حمام نكون متشرفين نجيف معكم الملف العدلي واحدة من الحلول الملف العدلي Human Rights Watch تكلمت قبل يومين من مؤتمر برلين قالت ما حصلت اي اختراقات في الملف العدلي وفي انتهاكات كبيرة في حقوق الانسان ونحنا بنوصي بمراعاة الملف ده مع قبال التخور في مدى سودان بأي نوع من الدعم سواء كان النغذي او العين البحث عن تمويل خارجي بالتوازي مع نحنا بنعمل هالساعة مع نيون الليبرالية يعني زي ما قلت لك يا دكتور الجكة بتاعتنا زي طويلة جدا يعني الجكة الصندوق والبنك والمانحين دي قصة طويلة خارج الناس دي ما عد بالذات مع السودان يعني كما زي مصر وزي الارجنتين وزي سربيا ولا الدول ولا البرازيل اللي قد دعم السودان دي اشكال كبير جدا بنسبة لانو استراتيجي فيه موارد ضخمة فيه فبالتالي انا ما ممكن اربع يديني اكون مستني الناس دي عشان يعتفوا علي وانا عندي 43 مليون فاتحين خشوم يعني اكون شغال بضبع في القرش لنجد الترنتيب عندك الصين دي اشتغلت عملت شغل ضخمة جدا في السودان بتاع بترول اشكال وكان فساد الكيزان دائرين من الكيزان مليارات الدولارات دولة عزمة روسيا روسيا بحسة مع اشكالات السياسية الكبيرة مع الامريكان اعتقد ان احنا ممكن برضو نشتغل مع بوتين وتدخل وفاغنر وكده طيب الامريكان برضو بيعملوا كده الامريكان برضو عندهم نفس التجاوزات بتاع الروس لانتهاك حقوق الانسان نحن بنبحث عن مصلحة نحن نبحث بالمشي بتكلم متماهيا مع الايدولوجيا الهالسع بتحاول تمر دكتور روسام شكله الانت عندك شوية طيب دكتور روسام الانت ظاهر ضعف عنده دي واحدة من المشاكل بتاعتها الأساسية نحن في كل التدريبات والحياة البنامير الباحثين السودانيين هنا دايما الناس داخلي من السودان يعني هم والمستهدفين بالتدريب ولا كده ولا كده بيكون عندهم مشاكل في الانفرستركش وانحن عندنا سلسلة بتاع الحلقات عاملنا حول التحديات والفرص والميجات الطاقة في مجال التليكم وحنبدأ الأسبوع ده إن شاء الله أول سلسلة بتاع الحكومة الإلكترونية طيب دكتور حسام طلع راجع الحمدلله السلام دكتور حسام شوضر أنا فقدتني وين لأن الشبكة بدت تضعف فقدتني فيها تحتى عشان أبدأ منا ثاني هلو نعم نعم أنا نعم أنا فقدت الحتة ريت وكيفت فيها سبنا ممكن تذكري سبنا أو دكتور نعم نعم إن الموضوع سيأخذ زمن حقه يتعامل مع روزي ويتعامل مع الصين ويتعامل مع أي ظل لأنه وصلحت السودان أولا أول حاجة أو حتى تنفول ساو 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 يعني الدول المابتخاف أو عندها سيئ على الأمريكان من الدول كانت دول متخلفة ونمت لقدام زي البرازيل زي كده نعم ممكن نتعاون معها في الخبرات ونستفيد ونجيب في صفة الصندوق ما في مشكلة يعني ما هنا لازم ننفتح على العالم يعني زي ما تكلم الدكتور ورسل نعم نعم في كم مشا لابد نوصل الرسالة إلى العالم على إنه ما تبعزول بالمناسبة النموذج يطبق وصل الله حصر المصريين يعني مع بعض النماذج اللي نحن ممكن نتعلم منه إنه يعني بلعبوا صالح ورقهم بلعبوا صالح ورقهم يعني يعني ما ما بتقيد لا بالأمريكان ولا بتقيد ماشيين في اتجاه بيدعم مصلحة المواطن المصري ومصلحة الاستراتيجية للمصري من ده طبعا دي حلول يعني تفكيك الماليشيات لابد طبعا يعني الإشكال الأساسي إحنا بقابلنا الآن إحنا بلد very notorious سمعتنا سيئة بسبب هذه الماليشي يسمى الدعم السريع لا قادرين نحنا ندخيلها في الجيش وخاتلنا نحنا رمانا كده عشان الإسلاميين بتاعنا الجيش ما يعملوا انقلاب وهي نفسها في نفس الوقت حاميانة من التدفقات بتاعت القروش ويتعاملوا معانا كدولة محترمة وهو في نفسه ذاته عنده مطامع بتاعت سلطة دي مشكلة لازم تتحلى ولا بد نكون من القوة بمكان بحيثين أن خط الأمور on the table خط الأمور يعني من غير غدغة ودس دي زي ما هو بيقوله ذاته لأنه إذا إحنا ما حلينا الموضوع ده إحنا بالمناسبة ما حنلقى قروش يعني نازل إحنا الخواجات المار بالبساطة اللي إحنا بنفتكينها يعني المتوقعين السيموتمر باريس يجينا يجينا عشرة مليار ساكل تكون عشرة مليار ساكل لا بد يكون في شروط غير الشروط بتاعت النيوليبرالية ذاتها في شروط تتعلق بالعدالة وتتعلق بالوضع بتاع الوضع غير المفهوم بتاع المنشيات دي مزيد من النقاط في المؤتمر الاقتصادي يعني حقيقة حريص أروج للمؤتمر الاقتصادي لأنه في عقول وفي حلول زكية حت تقدم ويعني خارج يعني خارج الصندوق يعني الحلول اللي نقول تعديلي هي الخمسة والشتة تحلول بتاعت إيقافة تضخم تحفيز الإنتاج العملة المحلية البدائلة الإيرادات هذه حلول ممكن تتكلم عنها يزور وذي ممكن تطلع منها عدد من الخطوط لكن في حلول خلاقة وبراقة استمعنا لها كثير جدا من الاقتصاديين والاستراتيجيين والنظميين كان ممكن تكون مرة عبر المؤتمر الاقتصادي فكيدا أنا بفتكر ده نموذج إيديو سينكراستيك ممتاز طيب معنا فيه إيو لبرالية ولا بشرنا فيه بإشتراكية ده نموذج صالح ورق السودان وده بيجاز وشكرا لكم شكرا يا زياد دكتور حسان طيب سابنة هلول على الناس وانا حابدا من حاجتين اتنين اللي هي استعجال الناس للحلول حاجة طبعا مفهومة given الوضع الاقتصادي اللي و سنين طويلة لكن المهم أنا هنا بتشهد بكلمة جورج بوش لما حصلت الحادي عشر من سبتمبر وعلنوا الحرب على الإرهاب هو قال إنو الشعب لازم يستعيد لإنو دي حتكون رحلة طويلة يعني it's not going to be a night issue زي ما بيقول يعني it's a very long journey that we are going to go حتكون صعبة في مراحل وسهلة في مراحل الإقتصاد السوداني ده ما حيصل الحتة اللي احنا كلنا يعني كده بنحلم بيها في وقت قريب يعني لكن لازم تكون في فيجن يعني لازم إحنا looking 50 years from now تكون عندنا فيجن واضح للإقتصاد السوداني ده إنو نحنا عوزين نشوف الإقتصاد السوداني شنو بعد 50 سنة الفيجن دي لازم تكون عابرة للحكومات ولازم تكون عابرة لأي حاجة يعني حتى الأداء الاقتصادي أو الأداء السياسي لأي حكومة يكون بيتقيم إنو انت مشايد قدر شنو في الخطة الخمسينية دي أو في البيجن عشان ما نقول خطة والناس تفهم برضو إنو ده مسألة ماركسية أو شيوعية أو حيزة زي كده لكن بكصد إنو يكون في في هدف مخطوط وواضح إنو جي دي بي بتاعنا يكون كده إنو اقتصادنا يكون منتج نوع معين من السلع تتخطى رؤية متكاملة إنو يكون في اقتصاد مندمج في الاقتصاد العالمي عنده حضور في الـ دي مثلا فيجن كده ممكن ناخدها البيجن دي عشان تتحقق إحنا أنا كل الكلام اللي قدت من جبالك كان عشان أصل للحطة دي عشان إنو لما أنا أقول كلام بعد كده الناس تفهموا في الحلول أول معوق في البيجن دي أو في إنو الاقتصاد السوداني دا ينهط هي المسألة زي ما رأي قلت بتاعة هيكل الدولة السودانية طيب هيكل الدولة السودانية نعمل فيوشن نحن تكلمنا عن كل عيوبه نعمل فيوشن ودكتور حمدوك أول ما جاء هو تكلم his mind يعني he speaks his mind وهو قام قال إنو نحن مفروض نجي بعقلي مفتوح لكيف يحكم السودان لكنه تحدث عن الخيارين بين النظام الجمهوري والبرلماني أنا شخصيا بحب أمشي بحب أخرج خارج الصندوق بحب أخرج بشوف two possible scenarios يعني أنا لما ذكرت إنو عمقنا الاقتصادي أو الكباثة الاقتصادية بتاعتنا موجودة في أماكن النزاع وذكرنا إنو النزاع دا عنده نتيجة هو لل social ethnical political and economic polarization يعني نحن دولة مستقطمة في كل الحاجات دي وكل العوامل السياسية والاقتصادية والتاريخية عمقت الpolarization دا وحق بقته أكبر زي ما ذكر الدكتور حتى إن هي منافسة itself في حكاية إنو الحركات بتتوالد ديكت والأحزاب بتتولد زي ما زكرت إنت دكتور أنور يعني أذكر فعلا التوالد دا فهو كنو ريستركشر الدولة السودانية كده في الأول عشان هي دي الأرضية اللي إحنا حربنا عليها كل شيء We have two scenarios إما إنه إحنا ندير اقتصاد مغلق بمعنى إنه الاقتصاد السوداني دا لمدة عشر سنوات من الآن ما يفكر في إنه هو زي ما أنا قلتك بيل ينافس برا ما يفكر في حياة زي دي إحنا عندنا دولة كبيرة دولة جغرافيا كبيرة جدا جدا دولة زي ما ذكر الدكتور عندها موارد ضخمة إحنا نجفلها لاقتصاده نغلقه يعني تسلو داون مش يعني نعزل عن العالم لكن تسلو داون الإنفاجن بتاعنا مع العالم يعني نبطي وأصلا إحنا وجودنا في الـ value chain ما كبير لكن نبطي وأكتر إحنا مشكلتنا بنتبنى سياسات اقتصادية حق الدولة عندها وجود وحضور كبير في الاقتصاد الدولي وإحنا ما عندنا هذا الحضور حقيقة ما موجود زمان صاح زمان كنا بننتج القطن سلعة استراتيجية بتهم اقتصادات كبيرة فعشان كنا زي بقينا مثلا كنا إحنا لبريطانيا اللي هي كانت عظمة في الوقت داك زي السعودية لأمريكا زي ما أمريكا بتحتاج السعودية عشان النفط كانت بريطانيا محتاجة لينا عشان القطن لمصلحته لكن في حقيقة الأمر نحنا لما ننتهى دور النفط دور القطن دا بقى وجودنا في الـ value chain من عدم وما مهم يعني إحنا ما الصين السودان دا ما الصين يعني العالم ما حيحس بيك ما انت العالم دهسي ما انت قافلنك من 89 بالـ sanctions الأمريكية من الشعر بيك فرقته معا منه؟ ما بتفريق ما عايزه فـ why then لماذا نحنا مصرين في سياساتنا الاقتصادية إننا نتبع النموذج الانفتاحي ونسينا تماما لإنه نحنا نسلو داون ونقفل للاقتصاد بتاعنا دا طيب يا صدنا إذا قفلنا الاقتصاد بتاعنا دا من وين حنوفر الحاجات اللي إحنا محتاجين لها؟ إحنا عندنا ولايات مختلفة وعندنا توزيع الموارد في هذه الولايات أنئذن يعني كل ولاية ربنا حابيها بأشياء معينة الولايات دي دارفول دي جدر فرنسا الخرطوم ممكن تكون جريبة في حجمة مثلا مشروع الجزيرة براو جدر هولندا كله فنحنا نحنا زي أستراليا نحنا زي أمريكا أنا كان عندي دراسة بعمل فيها كنت داير أشوف إنه النفط إذا الدول لأنه دايما بيقول لك الدول النفطية لازم تصنع فأنا كنت بسأل نفسي سؤال إذا الدول النفطية دي صنعت؟ النفط يعني إذا في سعودية الدولة بتنتج تلت إنتاج النفط في العالم إذا هي صنعت؟ معناها جزء من الريسورسيز ويبيري الوكيتد للصناعة على حساب النفط معناها كمية إنتاج النفط حتجل، معناها الدول الصناعية حتتكلف أكتر في الطاقة فقمت عشان تجذر الداتا وشوف الباترنس قمت بجيت أشوف إنه الجلوبال فاليو تشين إنه الدول الحضورة كبير في الجلوبال فاليو تشين ما عنده وجود، ما بتفرج، العالم ده في التجارة الدولية ما بتفرج معه أمريكا في التجارة الدولية بتفرج معه الصين، بتفرج فيتنام، بتفرج ساوس كوريا، بيفرج اليابان لكن إحنا ما بنعاني لأنه أمريكا كل ما تنتجوا بتستهلكوا في داخلها لأنه هي أصلا قارة أمريكا دايما بتعمل المستحيل إنه تزيد الوظائف، عشان دايما الناس يكون عندها جروش تشتري اللي هو الماس كونسومشن، إنه الناس دي لازم تشتري، العربات لازم تكون كبيرة عشان يستهلكوا نفط الناس لازم تمشي كل يوم، إنت تمشي تشتغل، وشغلك كله تمشي السوبرماركت تشتري بهو حاجات نحن أقرب للنمو زي دا، بس الفرج واحد إنه نحن الـ 40 مليون ولا الـ 41 دي دي بسيطة جدا بالنسبة للسودان يعني نحن تقريبا في كل كيلومتر مربع في 24 شخص فقط، دي مشكلة كبيرة، يبقى السودان محتاج إنه معدن نمو السكان يزيد عشان يزيد الطاقة الاستهلاكية والإمتاجية، لكن إحنا ممكن مثلا دا واحد من الحلول إنه إحنا ممكن تسلو داون الـ يعني لما إحنا نتبنى الاقتصاد المغلق دا، ما حيكون فارق معانا، أمريكا رفعتنا من قائمة الإرهاب ولا لا، نحن تقريبا نحن تقريبا إنه نحن نحن في هذا المكان تقريبا جدا طبعا، نحن نقوم نوزق، نعمل حاجة إحنا في الاقتصاد بنسميها تخصصية العمل يعني زمان الاقتصادات العالمية دا، السودان دا قالوا ليوا أنت يا السودان أنتج القطن دا بس، وانت يا السعودية خليك مركز علينا مع النفط، وانت يا بنزولا خليك مع البترول، وانت يا روسيا خليك مع الغاز، ونحن دير بننتج لها كون العربات والحاجات كده، وهي دي توزيع التخصصي للعمل الدولي، يعني إنك تمسك، لا تسميك ديس يعني ماكرو هنا في الميسوليفل اللي هو على مستوى الدولة، إنه نحن نمسك الولايات دي كل ولاية، يعني مثلا الولايات الغنية بالنفط تكون هي يعني مثلا الشركة الوطنية للنفط، وكل شركات النفط تذهب لتلك الولايات يعني أنت لو عينوك في النفط تمشي تشتغل هناك، الولايات الغنية بالسروة الحيوانية تكون بنك السروة الحيوانية والإنتاء كله هناك، أو مثلا ولايات أخرى تكون مثلا الصناعة، صناعة السيارات، وإحنا ما بعيدين من المثال، إحنا عندنا ناسنت، عندنا ناسنت يعني صناعة وليدة، إنفنت كده يعني صغيرة، لكن ممكن تتطور عندنا نمازج حلوة جيد، نموذج جيد، البجراوية نموذج جيد، في نمازج كده، كويس، النمازج دي حنا ممكن نبني عليها إنه نعملينا اندستيريا الهب، مثلا في ولاية نهر النيل، المهم نوزع الولايات دي، فبالتصبح، يحفشنه في نموذج اقتصاد مغلق، يوفر كل ما يحتاجه من داخله، وعنده نموذج تبادل بينات، التبادل التجاري الذي يحصل بيننا وبين العالم البرا، يحصل بيناتنا نحن كولايات، حسنا؟ الحاجة التانية مثلا في دولة زي الصين، الحاجة دي بتحللينا حتى الإشكالات السياسية، بتحللينا الفوارق التنموية بين الولايات، يعني زمان احنا مثلا أنا بعد اتفاقية أديس أبابا في جنوب السودان، اللي هي أنهت الحرب الأهلية الأولى، كانت توقع اتفاقية السلام وأي حاجة، لكن جاء اكتشاف النفط عن طريق شفروم في سبعينات، جاء أجد المشكلة، أجد المشكلة لأنه المركز لم يشرك جنوب السودان في أي قرارات تتعلق بالنفط، على الرغم إنه الريجون الغني بالنفط هو جنوب السودان، إذا ماذا كانت تقتضي الحكمة آنذاك، تقتضي إنه كل الأنشطة، وكل الجبز حتى بتغطى النفط يكون فيها، يعني زي ما بيقولوا شنوه، تمييز وتفضيل إيجابي للجنوبيين باعتبار إنه ده من ولايتهم، وهذا نموذج إحنا كان ممكن نتبعه، فتصبح أول حية كل ولاية بتنمو بنفسها، وتزيد العلاقات بتقل الميولة الانفصالية، بتقل الميولة الانفصالية، بيحصل جزء من الأوتونومي أو الاستقلال الزاتي الجزئي، إنه كل دولة أصبحت عندها موارد ذاتية كل ولاية، إذا ممكن يحصل في عشرة سنوات، كنت بيريلايز يعني، فهذا نموذج، طيب، لا، اللي هو نموذج أخذته فيتنام، مش كده؟ لا، ده ما نموذج أخذته فيتنام، لكن النموذج ده موجود في الصين، الصين دولة فيها إثنيات، أيو، الاتحاد السوفيتي، الصين نفسها، الصين نفسها عشان نضرب مثل بحاجة جديدة، الناس ممكن يقول لك ده كلام جديم زي ما قال الدكتور، لكن نضرب مثل بالصين، الصين فيها إثنيات ماليزية، لا، ليس الصين، ماليزيا، ماليزيا فيها إثنيات صينية، وفيها إثنيات ماليزية، وفيها إثنيات ماليزية، وهندية، الناس ده بدل ما يتصارعوا، زي ما حصل في نموذجنا، عشان ما نفتكر نفسنا أنه نحن وحيدين يعني عندنا الاختلافات، الاختلافات دي موجودة في أغلب دول العالم، إنه الدول ما متجانسة يعني، فالحصل إنه الصينيين لأنهم مبارعين في القصة حقة التجارة دي، هما يمثلوا 10% فقط من الناس في ماليزيا، وهما بيدفعوا 80% من الضرائب للحكومة الماليزية، الطائفة بتاعة أو الناس المالية دين مسكوا القصة بتاعة الحكم دي، الملك والحاش يتبعوا، والرؤساء الوزراء، كلهم مالية، والأمورة والأمورة والأمورة، كلهم من المالية، ما بيجوا الصينيين يقولوا ليك والله إحنا متهضين، ليه مثلاً ما بدون وزارات، الكلام ده اللي بيقولوه أخواننا مثلاً في القاليمة الثانية، إنه ليه دايماً كبار ضباط الجيش من مكان معين، وكلام، كمال النيلي، أيوة، فهم متبعين نموذي، يعني ماليزيا دي، في راسكوتر بيتكلموا عن مهضات السياسية، لكن ما بيتكلموا، ما بيشيروا للمسألة دي، إحنا ما لازم نتكلم، لما نقارن نفسنا، نقارن نفسنا في الحياة بتشبه، ماليزيا كل فصيل معين شاف نفسه شاطر في شنو، وحاول إنه تتكلم مع ذلك، لكن الدولة ذاتة سمحت عبر نموذج الاقتصادي والسياسي، بأن الحاجة لتحصل، وبتكاملوا كلهم مع بعضهم، هذا نموذج واحد، إحنا ممكن نتبعه لمدة عشرة سنوات، نكفي للبلد، نكفي للبلد، طيب، إذا قفلنا البلد، في مشكلة تانية مشكلة الريع، ده أنت قلت إنه في دولة مصالح متجزرة، دينة حلها كيف؟ يعني نحلها كيف مثلا، نحل كيف مشكلة دولة المصالح المتجزرة الريعية، الحريصة على القصة حقة الدين دي، إنه الدين ده لازم يكون موجود في معاش الناس، وبتاعه، لأنه مش حبا في الدين، بغدر ما إنه جزء من مكونات الدولة الريعية، القصة الدينية دي، إنه إنت ما بتحكم الناس بس بالاقتصاد، بتحكم الناس بالاقتصاد والسياسة والدين، الثلاثة حاجات دي، ضد أساسيات الدولة الريعية، عشان الناس بيقول لك مرات، بنظروا لموضوع نقاش الدين والدولة في السودان، إنه هو برضو نقاش فلسفي كده، أو ديني بحث، لا، هو نقاش اقتصاد، وأنا دي ما بيقولوا الفرنسيين شغ شغل في فام، أنا بقول دايما شغ شغل له يعني، ابحث عن المرأة، ابحث عن الاقتصاد، ابحث عن الاقتصاد في الأشياء، فالنقاش الديني دي بيت الحصل قبل أيام ده، والناس الطلب دي، دي ما قصة الدين، دي أصلا هي قصة، ودي حتى الإسلاميين نفسهم لا يعلمون ذلك، لأنهم مو عندهم، هم ذات مغيبين دينياً، هم بفتكروا إنه فعلاً في صراع في هذا العالم بين الإسلام والمسيحية، والديانات دي أصلاً كلها أقرب ما تكون إلى بعض، هو لا يوجد صراع بين الديانات، هو في الواقع صراع حول الاقتصاد، والدولة الريعية ما بتقدر تستغنى عن الاقتصاد، ما بتقدر تستغنى عن الدين، ما بتقدر، يعني عشان كده بتلقى إنه سبحان الله، الرغم إن إحنا أذننا البشير، لما الناس ديل مثلاً في النير الأزرق، يقولوا إحنا دائرين السودان دي يكون دولة علمانية، بتجي أحزاب، هي محسوبة على الليبرالية واليسارية، واللناقب تقول لك لا، هنا لازم تسأل نفسك ليه، أنا ما فاهم إنه الكيزان ديل مثلاً، أو الإسلاميين بصفة عامة، أو المحافظين في السودان، المحافظين حتى حزب الأمة، السيد الصادق ما بيقدر يجيف قدام ناسه، يقول ليهن أنا علماني، هو بيحاول طبعاً يلبسها حياتك، يلطفها بمدنية وبتالي، أيو، يقول ليك إحنا ما كده، نعبد الإتهادات، حتى الفكرية بالمناسبة، عنده إتهادات، هو حاول، لكني لا يمكن أن تقول لترالي كده، وبطريقة يعني واضحة إنه علماني، ما بيبكد طوال الشرعية بتاعته، بالضبط كده، لأنه هذه أحزاب إسلامية، والغرب بالمناسبة، يعني إحنا واحدة برضو بين إشكالاتنا، إنه الغرب يعلمون ذلك، عشان كده لما نجاد حكومات الصادقة، المهدي المتعاقبة، ما دعموا، دائماً يتركونه يسقط، أنا بقول كده، دائماً بيتركونه يسقط، لماذا يتركونه يسقط؟ لأنهم حاسب إنه إسلامي، هم ما بيشوفوا إنه في فريق كبير بين الأنصار السنة، والأخوان المسلمين، وحزب الأمة، والإتحاد الواضحي، الإختلاف بتاع درجة، ليس إختلاف درجة، إختلاف درجة، والإختلاف نوع، وهم برفضوا كافة هذه الأشكال من المعسكر دا، كله برفضوا بمس مغدار رفضهم للراديكالية الشيوعية، هم دائرين دولة لا دينية، بفتكروا إنه أو دولة لا أيديولوجية، عشان ما نضغط على الدين، فإنت دي واحدة من الحاجات الثانية اللي إحنا مفروضنا نتكلم فيها، طيب نحل المشكلة دي كيف، السودانيين اللي ناس متدينين، والقصة دي برضو كده، انت بتقدر تقلع من السودانيين، دي برضو إشكالية، وات كانوا يدون، طيب في نموذج، في نموذج إحنا ممكن نطرحه كفكرة، وأنا عندي بيبر برضو شغالة فيها في الموضوع دا، أنا قمت عملتها، جبت الـ GDP بتاع كل الدولة في العالم، وقارنته بالنماذج السياسية، فاكتشفت إنه بعد، يعني أجل من الضغط معين للـ GDP، أنت ما مؤهل تبقى جمهورية، أنت ما مؤهل تكون دولة جمهورية، أنت لازم تكون دولة ملكية، أو تكون تحتاج، أنت لازم تكون دولة ملكية، أو تكون تحتاج ملكي، يعني مثلاً، كندا دولة ما ملكية، لكنها تحت الـ Commonwealth، تحتاج البريطاني، أستراليا دولة ما ملكية، لكنها تحتاج البريطاني، لكن دول زي أمريكا، دول زي الصين، عندك حجم معين من السكان، وحجم أغلب الدول الأوروبية، دول ملكية، ملكية لبرانية، لماذا الكلام دا حاصل؟ لأنه عندهم مستوى دخل معين، ومستوى الدخل دا الـ GDP بتاعك، ده ما بيعكس تحته حاجات كثيرة، بيعكس تحته القصة، لأنا حكيت أول دي، كل الدولة الريعية، والدين، الكلام دا كله، ما نفسك في أنه أنت عندك، ما قادر الـ GDP بتاعك، دا يقفز كده قفزة، معينة، مصر والسودان دي، ما كانوا مملكة، تحتاج تاج العلوي يعني، لحد الوقت دا كان، العثماني، العثماني، الوقت دا كان كويس، مصر كانت كويس، والسودان كان كويس، وكانت بتسلّف الدول الأوروبية، وكده وبتاع، بمجرد ما سقط الملك فاروق، من الوقت داك، ابتدت تداعي في كل المستويات، في الدولتين، في السودان، وفي مصر بالمناسبة، المصر تراجعت جدا، لأنه نحن تحولنا إلى جمهوريات، ونحن ما جاهزين للمسألة دي، ما جاهزين من ناحية شنو، ما جاهزين من ناحية التركيبة السياسية، ولا التركيبة الاقتصادية، ولا الاجتماعية نفسها يعني، فالحاجة الحصاب دي، فنحن محتاجين، مش نفكر في إنه، يعني أنا ما بقدر ألغي الأحزاب الطائفية، ولا بقدر ألغي قصتين السودانيين دي، في شريحة كبيرة منهم بتحب الدين والكلام ده، إذن لا تسجو، لأنه نحن نعمل زي الأوروبيين دي الهنا، نشيل الدين، والعادات، والتقاليد، والعوائق الهيكلية الريعية دي كلها، ونأسس مؤسسة تاج ملكي، نتفق عليه، نشوف ان حيحصل فيو شنو، تركيبة حدروب، أنا شايفة، سمعت إنه مجلس اللوردات البريطاني، ناقش إنه يفتح إمكانية للدول إن كانت مستعمرات البريتش كولونيس، إنها تنضم للكولونيس، يعني مثلاً هسي أنا ما عارف المعلومة دي، فلان دا لو يومين ولا ثلاثة جديد كرتين، يعني إنت قدتني المعلومة دي أنا صبعاً ما بعرفها، لكن أنا بفتكر إنه لما ترجع تاريخياً، بتلقى إنه السودان دا قفز قفزة ما كانت سليمة، بقرارات عسكرية، يعني دولة صغيرة زي الأردن، ولا تمتلك أي موارد، هي أكثر استقراراً، وعلاقات أفضل مع العالم، على الرغم من إنه النموذج الملكي المغربي أو الأردني، ما الحاجة اللي أنا بتطلع لها؟ أنا بتطلع لنموذج يكون، وده واحد من الحلول، أنا ما بتكلم هنا عن إنه بفرض الحلول، نفصل الدولة، الدواوين، والوظائف، والوزارات، من السيادة، من المسألة بتاعة الدين، والثقافة السودانية، والأمور دي، دي ما تدخل لنا في، يبقى فعلاً تكنقراط، يعني تبقى فعلاً الوزارات، والمسائل بتاعة إدارة الـ بمعنى إنه المواطن لما يمشي للمؤسسات حقّة الدولة، ما يشوف دين، ولا يشوف عرق، ولا يشوف طائفة، ما نشوف زعيم بتاع حزب، مثلاً ولده، بيحصل على وظيفة في الدولة، لأنه مثلاً بتلاحظ الليلة الآن، مثلاً الأمير الأمراء البريطانيين، لا يحق لهم حتى التصريح، حتى التصريح حسي، يعني هذه بريطانيا دي مرقت من الاتحاد الأوروبي، والملكة نفسها ما قالت حاجة، نحن عارفين طبعاً تحت الطرابيزة بتقول، لكن حقيقة الأمر، هما فعلاً، فصولة تماماً، فصولة، فصولة، لكن من هي ملكة بريطانيا؟ هي رئيسة الكنيسة العنجليكية، يعني هي زولة، يعني لا تستطيع الآن أنك تقول بريطانيا ما دولة دينية، هولاندا دي دولة دينية، دولة دينية بالمعنى الحرف في كلمة الدولة دينية، وبريطانيا دولة دينية، وكل مملكة أوروبية، سبانيا، غيرا غيرا غيرا، وأغلب الدول الأوروبية دي ملكية، هي دول دينية، ما فيها فصل الدين عن الدولة، لكن، عملوا دا كون براو، الملك، والحاشية، اللي هي الأسر، اللي أنا سميتها دولة المصالح المتجزدرة، وحتى الجيش نفسه الجيش ملكي، ولكسي الجيش الملكي الأردني، الجيش الملكي البريطاني، فالجيش ذاته شنو بعيد من السياسة، أما السياسة دي دي بقية شغالة التكنقراط، والناس الزيّنة كده، والناس الدين، هم يديروا دولتهم، انت هس اللي لما انتوش في هولندا دي ما بتشوف الملك، أصلا بتشوفه في المناسبات حق الملكية نفسه، لكن الشخص الكيبيرسون هو روتا، رئيس الوزراء، هو من يدير الدولة، هو من يقرر في مصير الدولة، وده شخص ما بقدر هو تقول عليه أي لون أو شكل ديني، مع أنه في نفس ممكن يكون شخص متدين، ده واحد من الحلول ذات وينيد تبوش، وأنا بحاول من جانبك الاقتصادية أنه أنا تبروفت، أني أنا أقول أنه إنت ما لم تصل لليبل معين من الثروة، يعني لا يصح إنك تكون جمهورية، السياسيين ممكن يكون عندهم باع، القانونيين برضو ممكن يكون عندهم باع، ده واحد من الحلول لإشكاليات، أنا زي الدوري، الدوري بتاع الكورة، أيوة، في الروابط والأندية والمعاري شنو، لحد ما تصل للدورة الممتازة، بالضبط، الحالة الثاني، دارين نفض الجمهورية، لازم ندق قدري من الحكم الذاتي للولايات، بمعنى إنه إحنا عندنا ولايات، يعني عندنا نظام فدرالي، لكن لسه الدولة مركزية، لأنه القرار مركزي والاقتصاد مركزي، نحن محتاجين، يعنى، نحاول نخلي الولايات دي، مستقلة أكتر، بقرارة السياسية، ومستقلة أكتر بقوانينها، بمعنى إنّ، مثلاً إذا ولاية معينة، ما عاوزاً، أنها عاوزا نفسها تكون، ولاية إسلامية فليكن، عاوزة تكون، ولاية مسيحية فليكن، عاوزة تكون ولاية لا دينية فليكن يا ألمانية، يعني نحاول بقدر الإمكانATOR، مثلن GOT With his writings the urgents방s فيها ولايات، أرا بس ما عارف الاسم ممنوع فيها الحمر. هس الليلة. تاليفورنيا ما بتدرتش بكاتر جاير. تاليفورنيا. أنا عندي دراسة هنا بتاع Synthetic Control Method. درست الأثر. نيوهامشير أيوه. أيوه. بتاع تاليفورنيا دي. الريد نيكس اللي هم يعني يعني كونزيرفاتي. تكساس هناك في الساوس. حصلت فيها يعني اسم شنودة انتحارات جماعية. لأن الريستيز قال له هم تنهاية العالم والناس خلاص تموت. أيوه. تأتي صخرة كبيرة جدا جدا في أن الناس تعيدين. التفكير فيه يا أخوانا نحن ليه. داري النفسي في حاجة احتمال ما بتنفع معانا. بببط كتاب. ذكرني تماما بسلسلة بتاع السايكولوجية الزر السوداني. قد ديما للأستاذ محمد جمال الدين. وصلنا في الحلقة الخامسة. مبارئ كان حلقة. ممتاز جدا عن عدم تمثيل المرأة. في عكسة الحكم العليا في السودان. أيوه. وراء الموضوع ده. وفيه يعني تفاصيل كثيرة مترابطة. أنا طبعا سعيد جدا جدا النقاش ده يا أخوانا. ده أطول نقاش. حصل ليه في البحثية السودانين. أيوه. ثلاثة ساعات. ما حصل قبل كده وصلنا ثلاثة ساعات. بالحناية. ولسه الناس يعني بمناسبة. ثلاثة ساعات. ولسه فيه أكثر وثلثمائة نفر. قاعدين بيتابعه. عكس التوفر كان بتعني عمينو الناس. أي. نعم. في واحد هنا قال لي أنه أنا. يمكن ما فيه مني قال. أنه أنا. الأوتونومي. الحكم الزاتي. لا يعني الانفصال. ولكن يعني أنه نحنا. يعني مثلا المملكة الآن المتحدة. إيرلندا وسكوتلندا. يعني بيتمتعوا بحكم ذاتي كبير جدا جدا. قوة من روابطهم. لكن كلهم تحت التاجة البريطانية. عنها أنا بدأت بهيكلية الدولة. إنه احنا. صح محتاجين لمؤتمر اقتصادي. لكن قبل المؤتمر الاقتصادي. نحنا محتاجين قضايا الدولة السودانية. زاتها. مش نجتمع وناقشة. لكن تركيبة الدولة السودانية جاءنا الخبرة. نحنا بجينا خبرة. نحنا نعسان عندنا خبرة. نحنا نعسان عملنا خبرات. وانفصلنا. ما بحب تلمتي الفشل. لكن بحب أقول إنه نحنا عندنا الآن. خبرة تراكمية. جربنا حاجات كثيرة منه غير نتجرب انه وصل الأخوان المسلمين يحكموا 30 سنة دا دا ثراء دي حاجة أنا بشوفة إيجابية دا ثراء للتجربة السياسية السودانية The question is how How إنه نحن ممكن نشيل التجربة التجيلة دي وده دورنا نحن بزاد كباحثين أكبر عاطق في المسألة دي بيجاع على الباحثين إنهم هم يجوموا يعني يعني يجوموا شنو يعني يشيلوا التجربة دي كلها ويطال زي ما أنا فكرت مثلا في البيبر بتاعتي دي يعني نحاول نفكر تفكير خارج الصندوق ونحل المشكلة دي يعني الحلول نمشي ده من نسبة له هيكلة الدولة أنا طرحتها مقترحين إما إنه نحن نتبع تاج ما أو إنه نحن نمشي في اتجاه هنا نكون ملكية دستورية لأنه ثبت إنه نحن فشلنا كجمهورية فشلنا ليه فشلنا لأنه انفصل الجنوب أصوه بعد ما انفصل الجنوب ده إنت تاني ماذا يرليك أي دليل عليه إنه كل ما كان قبل 2011 غلط أصو يعني خليني من الحديث الاقتصاد وغيره كل ما سبق 2011 في تجربتنا السودانية منذ أن أصبحنا نيشان يعني بحدود 67 ده كله غلط and we have to stand and revise everything الشخصية السودانية زي ما قلت الدين والدولة وبشجاعة يعني النقاش ده يكون بشجاعة وبعلمية ومنهجية وده دورنا كمثقفين ومتعلمين ده ما دور الساسة ولا ده ده دي بيت لازم يحصل في جامعاتنا لازم يكون عندنا مرحلة التنوير دي إنه نحن تتكتب وأنا أطرد عليك وهكذا يعني ده دي بيت لتسجع هيد نمشي للاقتصاد إحنا نتهير موضوع الدولة وبتمنى إنه يكون في سيشن ويكون في باحثين أتواصل معاهم في الحتة دي إنه نطرح نيو political structure للسودان نيشن يعني طيب دكتور رسمنا لو المقترح بتاع الجزء الريفورم للإقتصاد ده لو كتير إحنا ممكن نخليول للسلسلة الجزء الثاني من النقاش على أساس إنه يبقى قابل جزء لو وددت لذا سعاد يكون قابل للنزور يحضر وكان follow up يجي يخش معانا على أساس إنه النقاش ده ممكن يكون يوم الأسبوع الجاي يوم السبت الجاي يكون الحلقة الثانية ممكن ممكن أي أنا بس أو الهيلايت العام بس بس الخطوط العريضة أنا أول حي عاوز أقول إنه أنا كنت ضدها حكاية المية يوم دي ما في مشكلة اقتصادية يعني بتتعالج في مية يوم يعني ما يجي وزير مالية يقول لنا في المية يوم الأولى أنا هعمل كده This is going to be very long journey very long journey أول كنا إحنا بنتمنى إنه الخمسة سنين الأولى يدونا خمسة سنين في الفترة الانتقالية عشان نبدأ في الخمسة سنوات الأولى By the end of the five years نكون خلاص جهزنا الاقتصادة بالعالجنا الإشكالات الهيكلية دي لكن ما في حاجة يسمى المية يوم الأولى الحلول الإسعافية شنو هي الحلول؟ Short run and mid run and long run وحنسهب فيها في المرة الجاية الحل الإسعافي الآن الآن الدولة دي ما فيها جروش ما فيها جروش وأنا بمسك من الحتة القالة الدكتور حسام الدين اللي هو قال إنه شركاء الفترة الانتقالية لابد يفهموا إنه إحنا وصلنا a dead point and we have already hit the world الدولة دي ما فيها جروش حكاية إنه إحنا ندخل في المعركة الموجلة دي It's the most وشعبنا لازم يفهم الحتة دي يعني هي معركة أي أن كان وزير المالية القادم He has to go through it إنه القصة بتاعت الدهب دي الدهب بمثل 40% الآن من صادراتنا يعني 40% من الدولار اللي بيجيك حيجيك من الدهب القصة بتاعت الدهب دي لازم by any mean straight forward لو في مشروع بتاعمية يوم أولى القصة حاجة الدهب دي لازم تدخل الخزينة بتاعت الدولة ودي مسألة سوائنا تحصل بإنه الناس الشركاء النادي اللي يفهموا الكلام دا ويستوعبوه ويصلوا معنا لكمبرمايز الحتة دي كمدنيين أو كان دي كان زباهم بنتي الجيش والقوات الأمنية وكده أيوة بالضبط كده الجيش والناس المسؤولين عن إنه الدهب ده بيطلع برسودان يعني لأنه هو الآن أكتر حاجة ممكن هو ما بديل للنفط لكن هو أكتر حاجة ممكن الآن تمرجنا من عنق الزجاجة يعني أنت مع أنت الآن مخنوك يا اقتصاد دي الحاجة لو في أي زول بيفتكر إنه في حاجة تانية غير الدهب ممكن تمرجنا من عنق الزجاجة في الوقت الراهن إن تيرمز إيرادات ويعشان يجيف التضخم ده ويجيف التدهور بتاع العملة فالكلام ده ما حيحصل ما لم إنه الحكاية اللي تحصل واللي يطرع عن شركات الأمن والكلام ده يعني لكن أنا والإنفسايس الحتة حق ده الدهب دي لأنه هو بيجيب حسب ما طوال المعلومات غير دقيقة لكن الشيل بنعرفه سوفار إنه بيمثل 40% وبيجيب له حاجة بتاعة 7 مليار الخطط في المدى المتوسط طبعاً الزراعة لكن الزراعة ما من أجل الزراعة إحنا ما وشوذن إنه إحنا بعد ده نزرع عشان نصدر حاجات زراعية أو حيوانات حية أو كلام زي ده لكن الآن إحنا ما عندنا حال غير إنه نزرع يعني في الوقت الراهن ده في المدى المتوسط السودان ده لازم يكون دولة مركزة في الزراعة وحنجي نتكلم إن شاء الله في المناسبة الثانية إنه طيب نزرع كيف يعني في المدى الطويل طبعاً الصناعة في المدى الطويل الزراعة ذاتة لما ننزرع الليلة ننزرع عشان نهناك للصناعة يعني إحنا ما زارعين عشان نحن حنقون اقتصاد زراعي نحن زارعين عشان نحن قون اقتصاد صناعي وده النموذجة البيتنامية يعني بيتنام زرعت لتصنع السودان طبعا ما يشبه الذهب يشبه النموذج البيتنامي فإحنا أيضاً نزرع لنصنع بمعنى إنه إحنا ودي حاجة برضو في نظريات التنمية موجودة التنمية الاقتصادية إنه إنت ممكن تبدأ كconcentrated economy وبعدين تبقى diversified economy فدي ممكن ناسب فيها بعض يعني رسمنا أيونا عم إخوانا في يعني حاجات كثيرة جدا مرتبطة بواقعنا المعاشة اليومية يعني محتاجة مننا إنه الناس تقعد في الوقتها متسودتي كانت سلسلة الجلسة الأولى في سلسلة التقييم للوضع الاقتصادي والمقترحات الحلول نشكر فيها دكتور حسام الدين إسماعيل ودكتور إسابن علي على إنهم يعني قدموا كل التحليل وكل الحاجات نشكر دكتور نعمة الله فاتح اللي حمر الزل الرائعة اللي هي جهة حسد الجلسة وحيكون عندنا الجزء الثاني إن شاء الله في خلال الإسبوع الجاي شكرا جزيلا لكم وإن شاء الله هنتواصل قبل المتباحتين السلام عليكم